اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم والعن أعداهم ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين أيها الأخوة في بداية كلامنا هذه الليلة نتقدم إلى أهالي الشهداء السعداء منير الميداني وزهير السعيد كلاهما من القطيف وحسين البقالي وهو من جزيرة البحرين نتقدم إلى أهاليهم بأصدق التعازي ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هؤلاء الثلاثة في عداد الشهداء وأن يرزقهم مرافقة محمد وآله صلوات الله عليهم في الجنة كنت عازما على أن أبدأ حديثي هذه الليلة وأخصصه كما هي عادتنا في كل مساء جمعة أي كل ليلة سبت من كل أسبوع حيث نبدأ كلامنا بورقة بحثية علمية ولكن في اللحظات الأخيرة تقريبا عدلت عن ذلك وارتأيت أن أواصل بعضا من نفثات المصدور التي كان منها ما قلناه في ليلة الأربعاء تقريبا كان البث المباشر السابق أظنه يوم الاثنين ليلة الثلاثة حيث كنا قد تحدثنا أو وجهنا خطابا إلى شيعة الكويت والخليج حول بعض الأوضاع السياسية وكان مفتتح الكلام تعليق على الإهانة التي وجهها أحد المعتوهين النواصب في الكويت لمقام إمامنا وسيدنا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه وحيث أنه في هذه الأيام يستعيد الشعب البحراني ذكرى انطلاقه ثورته المباركة إن شاء الله تعالى ضد حكومة أبناء البغاية من آل خليفة ويستعيد هذه الذكرى بفعاليات جديدة قيمة على الأرض تضمنت ما هو المعتاد من مواجهات مع جلاوزة النظام فإنا ارتأينا أن نعدل عن الورقة البحثية في هذه الليلة استثناء ونتم بعضا من نفثات هذا المصدور ونتحدث في خطاب مفتوح مع الإخوة في البحرين البحرين الصغرى أي الجزيرة والبحرين الكبرى أي الساحل الشرقي للخليج ونحاول إن شاء الله تعالى أن نفتح المجال أكثر للسائلين والمتصلين لأنه قد نكون وقد جرنا عليهم في الحلقات أو المناسبات الماضية إذ لم نتح لهم مجالا في التداخل والحديث يهمني في البداية فقط أن أنبه على أمر أن كلامي هذا وإن كان يحمل في بعض طياته صبغة سياسية إلا أنه أتمنى من الإخوة المؤمنين والمؤمنات أن يكونوا على قدر من الواعي فيفهمون أن منطلقاتي في إثارة هذا الكلام ليست منطلقات سياسية على ما هو المعهود من سائر من يتحدثون في هذا الشأن هذه الأيام كلامي يتداخل مع العقيدة في طياته وفي جوانبه وأساسا انطلاقته إنما تنطلق من منطلقات عقائدية بحت عندي مجموعة من الملاحظات التي أحسب أن الإخوة في البحرين والإخوة في الساحل الشرقي أي المنطقة الشرقية إن أخذوا بها فإنه يمكن بذلك تصحيح مسار الثورة القائمة حاليا بحيث تنجح أولا وتكون مرضية عند الله ورسوله والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم ثانيا هذان هدفان مهمان لأنه كما ترون الآن فإن الثورة البحرانية تبدو فرصها في النجاح ضعيفة وقد قلت هذا الكلام قبل سنة خلت إذا تتذكرون في إحدى جلسات الحوار كنا جالسين وكان بعضكم يحوطني وسئلت حول ما يجري حاليا في البحرين وكان الحديث في تلك الليلة في أوج الثورة البحرانية حين كانت حكومة آل خليفة قد فقدت السيطرة تقريبا على معظم أجزاء البحرين بما فيها الحي التجاري وكان الزخم للثورة البحرانية زخما كبيرا جدا خاصة قبل تدخل قوات ما يسمى بدرع الجزيرة وكان يساعد على هذا الزخم سقوط نظامين للتو ونظام تونس ومصر واشتعال الثورات في كل من ليبيا واليمن وسوريا فكانت التطلعات أو نستطيع أن نقول هكذا كان الإخوة والأخوات يظنون أنهم قد قاربوا على النصر اقتربوا من النصر كانت المعنويات مرتفعة جدا وكان بعض المعممين يظهرون في ميدان اللؤلؤة المسمى حاليا ميدان الشهداء ويعلنونها صراحة أننا نعلن سقوط نظام آل خليفة بهذه الصراحة كانت المعنويات مرتفعة والكل يظن أنه ما تبقى شيء إلا ويسقط أو ينهار هذا النظام في تلك الأجواء في غمرة هذه المعنويات المرتفعة هم فتحوا الشباك رجاء هناك هم فتحوا لا بس لا بس مع ذلك شوية فتحوا ففي غمرة هذه المعنويات المرتفعة قلت كلمة واضحة ومسجلة وموجودة أنه لن تنتصر الثورة على هذا وليسقط النظام وبعض من الناس المؤمنين لاموني على ذلك وجهوا لوما أنه لماذا الحديث بمثل هذه النبرة وما أدراكم أقول نحن لا نعلم الغيب ولكن السياسي الحاذق يفهم ويقرأ جيدا الأوضاع التي يمكن أن تأول إليها الأحداث الحالية يقرأ المستقبل خاصة إذا كانت قراءته هذه مشفوعة بالاطلاع الديني بالقدر الكافي الذي يخوله أن يفهم أن الله تبارك وتعالى ينجح ثورة من هذا القبيل أم لا ينجح فإنها هنا فرص نجاح قراءته أو أن فرصة تشخيصه السليم للواقع المستقبلي تكون ذات قيمة مرتفعة هذا هو شأني في قراءة الأحداث ليس إلا وبالفعل ثبت لكم أنه قد مرت سنة كاملة وثبت صدق ما قلناه لم يسقط النظام ولم تنتصر هذه الثورة مع ما خلفته من ضحايا كثيرة إلى اليوم حيث سقط هذا الشهيد الجديد حسين البقالي رضوان الله تعالى عليه ورحمته قلناها قبل سنة كذلك أنه يا أيها الإخوة البحارنا إذا كنتم مصرين على أن تمضوا في هذا المسار فرجاء رجاء رجاء وفروا على أنفسكم دماءكم وأعراضكم وأموالكم وفروا على أنفسكم هذه التضحيات لماذا؟ لأن هذا المسار لن ينجح لا ثورة ولي يسقط نظام ولي يسقط نظام إذا كنتم مصرين على أن تستمروا على هذا المسار على هذه الخطة المرسومة من قياداتكم الحالية فاعلموا أن هذا المسار لن يوصلكم إلى شيء ولي يؤدي إلا إلى مزيد من الدماء والتضحيات التي تذهب سدى فوفروا على أنفسكم لا يستأهل الآمر أن نضحي بكل هذه الدماء واقعدوا مع القاعدين هذا خير ولكم الفرصة والخيار بذلك كذلك شرعا يعني ليس القعود حراما عليكم ليس الكلام هنا سياسيا الكلام هنا شرعي لا نريد أن نضحك على الناس كما يفعل بعض كما تفعل بعض القيادات السياسية لا لكم الخيار لا يستطيع فقيها أن يحرم عليكم عملكم بالتقية وقعودكم وتصالحكم مع آل خليفة وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا حقنا للدماء أما إذا أردتم بالفعل أن يسقط هذا النظام وأردتم إقامة حكم جديد في البحرين تستشعرون فيه العزة والكرامة وتستردون به حقوقكم فعليكم بتصحيح مسار ثورتكم على النحو الذي قررناه منذ ما يقارب سناء وأكثر تعميم هذه الثورة لتشمل الشعب الشيعي في الخليج والمنادات بحق تقرير المصير لهذا الشعب المظلوم الذي قد أزيح عن حقوقه أو أزيحت حقوقه عنه وصودرت وقسمت أوصال أو قطعت أوصال هذا الشعب بعدما تم تخطيط المنطقة ففصل مثلا بين أهل البحرين الصغرى وأهل البحرين الكبرى فصل ما بين الشعب الواحد فصل ما بين أهالي الجزيرة وأهالي الساحل الشرقي مع أنهم جميعا كانوا شعبا واحد مثل هذا الطرح يدق أجراس العالم يعيد ترتيب كثير من المعادلات السياسية القائمة في المنطقة وتتصاعد فرص النجاح لأن القضية تكون قضية مظلومية شعب وأمة ويمكن حين ذلك التفاوض مع القوى الكبرى وعلى قاعدة خذ وأعطي يمكن لنا أن نتأمل تحقيق هذه الثورة أي نجاح هذه الثورة وقلت في تقديري أن الأمر إذا تم تعديل المسار فإن هذا الأمر لا يطول عادة حسب تقديري أكثر من عشرين سنة يعني عشرين سنة ويمكن رفع علم البحرين الكبرى على الساحل الشرقي للخليج كله الممتد من الكويت بل البصر شمالا إلى عمان إلى أطراف عمان هذا هو المسار الذي ينبغي أن نمضي فيه إذا أردنا بالفعل تصحيح الواضع وأردنا أن ننجح هذه الثورة أما المسار الحالي الذي تسير فيه هذه الثورة فهو مسار خاطئ ليس خاطئا فقط لأنه سياسيا الفكرة فاشلة التخطيط فاشل إذ يقصر الأمر على جزيرة البحرين وكأنها مقتطعة عن المحيط الإقليمي ونحن نعلم أن البحرين ليست محكومة من البحرين يعني هذه الجزيرة من السذاجة الاعتقاد أنها محكومة ممن في داخل الجزيرة حتى وإن كانوا آل خليفة هذا خطأ البحرين الجزيرة الحالية هي نقطة ترتكز عليها قوى إقليمية إحداها قوة آل سعود يعني آل سعود يحكمون قطاعا كبيرا من البحرين في حكمه لا أقصد المساحة الجغرافية أقصد الحكم خاضع في قسم وجزء كبير منه لحكومة آل سعود ثم هذا النظام البحراني نفسه أو نظام البحريني نفسه هذا كذلك خاضع في جزء كبير منه للندن وخاضع في جزء كبير منه لواشنطن البحرين بلد صغير جزيرة صغيرة لا يمكن تفكيكها في العلاقات السياسية والحكمية العضوية عن سائر الأنظمة في المنطقة ومن ثم الراعي الإقليمي لهذه الأنظمة في المنطقة وهي أمريكا وبريطانيا لا يمكن هذا من السذاجة والغباء يعني لا تتصور أنه أنت بإمكانك أن تقطع البحرين فقط وتنجح فيها ثورة وتتصور أنه أنظمة الخليج ستتقف مكتوفة اليدين والراعي الإقليمي كذلك سيقف مكتوفة اليدين ليس الأمر هكذا إذا كنت تفكر أنت بأنه يمكن تحقيق هذا الهدف فاسمح لي أن تساذج هذا كمن يفكر بأن يذهب إلى بيت من البيوت ويقططع منه الحديقة الخلفية فقط لا يمكن لأنه وإن انتصرت على حارس الحديقة الخلفية فإن من في البيت رجال أشاوس سيخرجون من بيتهم هذا وسيأتون ويطردونك إلى خارج هذه الحديقة الخلفية لأنها حديقتهم الخلفية نعم إذا فكرت أن تأخذ الحديقة الخلفية والبيت والبيوت المجاورة فهنا هدفك صحيح يمكن أن تنجح لاحظتم المسألة أين لا أدري إن كان كلامي مفهوما جيدا المهم هو أن تنتبهوا لهذا الشيء إنه ميزان سياسي دقيق يسمح ببقاء عائلة آل خليفة حاكمة في البحرين هذا الميزان لا بد من أن يقع فيه اختلال حتى نرفع يد هذه العائلة أو نسقطها عن البحرين وذلك بأن ترفع القوة الرئيسية التي تتحكم في هذه المنطقة يدها عن هذا التغيير تتقبل مثل هذا التغيير وذلك يكون بدخول لاعب جديد في المعادلة السياسية القائمة حاليا مشكلتنا أن هذا اللاعب ليس موجودا وهو اللاعب الشيعي الرافضي لا اللاعب الشيعي المسيس اللاعب الشيعي المسيس موجود لكنه من جهه لا يفقه السياسة جيدا لا يعرف من أين تؤكر الكتف لا يدري كيف يخطط ولذلك يكون خاضعا لهذا الميزان الإقليمي ويحسب أنه يحسن صنعه لم ينتبه بعد إلى أنه لا بد أن يحدث اختلالا في هذا الميزان الإقليم فلذلك تجد سقف المطروح عند هذا اللاعب الآن في البحرين شنو؟ الملكية الدستورية أكو سقف أعلى من هذا عند هذا اللاعب اللاعب الشيعي الأبرز يعني المفروض السياسي وهذه حماقة لا يمكن أن تنجح بمثل هذا الطرح ولن تحصل لا على ملكية دستورية ولا على غيرها فأقعد مع القاعدين أقعد مع القاعدين فهو من جهتين لا يفقه السياسة جيدا لا يفهم المعادلات السياسية كيف تتم ويظن أنه إن خطى خطوة اختلالية يريد أن يجعل الأمور تختل فإن ذلك فيه دماره يتصور أنه إن قبل نظريتنا هذه التي نطرحها فإن هذا سيسبب ماذا دمارا له ولشعبه هكذا هو يتصور بسبب تأصل الانهزامية في ذاته والحال خلاف ذلك بل أقول صراحة إن التضحيات من الدماء التي سنصرفها فيما لو اجتمعنا على خطة البحرين الكبرى ستكون أقل من التضحيات التي نصرفها الآن على خطة البحرين الصغر أقل وربما أقل بكثير لأن التاريخ يثبت ذلك بل التشرع يثبت ذلك كما قد أتناوله في هذه الساعات إن سمح الوقت بذلك ووفقني الله عز وجل فإذن هذا اللاعب الشيعي مفقود اللاعب الشيعي الذي ينطلق بثقة عالية في النفس ويطرح مشروعا طائفيا مذهبيا يقول نعم أنا أريد حقوق طائفتي طائفتي مظلومة في الخليج أريد وطنا لطائفتي من حقي أن أنادي بأن أعيش كريما وعزيزا وأن أكون سيدة نفسي هذا اللاعب مثل هذا اللاعب غير موجود صوته كذلك مفقود أما في ميادين أخرى مشابهة للوضع البحراني الحالي فتجد اللاعب موجود كما ضربنا أمثلة لاعب جبهة البوليساريو موجود لاعب جنوب السودان موجود وحقق هدفه وحصل على دولة مستقلة لاعب كوزوفو موجود وحصل كذلك على دولة مستقلة اقتطعت من الصرب مع أن بجوارها دولة مستقلة أخرى للمسلمين في البوسنة والهرسك لكنه لم يقنع يعني عينا كالوضع عندنا في الخليج عينا عندنا دولة تسمى شيعية يعني تسمى تقرأ هكذا أنها دولة شيعية وهي العراق لكننا نريد بصراحة دولة أخرى لأنه نحن شعب الخليج الشيعي لا يمكننا أن نهاجر إلى العراق لا يمكننا أن نهاجر إلى إيران نريد أن نعيش في أوطاننا في وطننا هذا بكرامة وبعزة وبراحة اللاعب هذا موجود في إقليم التبت في الصين موجود وهكذا في كل نقطة أخرى من العالم تشهد صراعا مثيلا بالذي يشهده الخليج وجزيرة البحرين على وجه الخصوص تجد هذا اللاعب الذي ينادي بحقوق طائفته موجودا صريحا يتحدث بكل صراحة بكل ثقة عالية بالنفس دون أن يحسب حساب أن الآخرين يقولون عنه فئوي طائفي ما أدري انفصالي هذا لا يهم المهم أنا أنطلق خلاص أتحد الآن هناك في جنوب اليمن ما يسمى الحراك الجنوبي بقيادة علي سالم البيض اللي هو رئيس آخر جمهورية في جنوب اليمن ما شكل هؤلاء يقال عنهم أنهم ضد الوحدة اليمنية ضد كذا ما يهمهم يقولون أنا أريد حق شعبي في سكوتلند هنا نفس الشيء والآن تصاعدت وقلتها قبل سنة كذلك أنه سكوتلند ستكون في طريقها نحو الاستقلال شاء ويست منستر أو لم يشاء هذا هذا هو المستقبل ستكون دولة مستقلة ولكن حسب يعني توقعي ستكون ذات ارتباط عضوي معين خصوصا في الجانب الاقتصادي مع لندن يعني مع انجلترا لابد يعني ما رح يحسن موضوع بحر الشمال وكذا فسيكون هناك نوع من الارتباط ولعله تصير دولة جزء من الكومنول مثلا يمكن يعني تظل خاضعة للتاج البريطاني بنحو من الانحاء ربما بس المهم هذا الامر سيمضي يعني راح تستمر يستمر تصاعد النزع الانفصالية عند السكوتش عند السكوتلنديين وسيحصلون على دولتهم المستقل الآن زعيم السكوتش بارتي هذا ناشنال بارتي ما اسمه أليك سامد اللي هو الآن رئيس الحكومة كذلك في 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 سكوتلند تهاجمه الصحافة البريطانية والسياسين البريطانيين على أنه انفصالي وعلى أنه كذا وعلى أنه كذا لا يهم لا هو ولا حزبه ولا شعبه لا يهمهم هذا الأمر يعني ما عند عقد يتجاوز على العقد يدوس على العقد يقول أنا ما يهمني ماذا يقول الآخرون أنا المهم أن أحقق هدفي السياسي في الاستقلال هذا هدف البحارن ما عندهم هذا الطرح قليل من عنده هذا الطرح ويفهم جيدا ولكن صوته كذلك مخنوق يعني الذي يفهم مثل هذه الطرحات يعرف بالضبط جوهر المشكلة أين وأنها بالفعل مشكلة طائفية مشكلة أنه طائفة أقلية تحكم الأكثرية زين وأنه قطعت أوصال شعب واحد جعل جزء منه تحت حكم آل خليفة جزء منه تحت حكم آل سعود جزء منه تحت حكم آل ثاني جزء منه تحت حكم آل الصباح قطعت أوصاله عرفتوا شلون هو شعب واحد شعب البحرين الكبرى ذا الدين الواحد والثقافة الواحدة والتاريخ الواحد والأنساب الواحدة وهكذا شعب واحد قليل قليل من يفهم جوهر المشكلة أنه هكذا قليل وهذا القليل تجد صوته ماذا مخنوقا لا يسمح له بأن ينطلق وأن يعلو صوته وأن يلتف حوله الناس لكي يحقق مثل هذا الهدف أنا مثلا أحسب أنه الأستاذ كريم المحروس المعارض البحراني المعروف يفهم الأمر جيد وربما هو أكثرهم فهما على ما يبدو لي ولكن تعال احسب أنت تعال احسب تلقي الشعب البحراني من كريم المحروس هل هو بالقدر وبالتفاعل الذي يتلقاه من غيره أم لا الجواب واضح يتلقى من الغير ويتفاعل مع الغير الذي يطرح مشروع أننا ما أدري شعب واحد وأنه لا مشكلة طائفية فيما بيننا وأنه لا لا نريد حتى إزاحة آل خليفة احنا نريد ملكية دستورية احنا نريد ديمقراطية ويست منستر نطلعوا لك آخر شيء بيطلع شنو يقولون نريد ديمقراطية ويست منستر يعني شوفوا مستوى الاستغباء كأنه آل خليفة رح يرضون يصير وضعهم في البحرين مثل وضع الملكة الزبث يعني وعائلة وينزر يعني أنه مجرد صورة صورة فقط بس هالشكل مجرد صورة ومجرد رمز للبلد يعني هذا أحمق الذي يتصور أنه آل خليفة يمكن أن يفكروا يوما بمثل هذا المنطق يتخلوا عن كل سلطاتهم يجيبون لهم تين داونينج ستريت عدهم في بريطانيا ويسلمون الجيش والشرطة ولكذا لحكومة شعبية منتخبة وهم بس يكتفون بالمراسم الملكية وبمصافحة السواح لأنه شنو دور عائلة المالكة في بريطانيا شنو دورها الصورة توضع على الباوند وتفتتح الأوبنينج دور الانعقاد في مجلس العموم مع حركات وأشياء يعني مضحكة لازم يمشون بهذه الطريقة ويتكلمون بهذه الطريقة وتركب الحصان وما أدري العربة الملكية وكذا أنزين وتلقي خطاب الذي أعده نفسه البرايم منستر والحكومة الملكة وتصافح السواح فقط سواح يأتون يروحون إلى القصر في كينج هامبالاس وكذا يصورون معها ويصورون مع العائلة المالكة ويدعمون مشاريع خيرية وكذا يعني مؤسسات أهلية ويحضرون مسابقات الخيول ومسابقات كذا هذا شغلهم يعني ما أهل خليفة يصيرون هالشكل بالله عليك حتى أنت جاي الطالب لديمقراطية وست منستر جاي ضيع دماء شعب بأكمله وتضحيات وكذا على ديمقراطية وست منستر شنو تتكلم أنت أنت أي عقل عندك أنت أصلا عندك عقل أو ما عندك يعني لماذا تستغبي شعبك بهذه الطريقة لماذا يا أخي أكو بالفعل المشكلة الطائفية لماذا لا تنكر لها عجيب هذا المنطق هم يتصورون أن من الحضارة إدارة الظهر للمشكلة الطائفية أن من الحضارة التنكر للمشاكل أو إنكار المشاكل الطائفية والمكابرة عليها ليست هذه من الحضارة في شيء تعالي شوية أقعد في بريطانيا تعلم تعالي تعلم هل هناك مشكلة طائفية في بريطانيا أم لا من منكم يعرف نورثرن آيرلند بها مشكلة طائفية أم لا إلى الآن في نورثرن آيرلند هناك شوارع معزولة عن شوارع ومناطق معزولة عن مناطق وبينهما حواجز جدار فصل عنصري موجود إلى الآن بين البروتستانت والكاثليك إلى الآن في إيرلندا الشمالية اللي تابعة لبريطانيا جزء من الونييت كينغدم للقيادات الآيريش القيادات الإيرلنديين ولا الحكومة البريطانية ولا الإعلام البريطاني يتنكر أو يكابر على أن في إيرلندا الشمالية مشكلة طائفية أكو أحد ينكر هذا الأمر يجي هالشكل يكابر يستغفل الناس ويستغفل الشعب يقول إحنا شعب واحد ولا واحد يقول إنما المشكلة اللي ما ممكن أن تحل إلى الآن أنه هؤلاء البروتستانت صاروا أكثرية في الشمال الإيرلندي ولا يريدون التخلي عن تبعيتهم لبريطانيا خوفا من الأقلية الكاثوليكية التي هي في الجنوب أكثرية فحصلت الأكثرية هذه على دولة مستقلة في الجنوب ولكن ما حصلت على استقلال في الشمال وما ضم الشمال إلى الجنوب معالجة ذلك إلى الآن أكو مشاكل إلى الآن أكو حوادث تقع إلى الآن في بيلفاست في مناطق إيرلندا الشمالية من الخطأ أيها الأخوة إحنا أمة الشعارات والعناوين والادعاءات الفارغة بس إحنا بس حشي نضحك على أنفسنا ونضحك على العالم إحنا شعب واحد إحنا لا لا ما كنا نفرق بين سني وشيعي على تعبيرهم ما عرفنا التفرق إحنا لا 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 نريد أنه يعني نستقل بذاتنا إحنا نريد أنه لا نبقى وآخر شيء يطلع شنو ملكية دستورية ونظام وست منستر ديمقراطية وست منستر تضحك على العالم تستجهل العالم تزج العالم بمواجهات مع النظام ومشاكل كثيرة وتذهب دماء ضحية ذلك وإنت تتنكر لأصل المشكلة إنت مادام ما تبحث أصل المشكلة لن تصل إلى نتيجة ليش نتنكر للمشكلة الطائفية هناك مشكلة طائفية في الخليج ليش نضحك على نفسنا هناك تاريخ من التمييز الطائفي في الخليج نحن لا نرفض التعايش القضية ليست رفضا للتعايش إحنا نرحب بالتعايش حتى في إطار دولة مدنية كحكم استثنائي يمكن تجويزه بنحو من أنحاء التجويزات الشرعية يمكن لكن المسألة هي هذه أنها هنا في الخليج شعبا شيعيا مسحوقا لا بد أن يسمح له بأن ينطلق بأن يأخذ حقوقه ويستعيد كرامته هذه دعوة يفهمها كل العقلاء في العالم يتعاطف معها كل الشرفاء في العالم لماذا تريدون تصويرها على أنها جريمة ليش لماذا تريدون تصوير من يطالب بالبحرين الكبرى ويطالب بحق استفتاء لتقرير المصير مجرى من قبل الأمم المتحدة وتكون فيه النتيجة للأكثرية كما هو المعمول في الشريعة الدولية في الشرائع الدولية لماذا تريدون تصوير طارح مثل هذا الاقتراح على أنه مجرم وأن هذه دعوة طائفية ممقوطة جربتم كثيرا مغازلة الأطراف الأخرى جربتم مغازلة الطوائف الأخرى ما وصلتم إلى نتيجة من كان معكم بالأمس تسمونه مؤمن آل فرعون شنو اسمه هذا البكري تعرف اسمه هذا مؤمن آل فرعون كان يسمونه عيسى قاسم وغيره كان يسميه مؤمن آل فرعون في السابق رئيس التجمع البكري يعني في البحرين سعيد لا واحد آخر اللي هو تقريبا من جماعة الإخوان المسلمين محمود نسيت اسمه محمود يمكن عاد المحمود أي فهذا كان كنتم تسمونه سابقا مؤمن آل فرعون انقلب عليكم صار نعث البني أمي ليش لماذا تمسون بهذا المسار ليش يا أخي افهم مهما تغازل الطرف الآخر مهما تحاول أن تستميله مهما ترفع شعار إخوان سنة وشيعة هذا البلد منبيعة من زين مهما ترفع هذا الشعار فإنه لما يجد الجد وتحين الساعة كل يتحزب إلى طائفته هذا واقع ليش لأنه يرى أنه امتيازات معينة موجودة بإيدة سيفقده هذا الشيء واقع يصن فطري عند البشر فطري وليس كل الناس يعملون بالمبادئ الذي يعمل بالمبادئ هو الأوحدي من الناس وين تحصل سواء في الشيعة أو في البكرية أو في غيرهم لما تأتي قضية المصلحة عادت الإنسان مع الأسف أنه يسحق المبدأ يسحق كل المبادئ أصلا بالكويت أكو الآن فاز واحد بالعضوية انتخابات مجلس الأمة هذا الشخص كان هو الذي رفع عليه قضية وكانت مضاعفاتها قد سببت سجني في الكويت اسمه أسامة مناور محامي محامي الجماعات الوهابية والإرهابية في الكويت كان محامي ما أدري أسود الجزيرة ما أدري تنظيم القاعدة ما أدري هالشكل هذا الرجل هو صهر صاحب مركز وذكر ناصبي معروف اسمه الرفاعي شنو اسمه فؤاد الرفاعي هذا الذي كتب على مركزه في يوم عاشراء يوم عاشراء يوم فرح وسرور زين وكان يوزع هدايا ومنشورات ابتهاجا ويكاد يتراقص طربا في يوم مقتلي واستشهاد سيد الشهداء صلى الله عليه وطبعا مخليه على المركز ماله هو متعمد مخليه في منطقة شيعية أو في مواجه لمنطقة شيعية أبو بكر عمر عثمان كذا يعني لافتات عالية كبيرة ضخمة على المركز يمسويه على تعبير هذا نبيل الفضل مثل بار مثل محل مال بار كله يعني ألوان وكذا وهالأشياء على يتحال هذا صهره يعني زوج ابنته زين هذا نفسه فؤاد الرفاعي عنده أن الانتخابات والديمقراطية ومجلس الأمة حرام بل شرك شرك لماذا لأنك تشرع بشراكة مع الكتاب والسنة فأنت شريك لله في حكمه صرت ولكن لازم يكون الدستور وكذا كله للكتاب والسنة شرك شرك تعرف يعني كفر حرام وهذا خاض انتخابات يعني داس على مبادئهم على أنه عند مبدأ أنه هو العملية الديمقراطية هذه شرك وكفر لكن شيء هم المهم مصلحة أنا أريد أن أصل إلى المجلس حتى أقاوم المد الشيعي الصفوي هذا المهم عندي وبالفعل داس على مبادئ ووصل إلى مجلس الهم يعني ما عندهم شيء اسمه مبدأ وكذلك من يحسبون أنفسهم شيعة عادة ومعظم السياسيين الشيعة اللي لم يكن كلهم معظم السياسة ترى ما عندهم مبدأ يعني 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 إذا وصلت الأمور إلى حد أنه يضحي بالمصلحة من أجل المبدأ أو العكس لا يفعل العكس يضحي بالمبدأ من أجل المصلحة ويضحك على نفسه يقول لا هي المصلحة المبدأ في المصلحة دائما بلا تشرع بلا رجوع إلى حاكم الشر حتى يفهم أنه بالفعل هنا يجوز لك أن تضحي بهذا المبدأ وتكون المصلحة هي المبدأ أم لا فإذا لا فائدة من مثل هذه المغازلات هذه لا توصلنا إلى شيء الذي يوصلنا إليه هو ماذا شيئان كما قلنا كرارا ومرارا الشيء الأول أن تكون ثورتنا شرعية ومعنى أن تكون شرعية أن تكون عقدية بالأساس رافضية بالأساس دينية بالأساس إذا أردنا أن نبايع أحدا على أن يثور نبايعه هكذا ما نبايعه نقول نبايعك على أن تسقط آل خليفة وتقيم حكومة حكومة ويست مينستر ديمقراطية ويست مينستر تسوي لي عرفت شلون وفقط ننحصر في البحرين وكلنا شعب واحد وإخوان سنة وشيعة هذا التتن منبيعة لا لا مو هالشكل إنما نبايعه هكذا نقول نبايعك على الطلب بثارات آل محمد عليهم السلام صلوات الله عليه وفي سبيل هذا الطلب إحدى الوسائل نسمح لك بأن تقيم حكومة في البحرين أو في غير البحرين يعني تكون الحكومة ليست هي الهدف مو الهدف الوصول إلى سدة الحكم ونعتبر نفسنا نجحنا لا الحكومة وسيلة للطلب بثارات آل محمد عليهم السلام يعني إعادة تصحيح وضع الأمة وهذا تستطيع أن تميز بين هذا المشروع وذاك المشروع بالتطبيقات الافتراضية طبقها هكذا في ذهنك في تطبيقات افتراضية شوف الفرق بين المشروعين المشروع الأول مال ديمقراطية وست مينستر إذا وصل إلى الحكم شنو راح يسوي هل في يوم التاسع من ربيع الأول مثلا سيقيم مهرجانا وطنيا ينادي فيه الأمة بأن تبرأ من الطاغوت الثاني ويعرض الدلائل على طغيانه ويحشد إعلامه الرسمي من أجل أن يدعو لذلك ويطبع مئات الألوف من الكتب أو ملايين الكتب والسيديات وكل الوسائل يستخدمها من أجل هذه التوعية لأن هذا معنى الطلب بثار أن تسقط من هم كانوا أعداء المحمد عليهم السلام كمثال يقول لك لا أنا ما سوي هذا الشيء شنو أنا مجنون أنا طائفي إخوان سنة وشيعة شنو هذا الكلام أصنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هكذا يعبر هكذا يقول لا بالعكس يقوم يوقف يصلي وراء الناصبي كذلك وسواها ما سواها علي سلمان سواها صورته موجودة راح صلى وراء هذا السعيد هذا النجس وسواها حسين القلاف بالكويت هذا النائب المعمم الحلو اللي عندنا بمجلس الأمة هذا هم سواه أنا بعيني رأيته أنه راح صلى وراء مفرج نهار الامطيري شخص سلفي وخابي يكفر الشيعة كان أيامها نائب عضو في مجلس الأمة راح صلى وراءه صلاة بدعية يعني ذاكا مصلي مكفرا صلاة مجوسية هذا هم واقف بعمامته بزيه الديني ويصلي وراءه بلا تربة أيضا ما ذكر رأي التربة فالمشكلة هنا مستحيل أن تجد هذا الطرف إذا ما نجح في ثورة البحرين الحالية ولو من باب ضرب المحال ليس بمحال فمستحيل تجده أنه يقيم مثلا مهرجانا في عيد الغدير الثاني ما علمه بأنه قد احتفل به رسول الله احتفل به الأئمة الطاهرون عليهم السلام احتفل به العلماء وأصلا سيرت المتشرع الشيعة على الاحتفال به خلفا عن سلف يعني ما يقدر يتنكر بعد لأصوله بس ما يحتفل مستحيل أصلا يمكن حتى عيد الغدير ما يحتفل صدقوني ما تصور أنه يقيمون مهرجان في عيد الغدير أو يطالبون بأنه في يوم في عيد الغدير يصير عطلة رسمية والإعلام الرسمي يعني يظهر هذه المناسبة أو يطالبون بإعادة تعديل المناهج مثلا أو يجعلون على العملة الرسمية البحرينية الشهادات الثلاثة المقدسة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله صلوات الله عليه وآله هذا مستحيل يسوي يقول لك لا هذا شعار طائفي بالفعل مستحيل لأنه في أيام انطلاقة الثورة البحرانية مكلموك أنت بلغتني عادل مكلموك من دوار اللؤلؤة وقالوا لك أنه إحنا دعنا نرفع شعارات يا حسين وكذا يجون يسكتوننا يقولون لا تقولون شعارات طائفية من الذي يسكتهم كان مو هم القيادات الشيعية المفروض عند شعار يا حسين طائفي يا حسين هذا بالله عليك وين يحصل بركة من الله تعالى أو تأييد هذا وين يتوقع أنه ممكن أن ينجح إذا يريد أن يمنع الهتاف باسم سيد الشهداء صلوات الله عليه هذا ينجح قلتها سابقا لكم أيها الإخوة الغير ينجح لأن الغير الأصل عند الله أنه يعطيه الدنيا يعني شوف البكري ينجح في ثوراته اليهودي ينجح الناصراني ينجح المجوزي ينجح البوذي ينجح الملحد ينجح ليش ينجح حتى وإن لم تكن ثورته شرعية لأنه لا شرعية له أصلا ليش ينجح لأن الأصل عند الله أن الدنيا لهؤلاء هذا الأصل عند الله المتدين الشرعي أي المسلم الشيعي الرافضي الحقيقي الأصل عند الله أن الآخرة له للدنيا عرفته شلون؟ يعني هذا يعوض عن الدنيا بالآخرة يُعطى الكافر يُعطى المنحر في الدنيا في مقابل الآخرة ويُعطى المتدين الآخرة في مقابل الدنيا هناك فرصة واحدة فقط للمتدين أنه يحصل على الاثنين معا فرصة واحدة أنه يلتزم بمبادئه الشرعية على طول الخط فقد يُنعم عليه الله عز وجل بأن يجمع له الدنيا والآخرة وإلا الأصل شنو؟ الأصل الآخرة شيعة عليين في الدنيا مسحوقون من أحبنا؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام من أحبنا أهل البيت؟ فليستعد للبلاء فليستعد للفقر قال الحسين عليه السلام البلاء إلى شيعتنا أسرع من ركض البراذين جمع البرذون الخيول ومن السيل إلى صمره السيل إلى منتهاه الأصل هو هذا الأصل أن الشيعي يعاني في الدنيا عندك فرصة واحدة تريد أن تنجح في الدنيا عندك فرصة تلتزم بالمبادئ إذا حدت عن المبادئ الشرعية لا تحصل على شيء الله يسلب البركة فما ينجحك ينجح الغير وما ينجحك أنت؟ أنت لما تنزل اسم سيد الشهداء عليه السلام من ميدان اللؤلؤة أنت هنا دست على مبادئك لما تأتي تضرب وتمنع من يقولون يا حسين في ميدان اللؤلؤة إرضاء للطائفة الأخرى حتى لا تأخذ عنك فكرة أنك طائفي وأن الثورة طائفية الله فوراً يسلب البركة فما تحصل أي نتيجة وبالفعل حصلتوا نتيجة خاطب ذول الذين قاموا بهذا العمل وهذه الخيانة شيء همك أنت أنه فلان واحد اثنين ثلاثة قاعدين معاك بعود دوار اللؤلؤة من الطائفة الأخرى فرضان وما تريد تسمعهم يا حسين إذا يقبل يبقى في دوار اللؤلؤة تحت اسم يا حسين وشعار يا حسين أهلاً وسهلاً ما يريد الله وياه شالك بي أنت يعني أنت من أجل أن ترضي عشر نفارات اسم سيد الشهداء عليه السلام ويحكم هذا تمنعوا وهس منعتوا أخيراً هم قالوا عنكم ثورتكم طائفية ومرتبطة بإيران شون استفدتم إلى اليوم إلى اليوم وين ما تروح حتى الذين يعدون معتدلين كانوا من القوم إلى اليوم يقولون لك شنو ثورة طائفية هذه هذه ثورة طائفية إحنا ليش وقفنا ضد ثورة البحرين إحنا ما نكل بمكيالين قرضاوي طلع العلامة القرضاوي قالها قال الفرق بين ثورة البحرين وسائر الثورات شنو أنها ثورة طائفية ثورة إيرانية ثورة تقول لبيك يا خامنائي فما وصلت إلى نتيجة فشوف سبحان الله الشيعي لازم يلتزم بمبادئ الشرعية إلى أقصى درجة حتى الله ينعم عليه بماذا بالنجاح إذا في ثورته أو يعطيه حكومة ما أما غير الشيعي فمو مهم لأنه الأصل أنه الدنيا له فإذا هؤلاء لو وصلوا إلى الحكم ما رح يسوه لك أي مظهر شيعي للدولة حتى مظهر واحد ما يسوه مظهر واحد ولو على حد أنه يكتب مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله على العالم البحرين صلوات الله عليه موالي أو على العملات النقدية كما كان سابقا سابقا ارجعوا إلى الدولة العيونية من أسامع بها؟ دولة التي تشكلت في البحرين الكبرى وكانت دولة الشيعية انتزعت الحكم من القرامط الإسماعليين انتزعت الحكم منهم أسست دولة الشيعية في البحرين الكبرى يعني البحرين الجزيرة والإحساء والقطيف ومساحة واسعة الساحة للشرق كله هذه الدولة العيونية إلى الآن عملاتها المعدنية موجودة نقدها موجود موجود حتى في المتحف البريطاني روح شوفه على وجه اسم الملك على الوجه الثاني لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله صلوات الله عليه موالي إلى الآن موجود وهذه الدولة كانت قبل الدولة الصفوية يعني قبلها بيمكن قرنين أو ثلاثة قرون كانت هذه الدولة قد تشكلت لأنه بعض البتريين الخونة مثل أمثال محمد حسين فضل الله وأمثال شي يقولون يقولون أشهد أنه علي ولي الله هذه بدعة جاء بها الصفويون الصفويون هم الذين أدخلوا في الأذان والإقامة وفي المسكوكات النقدية يعني في العملات أدخلوا أشهد أنه علي ولي الله شهادة ثالثة ما كانت معروفة عندنا نحن الشيع زي أن هذه الدولة العيونية عندك هذه آثارها موجودة إذا أنت جاهل ليش تتكلم هذه الدولة العيونية كانت دولة عربية هذه الدولة العيونيون ينتمون إلى من هذه الدولة مصفوين ولا عجم ولا إيرانيين هؤلاء ينتمون إلى قبيلة عبدالقيس بني عبدالقيس اليمانيين الأصل الذين هاجروا من اليمن إلى البحرين ومن ثم من البحرين إلى العراق وثم عادوا مرة أخرى إلى البحرين هجرات متنقلة في أيام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هؤلاء هرعوا من البحرين هرعوا من البحرين إلى المدينة المنورة وبايعوا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وكان منهم حكيم بن جبلة العبدي رضوان الله تعالى عليه هذا الرجل الجليل العظيم الذي قاوم عائشة في الجمل الأصغر وخرج هاتفا ضد عائشة بعد جرائمها التي ارتكبتها لما استحلت البصرة قبل قدوم أمير المؤمنين صلى الله عليه واستشهد هناك وكان الرجل من العباد الزهاد قبيلة عريقة عربية أصيلة كانت شيعية منذ البداية منذ صدر الإسلام الصنهية التي نقلت التشيع إلى البصرة وإلى الكوفة هذه القبيلة التي منها مسلم العبدي رضوان الله تعالى عليه عبدي نسبة إلى عبد القيس هذا الشاب العظيم الثائر المضحي الذي نقلت لكم قصته أكثر من مرة أنه جاء أمير المؤمنين عليه السلام في معركة الجمل قبيل نشوب المعركة فقال من يأخذ هذا القرآن ويحتج به على عائشة وأصحابها مضمون الحديث وهو مقتول فقال أنا يا أمير المؤمنين ثلاث مرات أمير المؤمنين يقول وهذا فقط يقول أنا وأمير المؤمنين كان يكره أن يقتل هذا الشاب لأنه كان وحيد أمي وشاب ما شاف دنيا إلى الآن فهذا راح وأخذ الكتاب وقال أمير المؤمنين يدعوكم إلى ما فيه حتى يمتنعون عن الحرب فقالت عائشة اشجروه بالرماح قبحه الله أو قبحه الله قبحه الله يعني كسره الله قبحه الله ما يصير زين فشجروه بالرماح وقتلوه وكان أول شهيد في معركة الجمل فقال أمير المؤمنين عليه السلام رفع يده إلى السماء وقال اللهم دعا بدعاء وثم قال الآن حل قتاله هذا مسلم العبدي رضوان الله تعالى عليه وجاءت أمه وأخذته من الميدان وجاءت به إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهي تبكي وقالت لهم إن مسلما دعاهم إلى كتاب الله مضمون الشعر الآن ما أذكر وأمهم قائمة تراهم تأمرهم بالبغي لا تنهاهم أمهم المشكلة قبيلة عبدالقيس كان لها أمجاد وتاريخ في نصرة آل محمد عليهم السلام والانتصار لهم هذول من سلالتهم العيونيون من سلالة أولئك هذول شكلوا حكومة شكلوا دولة في البحرين الكبرى وسكوا العمولات سكوا النقد مسكوكات نقدية وكانت هذه المسكوكات فيها الشهادات الثلاثة المقدسة وقبل الدولة الصفوية بكثير الحكم الجديد الذي يقام في البحرين إن قدر له إذا افترضنا جمعية النفاق تحكم مثلا هذه الجمعية بالله عليك رح تخلي على الدينار البحرين يشهد أن علي ولي الله مستحيل مستحيل لا يا أخي أصلا يمكن حتى البارات والمراقص اللي في البحرين يخلوها باعتبار السياحة والأشياء المهمة في هذا الجانب مبادئ ماكو يا أخي مبادئ ماكو لما مبادئ ماكو كل شيء يصير ليس هناك محظور فإذن المطلوب هو تصحيح مسار الثورة في هذه النقطة إعادة شعب البحرين إلى أصوله خلينا نعبر هكذا حقيقة نعيد شعب البحرين إلى أصوله الرافضية القديمة شلون كان شعب البحرين قبل أن يتسرب إليه هذا المرض مرض التقية المغلوطة لا التقية الشرعية مرض الإنبطاح والانهزام أمام الغير مرض الذوبان في الطوائف الأخرى مرض الجبن والخنوع والاستسلام وتقديم الحقوق إلى الآخرين هكذا يعني التبرع بها إلى الآخرين مرض عدم الثقة في النفس يخاف من كل شاردة وواردة أن يقال عنه أنه طائفي وأنه ما أدري انفصالي وأنه ما أدري خائن وأنه شنو من هالتعابير اللي يستخدمونها ويسوقونها في الإعلام البكري بامتياز شيعة البحرين الأصلين ما كانوا هكذا إذا ترجع إلى السابق كانوا شيعة رافضة ذوي جلادة ذوي صبر ذوي تحمل وشجاع فائقة النظير حقيقة فائقة النظير أنا أتذكر كم مرة ذكرت في محاضراتي شواهد على بعض أبطال ورجالات علماء الشيعة في البحرين والقطيف وكيف كانوا حقيقة يجهرون بالبراءة من أعداء آل محمد عليه السلام ولا يخافون في الله لو متلائم ما يخافون شيء وهذا أمر اعترف به المؤرخون البكريون أنه شيعة البحرين أهل البحرين يتميزون عن البقية رافضة ما يخافون ولا يخشون شيء ويجاهرون بعقائده أنقل لكم شهادة لأحد هؤلاء وهو ياقوت الحموي أحد علماء أهل الخلاف ومؤرخيهم صاحب معجم البلدان معروف مرجع معتبر عند الطائفة البكرية هذا الرجل في معجم البلدان في باب العين والميم وما يليها في مادة عمان يتحدث أولا عن ماذا عن عمان 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 الموجودة الآن فيتكلم يقول عن عمان وأكثر أهلها في أيامنا خوارج إباضية طبعا في أيامنا هذا الرجل كان قبل سبع قرون يعيش هذا من علماء القرن السابع قبل سبع قرون كان يعيش هذا وألف كتابه في تلك الفترة يقول له العمان وأكثر أهل أهلها في أيامنا خوارج إباضية ليس بها من غير هذا المذهب إلا طارئ غريب زين ماكو أحد من عمان غير إباضي إلا شخص غريب طارئ عليهم ثم يقول يعطف كلامه على هذا الأمر الآن تحدث عن عمان والخليج للعلم الساحل الشرقي للخليج كان ينقسم إلى قسمين عمان والبحرين ماكو شيء ثاني ترى هذه الآن تسميات حديثة صارت كويت وقطر ومثلا عرفتوا شلون هذه عادة إمارات أبوظبي دبي ما أعرف الفجيرة الشارقة كذا كلها تسميات حديثة هذا سابقا بالأصل بالأصل عمان اللي بالجنوب واللي من فوق إلى البصرة البحرين هذا كله شنو البحرين بحرين الكبرى فيتكلم الآن بعدما تحدث عن عمان يأتي يتحدث عن أهل البحرين ودقق في كلامه شاهدي هنا يقول وأهل البحرين بالقرب منهم بالقرب من أهل عمان بضدهم على الضد منهم كلهم روافض سبائيون كلهم روافض سبائيين يعني من أتباع منه عبدالله بن سبق الشخصية الأسطورية الخرافية على تحال ما يهمنا المهم تأكيد على أنه شنو كلهم شنو روافض خلي سميهم سبائيين لو كان عايش هذا إلى يام الدولة الصفوية كان يمكن أن سماهم صفويين مو مهم خلي طلعونا التسميات هذا مو مهم الآن المهم يأكد على الأصالة يقول وأهل البحرين بالقرب منهم بضدهم كلهم روافض سبائيون لا يكتمونه شوف الميزة يقول لا يكتمون لا يكتمون أنهم روافض ما يخشون هذا الشيء ما يخافون وبعدين هم يأكد يقول لا يكتمونه ولا يتحاشون لا يتحاشى أحداً ما يخاف من أحد رافضي رافضي خلص يتكلم بكل صراحة يجون يقول لعمر وين في الجنة وين في النار يقول في النار عائشة وين في الجنة وين في النار يقول في النار أنت شنو يقول رافضي أبو بكر شنو عندك يقول تحت عالي بكل صراحة يتكلم ما يخاف لا يكتمونه ما يكتم ما يروح يسوي فرحة الزارة بين أربع جدران لا يطلع بالشوارع يسوي فرحة الزارة لا يكتمونه ولا يتحاشون ما يخاف من أحد ما يتحاشى أحد ويقول كلهم هكذا وأهل البحرين بالقرب منهم بضدهم كلهم روافض سبائيون لا يكتمونه ولا يتحاشون وليس عندهم من يخالف هذا المذهب إلا أن يكون غريبة ما يكون أحد أمكان في البحرين يخالف هذا المذهب الرافضي مو البتري اللي يطالع لنا الآن المذهب الرافضي الأصيل مذهب أهل البحرين الأصيلين الأصلاء زين يقول ما أحد يخالف هذا إلا واحد غريب جاي عليهم من بره جاي غريب هذا جاي يشوفه من أي بلد داخل في البحرين عرفتوا المسألة وين إحنا نريد أن نعيد شعب البحرين إلى أصوله الرافضية في الواقع فيصحح مسار ثورته يجعل مسار الثورة مسار شنو شرعي هدفه أن تتوسط هذه الثورة هذه الثورة تصبح واسطة والحكم الذي يتشكل في نتيجتها واسطة لماذا للطلب بثارات آل محمد عليه السلام وتطبيق قولهم أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم يحارب أعداء آل محمد بالتوعية شكت حلو لما يصير عندنا دولة تحمل هذا الهم مو حلو هذا الشي إحنا شنو دعنا نقول ما دعنا نقول يصير عندنا دولة وتروح تخذ حرب تطهير طائفي عرقي بالسيف بالنار نقتل الآخرين إما أنتوا تدخلوا في التشيع وإما شنو نذبحكم ما قلنا هكذا لكم دينكم وليا دين لا إكراها في الدين إحنا أبداً ما نقول هذا الكلام إحنا نقول نريد دولة رافضية ذات عزة ذات كرامة تحمل هم هذا المذهب بالفعل تحشد قوتها الإعلامية والفكرية والثقافية والعلمية تشكل مراكز أبحاث وتدعمها جامعات وسائل إعلام تنادي بهذا الشيء تنادي بأن يعاد الحق لآل محمد عليهم السلام وذلك بأن تبرأ الأمة من أعدائهم بدءاً من أبي بكر إلى آخر عدو ما قد هذا شيء حلو متى نشوف هذا الحلم يتحقق أنه دولة تحمل هذا الهم على تجعل هذا من أساسياته هذا هو الإسلام أيها الأخوة هذا تبليغ إسلامي هذا نشر لدين الإسلام هذا نشر لولاية أهل البيت صلى الله عليه هذا ما عندنا مع الأسف دولة تحمل هذا الهم عندنا دولة طائحة بتبودنا مثل ما نقول اللي بإيران بدلاً مما تصير عون علينا صارت شنو فرعون العكس صار آخر شيء يفكرون بنشر الرفض الحقيقي نشر عرفان وفلسفة وكذا والأشياء هذا اللي عندهم وسياسة وظلم ومعتقلات ومرق برزدي فلاية اتفاقي بس شيء آخر ماكو عمل حقيقي لجعل الشعوب تتشيع تشيعاً حقيقياً مو تشيع سياسي مو تشيع سياسي لنظام إيران تشيع سياسي لنظام إيران كثير موجود أما تشيع حقيقي الناس تعرف معركتنا الحقيقية مع من ومع ماذا معركتنا الحقيقية هي مع أبي بكر عمر عائشة هؤلاء الذين انقلبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله ومع ماذا مع الدين الذي جاءوا به هذا الدين لازم نكنسه هذه النسخة المحرفة عن الإسلام لا بد أن تكنس حتى ينصلح حال هذه الأمة فتعود إلى الإسلام الحقيقي وهو إسلام محمد وآل محمد هذا هو المطلوب إذا شعب البحرين عنده استعداد للدماء هذا اللي يسوى وهذا اللي يحقق نزول البركة الإلهية والتأييد الإلهي أنه تجعل هدفك هدف لآل محمد عليه السلام فقط مو هدفك توصل للحكم بعدين تدير ظهرك لآل محمد عليه السلام كما فعل العباسيون وكما فعل غيرهم وآخرهم من جاء إلى الحكم في طهران بشعار يا لثارات آل محمد الرضا من آل محمد صلوات الله عليه بعدين آخر شيء يفكرون به إرضاء آل محمد أول شيء لازم يرضون عندهم آل عائشة أبناء عائشة أبناء عائشة يرضون عنهم لو لا نظام نظام إيران مثلا يهتم أولا بأن يرضي القرضاوي مثلا واحد من كبار أبناء عائشة أما ما يهتم أنه يرضي آسر الحبيب مثلا يجي يقول لي يرسل رسالة تعالي آسر الحبيب تعال خلي نشوف أنت شنو مطالبك حتى إحنا تصير العلاقات يعني تعود لمياه لمجاريها وتصير العلاقات طيبة شنو عندك شنو مشكلتك أما مع أبناء أبناء عائشة القرضاوي واحد منهم لا يبعثون له الوفود ويبعثون له تحيات السيد القاعد زين ويبعثون لهذا تسخيري زين وأمثاله يروحون يبوسون حتى قندرته بس حتى يرضى عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إلى أن تقر بعائشة صاغرا راغما ذاك الوقت يرضان عنك لازم أولا تعترف بعائشة تقول نعم عائشة سيدة الإسلام عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام تعترف بأبي بك بكر وعمر ذاك الوقت نرضى عنك لا يرضى يرضى ذاك الوقت يرضى لأنه إذا اعترفت يعني شو يعصرت بكري حتى تتبع ملته لازم تلغي التشيع لازم تلغيه كلية وبالفعل تلغيه إلى درجة أنه يصل إلى مستوى حتى الألوان نقلت لكم سابقا ما أذكر يمكن في التعليقات على الضجة المفتعلة من أنصار عائشة أنه كان عندنا واحد من قيادات الإخوان المسلمين في الكويت إياد الشارخ الآن صار خامل الذكر بس ذاك الوقت كان له ذكر كثير وبعد كم هائل من المفاوضات والمشاكل والتنازلات يا عمي خلي خلي صير وحدة إسلامية خلي نصير زينين ويا بعض يابا احنا ما عدنا سب الصحاب يابا كل اللي تريدون انطيناكم أخيرا وصل إلى مستوى أنه شنو؟ لأ أنتوا ما زلتم عندكم طائفية وهو أنه ليش ترفعون اللون الأخضر؟ ليش تميزون أنفسكم عندنا باللون الأخضر هذا شعار طائفية شنو يعني وين ما نروح حسينيات كلها لون أخضر لون أخضر لون أخضر احتفالاتكم لون أخضر كذا يعني إلى متى واحد هم يخلي هناك كان يخلونها الشكل يعني على أساس الرباط يعني لون أخضر هنا هم يخلي لون أخضر يروحون يلعبون كرة قدم مثلا اللاعبين الشيعة يخلي لون أخضر يخليها الشكل مثلا أو مثلا على السيارات شعار لون أخضر زين مكتوب عليه اسم الإمام الحجة عليه السلام لون أخضر لون الشيعة عادة يعني موشكة فيقول لا حتى اللون لازم تغير لنفسه أحمر مثلا يعني يشوف حتى على مستوى الألوان يوصلوا إياك إلى أنه ليش لابسين غير عنه ليش هاي عمامة ليش طريقة نروح للبس أشماغ خلي شكل علماء الشيعة ومراجع الشيعة شون يصيروا لابسين شماغ كل واحد مع اللحيتة كل شم حلو وحدة إسلامية حتى في المظاهر زين يعني ماكوا فائدة شوفوا مدى يستوعبون ماكوا فائدة إيران هم تدفع فلوس لذبع ذلك مشايخ الأزر ما أدري منه يجون حتى يمتحونها كذا بعدين إذا سغط نظام إيران يجون كلهم هم يديرون الظهر أو إذا انقطع عنهم الإمداد الباكيتات الشهرية متروح لهم فبعدين شنو هم هم يجون يحشون على نظام إيران ويقول كنا مخدوعين وش نسوي يعني طبيعة الحياة هكذا الصراع بين الطوائف هذه قواعده يعجبك يعجبك ما يعجبك ظل اضحك على نفسك وظل حلمان وغارق في الأحلام وفي الطموحات التي لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع فإذن المطلوب إعادة شعب البحرين الكبرى إلى أصوله الرافضية هذا الأساس حتى نحصل على تأييد الله تأييد رسوله صلى الله عليه وآله تأييد الزهراء البتول صلوات الله عليها وتأييد أمة أهل البيت إلى إمامنا وسيدنا المفدى صاحب الأمر صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه يعني صدق أنه أنت لما هكذا تعلنها أمام الله عز وجل أنه أنا أريد حكما لهذا السبب لهذا الهدف أنا أريد أن ننتقم من قتلة فاطمة الزهراء عليه السلام قتلة فاطمة الزهراء عليه السلام ما زالوا محترمين عند الناس الانتقام من هؤلاء يكون بإسقاط احترام هؤلاء القتل المجرمين هذا الأمر كم يدخل السرور على قلب الصديقة الكبرى صلوات الله عليه فهي تدعو لك تشفع لك عند الله عز وجل إلهي وفق عبدك هذا للأخذ بثائري وفق عبدك هذا لإقامة حكم في البحرين يطلب بثائري يوعي الناس بمظلوميتي بماذا جرى علي حين ذاك أنت تكسب تأييد الزهراء مع الأسف كم نحن غافلون ما نفهم المعادلات السماوية شلون ماشية بعض نيفهم المعادلات الأرضية فقط بس المعادلات السماوية لا هذا هو الأمر الأول المطلوب تصحيح مسار الثورة جعلها ثورة عقائدية منطلقاتها عقائدية أهدافها عقائدية نظام عقائدي ينبغي أن يقاط في البحرين لكنه لا يقاطع التحضر لا يقاطع المدنية لا يقاطع مبادر حقوق الإنسان لا هذه كلها متلاحمة مع الدين في الواقع وليست بأجنبية على الشيء الآخر المطلوب هو معرفة كيف يمكن تحقيق الهدف سياسياً وهذا يحتاج إلى فقه سياسي وواعي سياسي وهذا كما بينا مفقود اللاعب الشيعي مفقود غير موجود ليش؟ لأن اللاعب الشيعي المطروح حالياً دا يلعب بر الملعب بر الملعب دا يلعب ما دا يدخل داخل الملعب قاعد بر هناك ويقول أنا لاعب موجود حتى احتياط ما blurred حتى احتياط ما hadn't let it تطلع برا الملعب يروح يأخذ الكرة يجيبها إلهم خلين اللاعب الشيعي هالشكل مدى يدخل اللاعب الشيعي بالملعب يقول أنا لاعب شيعي ليش مدى يدخلوا الملعب سؤال ليش مدى يدخلوا لأنه كل لاعب بالملعب يقول أنا مثل هذا أنا هذا الفريق هذا يقول أنا بكري هذا يقول أنا اشتراكي هذا يقول أنا مادل لبرالي هذا يقول ما أدري أنا كذا مو الشكل فهذا اللاعب الشيعي هم ما دي يقول أنا شيعي دي يقول لا أنا وطني إخوان سنة وشيعة هذا اللعب هم منبيع فيقول خلاص يابا أنت مو إخوان سنة وشيعة إذن هذا السني على تعبيرك هذا يمثلك في الملعب في الله أنت فيه مال أخلك برا الملعب روح جيب الكرة لما تطلع يعني طبيعي لأنه أنت مذوب نفسك مع الغير أكو ملعب دولي الآن في المنطقة أمريكا تتعيد تشكيل المنطقة كل اللاعبين دخلوا كل اللاعبين صدقني يعني أبو اليمن الجنوبي دخل والشكل الليبراليين دخل العشائر بعض العشائر والقبائل العربية داخل ما يسمى السعودية دخلوا وأكو مفاوضات دي يخوضونها الآن مع الغربيين ورح يحصرون حتى على حكم ذاتي يحصون على مناطق يحكمونها بعد صغوط آل سعود أنتوا ما تعرفون أنتوا الشيعة نايمين أنتوا نايمين أنتوا ما تدرون ما الذي يجري في هذه البلاد الغربي وفي العواصم الكبرى أنتوا نايمين إحنا نعرف إحنا نعرف لأنه أقولها صراحة الرسلون ونفهم إحنا الأشياء المشكلة اللاعب الشيعي غير موجود مطارح نفسه مدى يطرح نفسه يقول أنا أمثل الشعب الشيعي في الخليج كله أنت إذا تطرح نفسك أنا أمثل الشعب الشيعي في الخليج كله وتوحد كلمته على مطالب واضحة نحن نريد استفتاء من الأمم المتحدة لتقرير حق المصير إحنا نريد دولة مستقلة شيعية في الخليج زين هذا الأمر يلفت الانتباه هذا يهز العالم يهز مراكز القوى في العالم أنت تمثل ثقل جماهيري وشعبي في الخليج أنت مو قليل أنت الأكثرية في الساحل الشرقي أنت الأكثرية فيجون يتفاوضون وياك يا بنت شون تريد رح يجون ما يتركوك في هالحالة يفهمون أنه أنت مو من مصدحتهم استعدائك لأنه رح يكون ضمان مصالحهم وياك أنت قبل ما الآخرين أما مستمر على هاي الطريقة امذوب نفسك في الآخرين وجاعل مفاصل الحركة ومفاتيح الأبواب الموجودة كلها في إيران يعني القيادات التي ملتف حولها الشعب هي قيادات مرتبطة بنحونا أو بآخر مع النظام الإيراني طبعا النظام الغربي لن ينفتح عليك عنده مشكلة كبيرة مع إيران الآن عنده مشكلة كبيرة ما مستعدهم لا يخذ مفاوضات مع إيران لاقتسام هذه الكيكة إنجاز التعبير ولا عنده استعداد أيضا يضحي بآل سعود وآل خليفة من أجل أنه نتيجة يصير الحكم مرتبط بإيران ما عنده استعداد يعني المسألة بهالوضوح ولكن ماذا تصنع إذا كان عندنا ساسة حتى هذا الوضوح لا يرونه شوف النظارات ما لهم صارت بكرية عيونهم اقتلعوها خلوا عيون بكرية شنو اللي صاير أم صاير غسيل دماغ يعني إلى متى هذا التجهيل للناس تجهيل الأمة إلى متى خلاص أنا ما أقول لكم مرة أخرى هاي سنة ثانية مو الشكل من الآن إلى هم سنة أم أذكركم لن يسقط نظام ولن تنجح ثورة لا في البحرين ولا في المنطقة الشرقية مادام مصرين ومعاندين على هذا التوجه اللي انتم ماشيين بي يلا روح الله وياكم وإن شاء الله أكون مخطئ حقيقة أسأل من الله عز وجل أن أكون مخطئ أتمنى أكون حساباتي مصحيحة ولكن الحمد لله مو فقط الآن من سنوات حساباتي السياسية ويتعجبون كانوا والإخوة سألوهم أنه شلون من سنوات وأنا أتنبأ بأشياء في المستقبل والفعل هذا اللي يصير قراءاتي عادة دقيقة في هذا الجانب سواء في المعركة الحضارية أو المعركة السياسية فالأمر بيدكم هذا الأمر الثاني اللي نحتاجه طرح اللاعب الشيعي الرافضي يفهم أنه أي طرح يطرحه يطرح سقف عالي جداً لازم يكون سقف عالي زين الشيء الثالث المطلوب قبل ما أدخل في هذا الشيء الثالث أريد أن أنبه على مسألة شوفوا أيها الأخوة المشكلة وين أنه لما واحد شيعي يطرح هذا الطرح أنه تعالوا إحنا خليني اجتزئ نفسنا عن الخليج ننفصل نسوي دولة مستقلة مو الشكل؟ هذا الطرح يجابه من نفس الشيعة مع الأسف أنت شنو راح تسوي؟ أنت راح تجعل البكرين يتحذبون ضدنا وتصير القضية طائفية إحنا دا نجاهد حتى العالم لا يفهم أنه ثورتنا طائفية حتى نكسب ود العالم وتأييده أنزين؟ فأنت لما تأكد على أنه أنا عندي مشروع طائفي فشوف بعدين العالم ولا واحد يوقف وياك طبعاً هذا غباء وحالة غنمية يعني أشبه بغنم دا يتكلمون في هذا الجانب ليش؟ لأن العالم يفهم القضية الطائفية في الواقع البكرين الدول الأعرابية وشعوبها لن تفهم الأمرين معاً في كل الأحوال حتى لو تنكر الحالة الطائفية والمشروع الطائف راح يقولون هم مشروعك طائفي مثل ما تكلمنا قبل قليل فكسب ود العالم والمحافل الدولية يكون بطرح المشروع الطائفي أو المشروع القومي هذا شيء يفهمه العالم الكرد الأخوة الكرد في شمال العراق طرحوا المشروع القومي ما طرحوا مشروع وحدوي حصلوا على ما يريدون حصلوا من أيام انتفاضة شعبان من أيام انتفاضة 91 ما الشكل؟ بس الشيعة في الجنوب ما حصلوا ليش؟ لأنهم ما طرحوا هوية أنتوا شنو هويةكم؟ ما قالوا إحنا طائفة مسحوقة قالوا إخوان سنة وشيعة ما عرفتوا شنو؟ مرض الكرد ما قالوا إخوان كرد وعرب ما قالوا؟ قالوا كرد إحنا مظلومين شمال العراق إحنا مظلومين هويتنا مسحوقة ثقافتنا مسحوقة لغتنا مسحوقة زين؟ نريد أن نستخل بأنفسنا حصلوا من ذاك الوقت أركعوا صدام الدول الكبرى أمريكا على رأسها أركعت صدام تعطيهم حكم ذاتي وفروا على أنفسهم الدماء والمشاكل وبنوا مناطقهم وصارت بالنسبة للعراقيين أوروبا يعني العراقي يطلع من الجنوب ومن بغداد يروح كردستان يقول أنا رايح أوروبا شوارع نظيفة والمشاريع والعمران ويعني تجارة مزدهرة كل شيء حقيقة قانون هم خاص ويقول لك بعد شنو يقول لك العراق مالتي ومالتك كردستان بس مالتي يعني أنا هم رئيس الجمهورية وأنا هم جزء في المعادلة السياسية في بغداد وإنت شنو موجزه مما في كردستان إلى درجة أنه طارق لها شيء موجود عندي مالك حقتها لا قانون اتحادي أكو ولا قانون فدرالي ولا قانون بطيخ قاعد معزز مكرم بحمايتي أنا الدولة مستقلة أصلا أنا إلي علمي وإلي برلماني وإلي حكومتي وإلي كل شيء انت منو لعبوها صحيح الكرد نجحوا لأنه حقيقة كان عندهم قيادات ولا تزال قيادات تفهم شلون تحقق الهدف السياسي ما اهتموا بعاد أنه يلا إحنا ما كفار وليقولون عننا أنه إحنا ما دري انفصاليين وكذا هذا حتي بطالي هذا صار العالم يضحكون على هذا الكلام قول مطالبك بصراحة بعد شنو لا تدوخنا وتدوخ العالم وياك قال أنا قومية مسحوق الشيعة لو كانوا في أيام واحد وتسعين في العراق وأسفا ليش أقول إحنا ما عدنا قيادات ما عدنا ناس تفهم ما عدنا لو الشيعة سنة واحد وتسعين طارحين الهوية المذهبية والطائفية يابا أنا هم شعب مسحوق في الجنوب شعب مسحوق عقيدتي مسحوق أنا مجلس حسيني ما كان يسمح لي أن أقيم في علانية في السراديب كنا نقيم المجالس مو الشكل وين كانت أقام المجالس أنا ما مسمح لي أقيم بشعائري ما مسمح لي حتى زيارة الأربعين ما مسمح لي شعائر ما مسمح لي مواكب أنا ثقافتي كلها مسحوقة هويتي مسحوقة لو طرح القضية الطائفية على الطاولة الدولية من أيام خيمة صفوان كان حصل على حكم ذاتي في الجنوب بس على قاعدة خذ وأعطي وما يصر أنت تأخذ وما تعطي والشي طبيعي أنه أنت تريد تريد أمريكا تعطيك حكم ذاتي في الجنوب سنة واحد وتسعين يقولوا لك أنه النفط هم ما لك في الجنوب هم لازم تنطي إلنا إحنا نتحكم به بالمقام الأول قل يا بابا مو مشكلة أحسن أنطيكم النفط أنت تتحكم به وتعطيني قسم منه أحسن مما أنطي كل اللي صدام وما يعطيني منه حتى فتات وفوق هذا يقتلني ويسحقني ضيعنا على أنفسنا من واحد وتسعين إلى ألفين وثلاثة ونفس المرض تكرر نفس المرض من ألفين وثلاثة ما طرح المشروع الطائفي والمذهبي في العراق أنه إحنا أكثرية وإحنا لازم نحكم ونربطها بمعادلة إقليمية تريد أنه أنا أسوي محاصصة عندي مو هالشكل يا أبو أمريكا أنت تريد أنه أسوي محاصصة في العراق بينه وبين الطوائف الأخرى مو مشكلة أنا أقبل بشرط واحد فيما يسمى السعودية تسوي محاصصة مقايضة سوى اجعل العراق ثقلا إقليميا اربطه مع المنطقة لا تعتبر نفسك بس عراق قل لا أنا العراق والوضع الشيعة أنا أمثل الشيعة العرب قل هالشكل أعبر قل أنا أمثل الشيعة العرب كلما أنا أحامي عن كل الشيعة العرب مثل ما آل سعودي يقولون نحن نحامي عن السنة العرب في العراق مو هالشكل ليش أنت ما تتكلف بنفس اللغة أنت يمتى تصير آدمي متى تفهم إشلو أنت تصرف أطرح قل قل ما تعطوني أنا في ما يسمى السعودية في دول الخليج ما تعطوني محاصصة أنا ما أعطيكم في العراق محاصصة أنا أعلن العصيان من أول يوم سقوط النظام طائفة الشيعية كلها ما تدخل في العملية السياسية من أول يوم كل الطائفة الشيعية بأحزابها بتياراتها بكتلها بمرجعياتها باللي أكو واللي ماكو شي يصير بالدوائر الاستعمارية حين ذاك شي يصير بالدوائر الدولية شي يصير بواشنطن والبيت الأبيض يعيد كل حسابات افرض نفسك أما جاعل نفسك دائما ذليل وخاضع دائما جاعل نفسك ذليل وخاضع ليش بسبب الطموحات القصيرة أنه كل سياسي عراقي يريد هو بس هو يصير هو يصير يستلم يستلم هذا الكرسي ويصير هو في الواجهة يعني يرتاح هذا هو المهم عندهم أما أنه هو حقيقي يهتم بمصير طائفة إلى الآن ترى في هذا العصر الحديث مع الأسف الشديد من الطبقة السياسية ولا تحدث الطبقة الدينية الطبقة السياسية ما عندنا قائد كان قلبه محروق على مصير الطائفة حقيقي يعني بالفعل مهتم بمصير أمة بأكملها يعني عندك واحد من طبقة السياسيين الشيعة واحد مثل قاندي مثلا قاندي كان قلبه محروق حقيقة على أمة الهند بالفعل ما عندكم يعني ماكو واحد قائد سياسي شيعي اللي الصدق يطلع بهذا النفس تحس قلبه محروق على مصير طائفة دي يشوف طائفة بأكملها مسحوقة مظلومة مذلة مستذلة ويحاول بأي سبيل إنهاضها حتى تصير عزيزة نفس وقادرة على أن تحكم نفسها بنفسها وتصير سيدة نفسها ما تحصل الآن هذا الطرح الذي نحن نطرحه كذلك يفهم هكذا إذا الآن تبنى ونحن نتمنى أنه يطلع واحد قائد ذاك اليوم يسمعوني الأخوة بالمكتب باتصال يجيني من المكتب يقولوني أنه اتصل علينا فلان الفلاني وأبدأ تأييده لمشروعكم وأنه مستعد أن يكون القائد الميداني والسياسي لتطبيق هذا المشروع فشنو توجيهاتكم نتمنى نصح ذات يوم ونشوف هذا الحلم يتحقق ونشوف صدق أنه أكو قائد سياسي يمكن أن يكون الذراع اليوم لأنه قلت لكم سابقا من طرفنا من طرفي أنا شخصيا لا أدخل في أي عمل سياسي والطاقم اللي حولي كذلك ما أسمح له لأي فرد سواء هنا أو في بلاد أخرى أن يدخل في مشروع سياسي عملي أبدا إحنا نقدم الأطروحات عسى ولعل أحد يفهم ويكون مؤمن تقي وسياسي حاذق يتلقف هذه الأطروحات ويترجمها على الواقع العملي يريد أن يتعاون من باب التوجيهات حين ذاك أهلا وسهلا فكلامنا هنا نفرض يطلع واحد هكذا قائد سياسي اللي حقيقة معتبر فاهم ويحمل مثل هذا الهم ويعلنها صريحة ويلم حول الشعب الشيعي في الخليج ويكون مقدمة لنهضة شيعية حقيقية نتمنى هذا الشيء أول ما سيجابه به هذا الإنسان شنو؟ أنه أنت تحدث حالة طائفية وانفصالية وهذا غير صحيح وخلاف توجيهات العلماء على تعبيره ما هو الشكل؟ خلاف توجيهات العلماء وهذا مو صحيح علماؤنا يؤكدون على أنه ليس لدينا مشروع طائفي ما يصير نطرح مشاريع طائفي أولا هذه أكذوبة من قال علماءنا ما يأكدون المشكلة هي من هم هؤلاء العلماء أي علماء الآن حقيقة علماء يدخلون في القضايا السياسية البحرانية أو غيره بالفعل يوجهون بمثل هذا التوجيه هؤلاء عادة منحرفون إما بتريون إما من جماعة الفلسفة والعرفان والخرفان إما من هالجماعات هذه المتردية والنطيحة هالجماعات زين؟ أما عادة على حسب قراءتي طبعا أنا ما عندي يعني ما أقدر يعني أدعي أني أنطق بلسان الغير لكن بحسب علمي أن المرجعيات الكبرى الشريفة تفهم هذا الطرح الذي نطرحه ولكنها بطبيعة الحال لا يمكن لها أن تصرح بسبب التوازنات كثيرة وتعقيدات كثيرة تمنع عليها أن تبدي تأييدا صريحا لمثل هذا التوجه على يتحال ينبغي أن يجاب هذا الذي يزعم أن هذا مشروع مناقض لتوجيهات العلماء وأنه ما أدري هذا غير صحيح ينبغي أن يجاب بهذه الكلمة أنه من قال بأنه على فرض هذا تشخيص العلماء وليس كذلك لكن من قال أن هذا تشخيص سليم من قال من قال أن تشخيص أنه لا بد من تذويب مشروعنا وجعله لا يستبغ بالصبغة الطائفية ويدعو إلى حقوق الطائفة المنكوبة هذه بملء الفم وبصراحة بعنوان التشيع والرافضة في الساحة العالمية من قال بأن هذا تشخيص سليم ومن قال بأنه المشروع البقاء ضمن الحدود الإقليمية المقسمة بها المنطقة حدود كل دولة هو المشروع السليم على فرض هذا واحد عالم من العلماء يقول هذا الكلام العالم هذا ما يخطئ وما ممكن أن يزجنا في هاوية لأنه لا يفقه الوضع السياسي جيدا لكل ميدان خبراء شوفوا أيها الإخوة لا شك يعني الآن هذه كلمتي لأهل البحرين الأعزاء حتى يفهمون وكما قدت هذه كلها يشهد الله نفثات مصدور أنا مريض في صدري تعبان من هذا الذي إحنا به هذا الوضع اللي إحنا نعيشه فهالشكل نفثات أنا فقط أخرج شوية ما في صدري لعله يعني البعض يتلقف ويفهم شوفوا أيها الإخوة يا أيها البحارنا يا أيها يا أهل الأحساء والقطيف يا أهل البحرين الكبرى شوفوا مهما بلغ اعتقادكم في واحد من هؤلاء المعممين وخدعتم بأنه من كبار العلماء وتوجيهاته لا بد أن تكون كقرآن نازل افترضوا افترضوا أنه تشخيصه خاطئ افترضوا واسمعوا لطرح آخر كهذا الطرح الذي نسمعه كهذا الطرح الذي تكونه منا وثم قيموا بين الطرحين والمشروعين فما تجد قلبك أقرب إليه وعقلك امضي فيه بلا تردد لا تقول الآن لا ما لازم أتجاوز ذاك ليش؟ لأنه قد ذاك بالفعل يخطئ ويسبب كارثة كما نحن الآن نعيش في كارثة دعوني أضرب لكم مثالا مهما بلغ اعتقادكم في هؤلاء المطروحين الآن على أساس أنه هذا فلان الفلاني موجه الثورة وقائد الثورة موشكة مهما بلغ اعتقادكم فيه فليكن أي اعتقاد عندكم كل جماعة بقائدهم فريحون لكن لا شك هو في الفكر والثقافة والوعي وثاقبية النظر أقل بكثير من المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين أكو أحد ما يعرفه المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين صاحب المراجعات كل العالم الشيعي يعرفونه ومضرب المثل يعني بثاقبية النظر بالوعي بالثقافة بالعلم يكفي هاي المراجعات يعني التحفة التي أتحف بها العالم الشيعي مرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين مع كل خدماته ومع كل علمه ومع كل وعيه ومع كل ثقافته العالية لم يكن معصوما وكان يخطئ وحقيقة لدي عليه ملاحظات كثيرة إحدى تلك الملاحظات أنه طرح مشروعا سياسيا لو كان قد طبق لأرجعنا قرونا إلى الوراء افهموا كلمتي جيدة صدقوا حقيقة لا تنظر إلى السيد عبد الحسين شرف الدين تلك النظر المهيبة المقدسة وكأن رجلا لا يخطئ لا تنظر إليه من زاوية المراجعات انظر إليه من زاوية مواقفه السياسية حقيقة كان يقوم بمواقف الحمد لله أنها لم يكتب لها النجاح كان عنده مشروع سياسي الحمد لله لم يكتب له النجاح وإلا لو كتب له النجاح لرجعنا قرونا إلى الوراء ما هو ذلك المشروع السياسي أنه لما قاربت فترة الانتداب على الانتهاء هو كان يعيش في تلك الحقبة الانتداب البريطاني والفرنسي الاستعمار البريطاني والفرنسي زين فترة بداية استقلال الدول العربية على أساس مو الشكل فكانت تقسم المنطقة وكل منطقة تعطى لجهة معينة حتى تحكمها فكانت تقام استفتاءات إحدى تلك الاستفتاءات جرى في لبنان على أنه هل أنتم يا شعب لبنان تريدون البقاء متحدين مع سوريا أم لا تستقلون لأنه تعرف بلاد الشام كانت وحدة واحدة في السابق بلاد الشام كانت تضم كل هذه الدول سوريا الحالية لبنان فلسطين والأردن أو شرق الأردن يعني شرق فلسطين مو الشكل هذه كلها الدول الأربع كانت بلاد الشام إجا الاستعمار البريطاني والاستعمار الفرنسي حكم بريطانيا حكمت فلسطين وعلى الأردن فرنسا هم حكمت سوريا ولبنان وكانت لبنان مقاطعة يعني مقاطعة من مقاطعات سوريا الطبيعية فلسطين نفس الشيء يعني كل هذه كلها عاصمتها تصير دماغية دمشق عاصمتها دمشق عاصمة بلاد الشام هذه كلها بلاد الشام صار واضح؟ بعدين هم اتفقوا فيما بينهم قسموا المنطقة بهذا الشكل وأعطوا دولة لليهود ودولة على أساس الفلسطيني اللي رفضوها والآن يتباكون عليها طبعا لو كانوا قابلين بقرار التقسيم كانوا هاي أفضل والقدس كانت منطقة محايدة منطقة تحت الإدارة الدولية يعني وأعطوا شرق الأردن لهذا ملك ملك قبله ملك عبدالله ملك عبدالله وأعطوا أيضا قبل ذلك كان أعطوا شنو ملك فيصل أعطوا سوريا بعدين همشالوا ودوا إلى العراق ملك فيصل وقالوا لبنان دولة فيها أقلية أو يعني في بلاد الشام أكو أقلية نصرانية في شمال لبنان مو الشكل فإحنا نعطي هؤلاء كذلك دولة مستقلة فأجروا استفتاء وكلفوا جامعة أمريكية بإجراء الاستفتاء صار معلوم لبنان جنوبه ماذا؟ شيعة زعيمهم كان في تلك الفترة من؟ السيد عبد الحسين شرف الدين قال إحنا نرفض الاستقلال والانفصال عن سوريا ونريد البقاء متحدين لأنه كان هدف أنه النصارى ما يحصلون على دولة مستقلة كان تصورا أنه النصارى إذا حصلوا على دولة مستقلة جنبا إلى جنب الشيعة وعزل الشيعة يعني العرب في لبنان عن الوطن الأم اللي هو سوريا فستدور الدائرة عليهم وأنه ما يحصلون على حقوق يعني قصد يعني نظريتها كذا أنه مصلحتنا في البقاء متحدين كان أيامها الذي يحكم سوريا من؟ الملك فيصل هو هذا ملك فيصل قبل أن يعزل ويولى العراق من قبل البريطانيين فكان يرسل له رسائل الله أكبر على الرسائل تعال اقرأ إحنا نرفض نتيجة الاستفتاء وإحنا نريد الدولة المتحدة وإحنا كذا ولا للانفصال ولا للدولة الطائفية ولا ولا شوف خلي أقرأ لك نموذج من هذه الرسائل كما هو وارد في موسوعة الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين إعداد وتحقيق مركز العلوم والثقافة الإسلامية قسم إحياء التراث الإسلامي وصادر هذه الموسوعة عن دار المؤرخ العربي في بيروت لبنان شوفوا إحدى تلك الرسائل هذه خطبة ألقاها أمام الملك فيصل في دمشق بتاريخ السابع عشر من شعبان سنة ألف وثلاثمائة وثمان وثلاثين الموافق ثمانية آيار سنة ألف وتسعمائة وعشرين زين طبعا فالشيء عجيب يعظم هذا الملك في رسائله الأخرى يعني شوف مثلا في رسالة قبلها أو خطبة قبلها لما جاء هذا فيصل قبل أن يصيرها الملك كان مجرد أمير نزل بيروت كان يخاطب هكذا يقول له بسم الله الرحمن الرحيم يخاطب الملك فيصل شوف يعني شوان يخاطب سيد أبو حسين شرف الدين يقول له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جدك خاتم النبيين وأبيك سيد الوصيين وعلى الأئمة من بنيه وآله الناس جين على من واله وعليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته أما بعد فإني أهنيك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله بلسان أمتك العربية أمة الأحساب والحفائض والحمية أمة قتل في سبيل حريتها أبطالها جهاداً وصبراً وكفى بذلك فخراً وأجراً باسم الكافة من شيعتك يقول إحنا شيعتك أنت أنتو أنتو هذا الملك البكري أو الأمير البكري يتخيل لي من شرفاء مكة يقول باسم الكافة من شيعتك المنتظرين لدولتك ممتظرين لدولة صاحب الزمان على إيسام لا ممتظرين لدولة هذا إلا أن مصر ملك كان أمير نزل إلى بيروت المنتظرين لدولتك المتأهبين لاستئناف الجهاد بقيادتك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً وهنيك باسم مواليك من إخوان العامليين يعني نسبة إلى أهالي جبل عامل الذين طوقوا بالبيعة أعناقهم وقصروا على السمع والطاعة أنفسهم إلى آخر كلامة هذه خطبة سابقة بس شوف يعني الخطاب طيب هذا صار ملك الآن زين صار ملك فذهب إليه المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين سنة 1920 راح إلى دمشق وألقى خطاباً هناك زين فماذا يقول فيه أما بعد فإني أتقدم بتحية جبل عامل وولائه للمليك المفدّى ثمالت السلف وبقية الخلف إلى أن يقول أجل إليك يا ابن رسول الله أرفع تحية شيعتك المتمسكين بالعروة الوثقى من ولايتك العاقدين نية القربة على مبايعتك بيعة قائمة مستمرة حتى بلوغ الهدف ذمتي بما أقول رهين وأنا به زعين والهدف يقوم على دعامتين اثنتين شوف الهدف اللي عنده شوف مشروع السياسي يقول تطهير أرضنا الطيبة من رجس الاحتلال وجمع شتاتها تحت لواء وحدة وحرية واستقلال زين ولن تقوم لسورية دولة ولن تكون أرضها واحدة ما دام الفرنجة يكبلون جناحي الشام بساحله وفلسطينه يعني الساحل لبنان وفلسطين يقول هذولا يكبلونا لا احنا لازم نرجع كلها شنو وحدة واحدة ما نريد الاجتزاء ما نريد دولة لبنان المستقلة لا نريد وقد أجمع الرأي العام عندنا على المنادات بذلك يقول أنا والشيعة جميعا في جبل عامل ننادي بذلك والجهاد في سبيل تحقيقه وواجه به لجنة الاستفتاء الأمريكية يقول لجنة الاستفتاء الأمريكية التي خلصت إلى أنه شعب لبنان يريد دولة مستقلة فنحن ما نريد نواجه مستعدين للجهاد للجهاد شنو حتى تبقى لبنان تابعة لماذا لسوريا يقول ولا عبرة بمن شذ عن ذلك من كل مستأجر مستأجر شرك الشيطان في جنانه ونطق على لسانه شوف هذا خطاب من خطاباته رايح إلى دمشق حتى يعلن الولاء والطاعة لهذا الملك بهذه اللغة اللي حقيقة أنا أنزه نفسي عنها ومع الأسف كانت سقطة كبيرة من عالم مثل سيد عبد الحسين شرف الدين شنو إحنا شيعة الملك فيصل ملك المفدى المنتظرين لدولته طوز بالملك فيصل أبوه باللي جابه منو هذوله بس شوف هذا حتى تعرف النتيجة وين إلى أين أنا أريد أن أصل معك ثم يوجه لطيف هم عنده كتاب آخر وجهه إلى هذا الملك قبلها لما كان أمير في واحد وعشرين رمضان يعني يوم شهادة أمير الممني عليه السلام سنة 1337 فيقول له وإني على ذلك أؤكد بيعتك وأحمل في سبيله رايتك فقل تسمع ومر تطع نحن سمعا وطاعة لك زين هناك مذكرة كتبها السيد شرف الدين وسلمها لشخص يدعى كينك كراين في لجنة الاستفتاء الأمريكية زين هذه اللجنة كانت تجري ذلك الاستفتاء كما بيّنت لكم المذكرة مؤرخة بتاريخ خمسة شوال سنة 1337 يقول فيها سلام عليكم شعبا صدع رئيسه بمبادئ الحرية وتحية لكم تقررون العمل بالقول يحيي أمريكا ورئيسها الذي ينادي بمبادئ الحرية يقول أما بعد فإني أؤكد البحث الذي أدرته وأخي حجة الإسلام الشيخ حسين مغنية معكم لدينا في صور وأسجل في هذه الوثيقة خلاصة الرأي الذي أدلينا به هي عشية الاجتماع منعا لكل لبس لدى المترجم ودفعا لأي تقول من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه وإليكم ذلك في هذه البنود يقول أنتم اجتمعتوا معنا لجنة الاستفتاء حتى تعرفون رأينا في قضية الاستقلال وانفصال لبنان عن سوريا فإحنا نرسل رسالة تأكيدية حتى ليكون المترجم أو صلكم ترى مفاهيم خاطئة إحنا نثبت هذه البنود أولا لن نرضى بغير استقلال سوريا التام الناجز بحدودها الطبيعية التي تضم قسميها الجنوب فلسطين والشمال لبنان وكل ما يعرف ببر الشام دون حماية أو وصاية بر الشام يعني الأردن يقول ما نرضى بغير هذا الاستقلال بكل هذه الأجزاء هذه كلها سوريا هذه كلها الشام ثانيا تكون الدولة ملكية ذات عدالة ومساواة يستوي فيها جميع الناس كافة في الحقوق والواجبات ثالثا الأمير فيصل بن الحسين هو مرشح العرب الطبيعي لملك سوريا لما له من جهاد في سبيل القضية العربية ومن عبقرية سياسية وخلقية تؤهلانه لتسنم هذا العرش رابعا لاحق إطلاقا لما تدعيه فرنسا في أي بقعة من سوريا ولن نقبل أي مساعدة منها لأن فرنسا تريد أن تجزئ ماذا؟ لبنان وتجعلها دولة للنصارى الشاهد هذا كان موقف المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين ألا نخبروني بالله عليكم هذا الموقف وهذا المشروع السياسي منه كان ذكاء أم لا؟ لو قدر له أن يطبق وكانت لبنان بالفعل جزء من سوريا تدري هذا شنو معناه؟ بالفعل يرجع التشيع قرون إلى الوراء ليش؟ لأنه لبنان كان المتنفس الوحيد للتشيع منذ ذلك العهد إلى ما قبل عشرين سنة أو أقل إلى ما قبل حتى عشر سنوات حقيقة كان متنفسنا الوحيد الرئى الوحيدة التي نتنفس منها كانت لبنان كتبنا أين كانت تطبع في لبنان ما كنا نتمكن نطبع هذه الكتب كتب شيعية حتى كتاب فقهي ما كنا نتمكن ما كنا نتمكن طبعا لا بالعراق لا بالبحرين لا بالكويت لا بالجزيرة يعني متنفسنا دائما الكتب حركة النشر الشيعية دائما وين؟ أي عالم موجود بالنجف كذا يطبع كتبه في لبنان أنا أتكلم عن الجانب العربي ما أتكلم عن الجانب الفارسي وإيران أتكلم عن الجانب العربي الرئى الوحيدة التي كنا نتنفس منها نتاجنا الثقافي الديني تراثنا كله حفظ في لبنان والسبب ما هو أنه ليس دولة بكرية دولة كانت نصرانية وثم صار فيها محاصصة معينة سمح فيها للشيع بأن يكونوا جزءا من تركيبة الحكم ولو بمجلس النواب يعني رئيس مجلس النواب لازم يكون من الشيع ودولة ضعيفة يعني لبنان دولة ضعيفة ما فيها دولة أصلا كانت دائما في مشاكل وحالة طائفية طاغية وإلى الآن فيعني حارت كل من إيده إله يعني هالشكل يتمكن الشخص أنه بأي قوة هو يحكم نفسه بنفسه في لبنان ويلا فيه أمان الله ماكو نظام قوي هذا كان يعطينا شيء من المتنفس كنا نطبع كتبنا هناك نقيم فعالياتنا هنا وإن كان الشيعة مسحوقين في لبنان الشيعة ظلوا مسحوقين في لبنان إلى أن أقيمت حركة المحرومين التي تفرعت منها أو على أنقاضها جاءت حركة أمل مال موسى الصدر ومن ثم صار أمل الإسلامية التي تحولت إلى حزب الله الآن فأنهضت الوضع الشيعي في لبنان وصار الآن للشيعة قوة لا يستهان فيها داخل لبنان ويفرضون نفسهم على الغير أيضا يعني هم يحكموا إلى حد ما هم اللاعب الأساسي في لبنان صار واضح؟ سابقا كان لا الشيعة دائما في الجنوب وفي البقاع وفي هالمناطق دائما محرومين الدولة أصلا ما كانت تعتبره مواطني المواطني من الدرجة العاشرة حد الخدمات والبنية التحتية كان يأن سواء عبد الحسين شرف الدين أو محمد جواد مغنية أو أمثال هؤلاء زعماء الشيع اللي كانوا موجودين في الجنوب كانوا يأنون من أنه ليش الدولة ما تلتفت إلينا الأمراض كانت منتشرة الأمية ماكو علاج ماكو مدارس ماكو شيء وفوق هذا هم الذين يتحملون كل الضربات من الصهاينة يعني كل شيء كان عليهم فالشاهد هنا أيها الإخوة شوفوا لو قدر لمشروع السيد عبد الحسين شرف الدين أنه هو الذي ينجح لو قدر والحمد لله الله عز وجل ما قدر ذلك كانت النتيجة شنو راح تصير لبنان كانت جزء من سوريا سوريا ما كان يقدر واحد فيها يتنفس يتنفس مو بس تطبع كتاب شيعي دولة مخابراتية حديدية عرفتش له ما كنا نقدر نتنفس في لبنان بصراحة كنا سنظل مسحوقين لا في لبنان لأنه صارت جزء من سوريا كنا سنظل مسحوقين ما نقدر نتنفس ما نقدر ما عندنا هامش من الحرية ولو بمقدار طبع كتب لأنه في سوريا حتى تطبع كتاب واحد لازم أبو جد جدك يطلع مخابرات لازم توافق على الكتاب لا تحسبون السنوات الأخيرة السنوات الأخيرة صار أكو اتفاقات معينة بسبب التحالف السوري الإيراني صارت هناك بعض التدخلات أيضا من الحوزة الزينبية ما أدري كذا مجموعة عوامل دخلت اللي أعطت فرجة شوية هامش من الحرية أيضا لكن مع ذلك مو حرية مطلقة مو بالمستوى اللي موجود في لبنان فلو قدر لمشروع السيد عبد الحسين شرف الدين في البقاء في الوحدة وهذا الوطن منبيعة مو الشكل كنا سندفع الثمن كثيرا كنا سنتأخر قرون إلى الوراء لأنه كل هذا النتاج كان المتنفس الوحيد لنا لبنان ما كنا نتمكن نسوي شيء لا فعاليات كلنا سنجريها هناك ولا كتب كلنا سنطبعها ولا نقدر نحفظ تراثنا ولا علمنا ولا ثقافتنا ولا كان ينطبع كتاب المراجعات هو كتاب المراجعات وينطبعه وينطبعه هو هو أخو في لبنان طبعه كتاب المراجعات اللي هو لشرف الدين نفسي وثم لو بقت أيضا لبنان تابعة لسوريا ما كان يقدر أنه ينشأ شيء يسمى حزب الله ما كان شيء ينشأ باسم حركة أمل بحيث الشيعة ينهضون مع قطع النظر عنه لا نوافق نحن هذه الأحزاب لا نراها كذلك أحزاب شرعية عندنا عليها ملاحظات كثيرة لكن قصدي هو الاستقلال الشيعي أنه صار الشيعة مكانه في بلد معين يستطيعون فيه أن يستشعروا شيئا من العزة والكرام يستشعر في نفسه أنا أحكم نفسي بنفسي خلص عرفتش له الآن حزب الله يحكم لبنان ما يتمكن أي حد أن يتجاهل هذه القوة الشيعية الموجودة كذلك حركة أمل لها حظوة كبيرة في لبنان فإذن كان مشروع هذا العالم الذي هو عند أولئك القوم بمراحل يفوق أمثال العيسى قاسم وهادي المدرسي وما أدنون أي واحد المطروح كقيادة علمائية لشيعة البحرين لا شك لكن مع ذلك كان سيوقعنا في كارثة لو قدر أن يتنفذ مشروعه هذا وكانت لبنان تابعة إلى اليوم لسوريا الحمد لله أنه هذا ما صار وخلافا لرغبته ورغبة الشيعة الذين ما كانوا يفهمون آنذاك في لبنان لبنان استقل اجتزئ انفصل عن سوريا والسبب أن اللاعب النصراني قالها صريحة أنا أريد تقرير المصير وأريد دولة مستقلة فاجتزئ لبنان من سوريا موالشكل فصار دولة بالنسبة لنا كانت في مصلحتنا بكثير وإلى الآن في مصلحتنا فكذلك أقول نحن حينما نطرح انفصالا يعني يقولون شنو يقولون شيخ ياسر الحيب صاحب مشروع شنو انفصالي يقولون يريد أن يقسم المنطقة طائفيا لعبوا على الكلمات لأن الكلمات تنفر انفصالي طائفي ما أدري شنو بعد الكلمات هذه تنفر الناس والمجتمعات بالذات الشيعة سبحان الله متربين يرضعون شيئين من الصغر التقية ديني ودين آبائي الشيء الثاني لا للطائفية إخوان سنة وشيعة هذا شيئين يرضعونهم من الصغر فظلوا عليهما طبعا الأمر الأول حديث شريف وإن كان يفهم خطأ ولفظه الأصح التقية من ديني وديني آبائي على يتحال فيحاولون شنو تنفير الناس تنفيرهم عن القبول بهكذا مشروع بمثل هذا الاستبشاع تصويره بصورة بشعة ويقولون هذا مشروع يعني لا يمكن القبول به وهو خلاف رغبة العلماء أولا نقول هو لا صحح معلوماتكم أنا أقطع أنه العلماء يتجاوبون مع هذا المشروع طبعا العلماء المخلصين الذين تجدونهم حقيقة قلوبهم تحترق على الوضع الشيعي في المنطقة والإعلام لا يسمح لهم وهؤلاء بالنتيجة هم الذين نحن نتعبد بهم يعني إلى الإمام صاحب الزمان وإلى الله تبارك وتعالى مراجع تقليد العدول نحن نتحدث ما نتحدث عن أمثال هذا وذاك من المتسيسين وعلى فرض أنه أكو مثلا قيادة علمائية حقيقية ترفض مثل هذا الطارح فهذه القيادة نعم يمكن أن تزجنا في كوارث بسبب عدم الفقه السياسي كما كاد السيد عبد الحسين شرف الدين على مقامه العالي أن يزجنا في كارثة حقيقة والحمد لله أن الله عز وجل لم يوفقه لمثل هذا فاحتفظنا بلبنان وإن كانت دولة صارت للنصارى الموارنة يعني فيها يعني كانوا هم اللاعب الأساسي والدولة دولتهم كانت بالدرجة الأولى ولكن أعطتنا متنفس يا أخي الشيء الوحيد اللي كان نتنفس من خلاله كان لبنان لا تنظروا الآن الآن عهد إنترنت وكذا تغيرت معادلات كثيرة بس انت إرجع مثلا إلى عهد مثلا الأربعينات الخمسينات الستينات لبنان كان متنفسنا الوحيد إلى السبعينات صارت الحرب العراقية الإيرانية لبنان كان متنفسنا ثمانينات كذلك الحرب العراقية في الثمانينات السبعينات كانت حالة القلاقل اللي موجودة الثورات اللي موجودة بإيران وغيرها كلها كانت لبنان هي معا ولازالت لبنان يعني رئة رئة يتنفس منها الشيعة والرافضة في العالم فكلنا سنرجع قرونا إلى الوراء هؤلاء اللي الآن يمضون بهذا المشروع كذلك وهو مشروع البقاء على الحدود الحالية ما يطرحون مشروع البحرين الكبرى ما يطرحون مشروع استفتاء حق المصير للشعب الشيعي في الخليج كله ما يطرحون هذا الشيء فمع الأسف الشديد هؤلاء أيضا يزجوننا في كارثة وما زلنا ندفع أثمانها الباهظة علي محمد جناح محمد علي جناح هذا طرح مشروع باكستان اشتزأها من الهند انفصل صار أكد دولة خاصة للمسلمين الهند قالها بصراح والاستعمارهم تعاطى معه كانت بريطانيا تحكم الهند الهند الكبرى طبعا التي تشمل بما في ذلك باكستان وبنجلادش هذا قال لا غاندي هم توسل به كثيرا ابقى في الهند ابقوا خل الهند موحدة وإحنا نعطي المسلمين رئاسة الجمهورية مسلمين لك ضمان من عندي أنه رئاسة الجمهورية تصير المسلمين خلص مع أن المسلمين أقلية يعتبرون بالقياس إلى الهندوس الهندوس أكثرية في الهند قال لا أنا أريد كذا وتعاطى مع الاستعمار والاستعمار قبل بالنتيجة وبريطانيا أعطتهم دولة مستقلة اللي باكستان الشرقية والغربية الشرقية اللي هي بنجلادش والغربية اللي هي باكستان الحالية بعدينها من فصل الشطران صار بنجلادش لوحد وباكستان الغربية صارت باكستان بعد لوحدها حصلوا نتيجة ما حصلوا نتيجة حصلوا نتيجة بعنوان طائفي أم لا بعنوان طائفي بمشروع طائفي قال أنا جزءهم كلهم هنود ولكن قال أنا هندي مسلم أنا ما أقبل نفسي أن أكون في دولة متحدة مع الهندي الهندوسي ما أقبل إحنا من نفس الشيء خلي نكون ليش إحنا الوحيدين اللي ما يحق لنا أن نطرح مشروع طائفي نستقل بأنفسنا نريد دولة مستقلة للشيعة في الخليج ما يصير لا تقول الغرب ما يخلي الغرب يخلي بس أنت اطرح القضية على حساب وعلى أساس خذ وأعطي اعرف من أين تؤكل الكتف لا تربط نفسك بإيران لأنه إيران شيء يسبب حساسية وإطرح هكذا طرح وتحمل ما أقول لك الطريق رح يكون سهل مو معبد مو مفروش بالورود هذا الطريق معبد بمخاطر مشاكل كثيرة ولكن يسوأ هذا الأمر يسوأ لأنه من الناحية السياسية يمكن أن يتحقق ويسوأ من جهة أنه يكون هدفك الأساسي دولة رافضية عقائدية مشروع عقائدي تستقل به بنفسك تقول أنا أجعل الحكم وسيلة للمنادات بحق آل محمد عليه السلام ولإسقاط أعدائهم وللمد الرافضي في الأمة يسوأ هذا يسوأ واحد يتلف نفسه عليه هذا يسوأ أما حقيقة المشروع الحالي ما يسوأ واحد يتلف نفسه عليه مع ذلك وظيفتنا نحن ووظيفتكم أنتم مو معنى أنه إحنا من ناصر الأخوة في البحرين حتى على هذا المسار الخاطئ اللي ماشينا عليه لا وظيفتنا أمام الله تعالى أنه نقف معهم قدر المستطاع ندافع عن الشهداء منهم عن المظلومين منهم عن السجناء منهم عن المكروبين منهم نقف مع تحفظنا على هذا المسار لا نرى أنه مسار عقلائي أصلا فضلا عن أن يكون شرعيا سياسيا غلط اللي أنتم ماشيين به كيفكم هم تريدون أن تزجوا أنفسكم في هذه المهلكة كيفكم امشوا وليسقط نظام على هذه الحال ولن تنجح ثورة البحرين على هذه الحال وسترون كل ثورات الشعوب العربية تنجح في سوريا وفي غير سوريا إلا أنتم ما دام ماشيين بهذا الطريق جربوا مرة واحدة جربوا امشوا إلى المشروع الطائفي وليهمكم الغير خلي يقول عنك طائفي هو في كل الأحوال يقول عنك جرب المشروع الآخر وشوف بعدين أنه شنو النتيجة شوف النتيجة شنو السودان نصاري السودان في الجنوب قالوا نحن نريد نطرحوا مشروع طائفي خلص أخيرا بعد مذابح ومشاكل ومجازر أخيرا نحصل جهاد عشرين سنة أكثر جاهدوا 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 إلى أن حصلوا الآن دولة مستقلة لا تحسب حساب الغير شوف لا تقول أخوال البكرية في البحرين ما رح يقبلون البكرية أيضا في المنطقة الشرقية ما رح يقبلون أكو بكرية أقلية بكرية ذولة شلون يا أخي لازم يخضعون للوضع للوضع الجديد مثل ما المسلمين في جنوب السودان خضعوا للوضع الجديد أكو أقلية الآن مسلمة في جنوب السودان الآن بالتقسيم الجديد أكو أقلية مسلمة في جنوب السودان وكان يطلعونهم بالأخبار والدولة جولة جنوب السودان الجديدة هاي سلفا كير هذا قال نحن نضمن لأخوتنا المسلمين كل حقوقهم وحرياتهم وتعبدهم بشريعتهم وبشرائعهم ولهم محاكمهم الخاصة ولهم منهجهم الخاصة ولهم كل شيء يعني الدولة تضمن لهم أنه لا إحنا أكثرية هي دولة نصرانية بس الأقلية لها حقوقها انتهى نقول هذا الشيء وأنا شخصيا أضمن أقول للبكريين في داخل البحرين وفي المنطقة الشرقية أضمن لكم أنه لن يجور عليكم أحد مع التشكل البحرين الكبرى بل سترون إن شاء الله تعالى أن الحقوق التي تعطى لكم والحريات التي تعطى لكم في عهد البحرين الكبرى أكثر من الحريات والحقوق التي أعطيت لكم في عهود مشايخ الخليج هذا نضمنه لكم ومن آذى بكريا فقد آذاني على وزن من آذى ذميا فقد آذاني لا حقيقة نقول هذا الكامل لأنه إحنا ما عندنا شوفه إحنا ليست حربنا على الإنسان إحنا حربنا على الفكرة ميز إحنا منهجنا هذا ليس حربا على الإنسان الإنسان مهما يحمل من فكرة يحمل فكرة وثنية يحمل فكرة بوذية يحمل فكرة هندوسية يحمل فكرة بكرية نصرانية مجوسية صحيح على الإنسان بما هو إنسان أنا لا أحاربه يعني حقوق الإنسانية معطات له صار واضح له حقوق الإنسانية حق المواطنة محفوظ له حق العمل حق العيش حق السياسي محفوظ له أنا حربي على الفكرة التي يعتقدها هذا الإنسان فنفصل ما بين الجدل الكلامي والأفعال على الشارع أكثر من هذا ما عدنا نحن كمشروع ترى نحن مشروع حرب على الفكرة أنا أحارب الوثنية أحارب الهندوسية أسفه اليهودية أسفه النصرانية أسفه البكرية أسفه الصوفية أسفه ما أدري البترية الفكرة أما هو كإنسان كل حقوقه تعطى له كل حقوق حقه في الدراسة حقه في العلاج حقه في المشاركة السياسية حقوقه المدنية المختلفة حق خلص هذا ما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وآله وإمتنا الطاهرون صلى الله عليه وعلماؤنا الكبار فإذا ما عندي مشكلة مع البكري يعني البكري في عهد البحرين الكبرى ما عندي مشكلة معه أنا ما عندي مشكلة بما هو إنسان وله مساجده له دينه له شعائره يسوي اللي يسويه حتى إذا يريد أسس فضائية يمدح عائشة من الصباح إلى الليل خلي يسويه ما دام أنا لي الحق من الجانب الآخر أن أسوي فضائية ضد عائشة خلي هذا يكون لفضائية مع عائشة مو مشكلة صار توازن صار عدالة ومساواة أما المشكلة في الاختلال الموجود حاليا أنت إلك الحق تسويه لنا 16 محطة فضائية مع عائشة محطة واحدة فضائية ما تسمح بها تكون ضد عائشة تحجر على الرأي تحجر على الفكر تحجر على الثقافة تحجر على العقيدة عرفتوا شلون؟ الصراع نبقيه صراعا فكريا بس حربنا على الفكرة لا على الإنسان فإذا هذا المسار الجديد الذي يشكل عالما شيعيا جديدا هذا المسار الذي يسوى حقيقة ويستأهل أن نضحي من أجله من أجل بناء هذا العالم الجديد الرافض الحقيقي هو الذي يستأهل أن نضحي بدمائنا بنفوسنا بأموالنا بكل شيء من أجله لأن الهدف هدف عقائدي هدف عقائدي صحيح أما المشروع الآخر لا يستحق أن يتلف الإنسان نفسه من أجله هنا أيها الإخوة أنا أذكر شاهدا روائيا واحدا على أن إتلاف النفس لا يستأهله شيء إلا المشروع العقائدي للسياسي البحث وفي هذا رسالة كذلك إلى جميع الإخوة المؤمنين الذين قد يتصورون أن المضي بمشروع البحرين الكبرى قد يعني هو بطبيعة الحال يستنكفه الكثير من التضحيات فقد يتراجعون في السنوات الأولى أقول لا لا تتراجعون امضوا إلى آخر نفس وسترون النتيجة تتحقق لا تكون عندكم الحالة لا تتكون عندكم الحالة التي تكونت عند بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام الأجلة ولا أقول غير الأجلة وهنا يأتي دور نقد الذات شوفوا أيها الإخوة بعد وقوع انقلاب السقيفة أمير المؤمنين كان عندهم جماعة من أصحابه الأجلة المقداد عمار سلمان أبو ذار خالد بن سعيد بن العاص أمثال هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم صحيح نستطيع أن نقول هكذا أن هؤلاء من حيث المجموع ما كانوا على مستوى التحديات نعم هم أجلاء هم عظماء هم مضحون واحد مثل المقداد شهر سيفه كان مستعد للحرب أمير المؤمنين ما أذن له ولكن من حيث المجموع أقول من حيث المجموع ما كان هؤلاء على مستوى الحدث على مستوى التحدي المطلوب المطلوب كان أن يتمتع ولو اثنين من هؤلاء بالحالة الحمزوية الجعفرية حمزوية نسبة إلى حمزة بن عبد المطلب عليهما السلام والجعفرية نسبة إلى جعفر الطيار ابن أبي طالب عليهما السلام الروايات تحدثنا أو تشعرنا الروايات أنه لو كان حمزة وجعفر موجودين في عهد ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ووقوع انقلاب سقيفة بن ساعدة لكانوا قد حزموا حزموا أنفس حزموا يعني حسموا الموقف بحزم واستطاعوا السيطرة على الموقف ولو بإتلاف النفس وكان سيعود الحق لأمير المؤمنين صلى الله عليه ويتم إسقاط الحكومة الإنقلابية ولكن المشكلة كما قال أمير المؤمنين عليه السلام وحمزتاه ولا حمزة لي اليوم وجعفراه ولا جعفر لي اليوم ما كان أكو هذه الحالة هاتين الحالتين وموجودين شوفوا هذه الرواية التي يرويها شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي الشريف بسنده عن سدير قال كنا عند أبي جعفر عليه السلام أي الإمام الباقر صلوات الله عليه فذكرنا ما أحدث الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وآله واستذلالهم أمير المؤمنين عليه السلام ذكرنا الأحداث التي جرت ماذا صنعوا بأمير المؤمنين كيف استذلوه وكيف انقلبوا على رسول الله وتولوا الحكم فقال رجل من القوم ما رجل من الجالسين حول الإمام الباقر صلوات الله عليه أصلحك الله فأين كان عز بني هاشم وما كانوا فيه من العدد وين راحوا بني هاشم ذلك بني هاشم مضرب الأمثال كان في الحروب وفي العزة والشجاعة وين راحوا هؤلاء فقال أبو جعفر عليه السلام ومن كان بقي من بني هاشم من الذي كان بقي من بني هاشم إنما كان جعفر وحمزة فمضي استشهد حمزة عليه السلام في معركة أحد وجعفر عليه السلام في مؤت إنما كان جعفر وحمزة فمضي وبقي معه رجلان ضعيفان ذليلان حديثا عهد بالإسلام عباس وعقي هذول اللي بقوا من بني هاشم هذول ما بيهم فود كانوا ما بيهم ذاك الخير ما كان الناس هم موهومة إلى الآن كثير من الناس ويعظمون ويحترمون عباس عم النبي صلى الله وعقيل الأخ الأكبر لأمير المؤمنين عليه السلام لا يا أخي هذولا مو فقط دون مستوى الحدث هذولا كانوا إلى حد كبير يعني دنيويين نستطيع أن نعبر هكذا يعني الدنيا تضغى على مبادئه إن كان لديهم مبادئ وكانا من الطلقاء أصلا من الطلقاء كانوا هذا الشكل يعني ضمى إلى حضيرة المجتمع الإسلامي وكانا من الطلقاء أما والله يقسم الإمام الباقر عليه السلام أما والله لو أن حمزة وجعفر كانا بحضرتهما يعني كانا حاضرين عند أبي بكر عمر لما قاما بهذه الجريمة أما والله لو أن حمزة وجعفر كانا بحضرتهما ما وصلا إلى ما وصلا إليه لا يمكن كان يتوصل أبو بكر عمر إلى الحكم ويقيم الحكومة الإنقلابية كل واحد منهما يقيم الحكومة الإنقلابية لو كان حمزة وجعفر موجودة لا يسمحون ولو كانا شاهديهما لأتلفا نفسيهما لو شهد حمزة وجعفر عليهما السلام ما فعله أبو بكر وعمر لأتلفا نفسيهما من أجل تصحيح الوضع القامل لاستشهدا في سبيل الله في هذا السبيل كل واحد يرفع السيف واللي يصير يصير اللي يصير يصير الإمام عليه السلام يقول لأتلفا نفسيهما يتلف نفسه بس على قضية استحق على قضية استحق كانت قضية دين قبل لا تكون قضية ماذا حكم هو شنو الحكم عند أمير المؤمنين عليه السلام هو بحد ذاته شنو شنو قيمته عند أمير المؤمنين من يعرف الحكم بحد ذاته عند أمير المؤمنين شنو عفطة عنز أحسنتم الحكم قيمته مجرد الحكمها عند أمير المؤمنين عليه السلام عفطة عنز عنز لما يبصق مو أكثر من هذا هذا مستوى الحكم عند أمير المؤمنين وقيمته الفعلية الحقيقية أما إذا كان الحكم يجعل واسطة لإحقاق حق وإبطال باطل لإحياء سنة وإماتة بدعة لنصرة مظلوم والأخذ على يد الظالم هنا هذا الحكم تصبح له قيمة تصبح له قيمة فأنت عليك لتصحيح مسار هذه الثورة أن تعمل بهذه المبادئ إذا عملت بهذه المبادئ فهذا يسوى أن تتلف نفسك لأجره أما إذا تريد مجرد الحكم يعني أنا لا أرى كثيرة فائدة في أن يتولى بعض الشيعة اسميا يتولون الحكم مثلا في جزيرة البحرين وفرضا يزاح آل خليفة ولكن نفس القوانين الموجودة حاليا في البحرين هي ذاتها إذن ما تحررنا من شيء ليس هناك كثير فائدة إلا اللهم أنه يمكن السجون شوي يتقل مع أنه الظاهر 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 يعني لأنه هذا سيكون حكم مصغر عما هو في إيران فالظاهر نفس المأساة اللي عشناها في إيران رح ينعيشها في البحرين يعني هم هذا الذي مثلا في البحرين يدعو إلى الراء الرافضية الحقيقية وهذا المبادئ أم يأخذوا يذبوه بالسجن يقولوا أنت سوي فتنة طائفية مثل ما ديسون في إيران يعني نفس القضية وهم هذا اللي يطبر هذا بالشوارع هم هذا سيزج في السجن يعني ما استفدنا شيء ما استفدنا كثير شيء بل بالعكس أنا أتصور أنه رح يكون الوضع أسوأ أتصور يكون الوضع أسوأ من آل خليفة ليش؟ كلمة قد تكون مؤلمة للإخوة خصوصا في مثل هاي الظروف المشاعر ملتهدة بس أنا تدرون صريح ما أحب أجامل أحد يعني لازم أقول الكلام الصريح في هذا الشهن ليش أقول ممكن يكون على هذا المشروع الوضع في البحرين يكون أسوأ من وضع آل من حكم آل خليفة لأنه على الأقل الجرائم التي يرتكبها آل خليفة لا تحسب على التشيع أما إذا إجت جمعية نفاق ما أدري منه إجوا حكمه والبحرين فرضا وبالنتيجة سيضغمون فالجرائم ستحسب على التشيع فالناس ترتدوا من دين الله أفواج أو بعدين تخرج من دين الله أفواج مثل ما هذا يصير في إيران إيران ليش الناس ترتد الآن خصوصا طبقة الشباب فئة الشباب لأنه ممارسات الحكم ممارسات ظالمة ديكتاتورية جائرة فيتصورا هذا هو الإسلام هذا هو التشيع قالوا إذا هذا الإسلام تشيعنا يا أبا ما نريد لا إسلام ولا تشيع فجدا خطر جدا خطر من جهة أخرى هذا النظام إذا بعد لا سمح الله هذا أقيم في البحرين وهذا رفع لواء العرفان شو تسوي بعدين عندك بلوة هناك في إيران هم تطلع لك بلوة أخرى في البحرين يروجون العرفان الباطل في وسط العرب بعد في هذه المرة يموت الدين دين آل محمد عليه السلام يموت أو اتخذوا شعار البترية بعد وي 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 شي خلصنا إحنا بعدين وتدرون فضل الله له نسبة واسعة من التقليد في البحرين مع الأسف الشديد يعني أكثر دولة يمكن أكثر فئة تقلده إذا قسمنا الشعوب يعني هم البحارين يقلدون يعني أكثر نسبة لأنه حتى اللبنانيين ما يقلدون كثير من اللبنانيين لا يقلدون فضل الله يعني يمكن عدد البحارين الذين يقلدون فضل الله أكثر من عدد اللبنانيين ليقلدون فضل الله أكثر من عدد المثال العراقيين ليقلدون فضل الله أكثر من عدد بعد ماكو ما أبقى بعد أحد له هو بس هذا هذا كان نطاق أو حدود انتشارة حتى بالكويت ما كان عندنا الكثير قليل كلش يجون عشرين ويمكن عشرة منهم ماتوا وشوية منهم صار بيهم سكر البقية صار بيهم مرض القلب ما أدري وين راحوا ما صار يعمال ذاك الجمهور ليس له ذلك الجمهور ويعملون بالتقية يعني يعملون بالتقية وواحد مهم هذا كان يوسف زلزل من رشع نفس الاتخابات كان يزعم أنه شنو يقلد استستاني كان ما يقول أقلد فضل الله ما كمثال يعني يخافون يصرحون بأنه نحن نقلد فضل الله على اتحال بعد أنه مات راح إلى جهنم وفيس المصير فيعني منه تبقى حتى يقلد الشاهد هنا أنه لذلك قد لا يكون أصلا كثير فائدة إن لم يكن سلبيات أخرى إذا ما لو نجح المشروع الحالي ولكن هذا لا يعني كما أقول أنه من الناحية الدينية الإنسانية لا نقف مع شعب البحرين بل على العكس لا بد من الوقوف معه لا بد من الدفاع عنه حتى وإن كان شخص منخدع بواحد من هذه التيارات بإحدى هذه التيارات الموجودة فلا بد من الدفاع عنه وإيصال صوت هذا الشعب المظلوم للمحافل الدولية قد المستطاع إنما الكلام ها هنا أنه علينا أن نصحح هذه الثورة تنشأ قيادة سياسية شيعية رافضية حقيقية تعمل بهذه المبادئ هذا هو ما يستحق إتلاف النفس لأجله وعلى أن نتحلى بصفة حمزة وجعفر عليهم السلام يعني نتحمل ما عندنا مشكلة بإتلاف النفس من أجل الوصول إلى هذا الهدف أما أنه نبقى بمثل هذه المشاريع فهذه قد تزجنا في كوارث قد تزجنا في كوارث أقولها وأنا متألم كانت هذه نفثة مصدور أخرى ولا بس أن نفتح المجال للمتصلين والإخوة المتداخرين افتحوا المجال لا بس إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين وعجل فرجه وملا على دائهم نأخذ التصالات الأخوان اللي عندها استفسار ومداخلة في بعض الأسئلة سماحة الشيخ وجهولك إياها من البرنامج اللي فات راح أنقلها بس بعد ما أسجل أسئلة الأخوة نعم المايك عندي ما يشتبع اللهم صل على السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله من معي؟ ازالجيبوري من السويترا حياك الله سلام عليكم الشيخنا عليكم السلام ورحمة وإكرام حياكم الله عندي مداخلة بسيطة حول الموضوع الذي ضرحت موه شيخنا وهو لماذا لا تكون الدولة الشيعية التي تقول بها أنت الآن لماذا لا تكون الدولة الهلال الشيعة الذي قال به الملك عبدالله الذي يمتد من أفغانستان إلى مصر الفاطمية الشرطان ومن تركيا إلى عمان لماذا قلت بأنه تكون من الكويت حتى عمان لماذا هذه المنطقة البسيطة وشيخنا أتمنى من الشيعة عموما أن يتركوا هذا الفكر المتحجر الخائف ويفكرون كما تفكر أنت وأنا أرى بأن هناك جيل قادم يفكر بما تفكر وأن يخلق دولة شيعية موحدة تضمهم هم فقط لا غير وأشكركم جزيلا الشكر على هذا الطرح الجري شيخنا إن شاء الله نجابه حبيبا أشكر اللهم صلي على محمد وعلى بيته الطيبين والطهرين وأجل فرجهم وليل أداءه راح نحول السؤال بعد نأخذ مجموعة نعطي فرصة لإخوان الالتصالات وبعدين مرة واحدة إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والسلام علي الشيخ الجليل حياك الله بخالي ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين والمستمعين إلى هذه القناة الشريف حياك الله في الحقيقة أنا يمكن هو سؤال أو داخل لا أعرف كيف أسميه ولكن ما طرح الشيخ الجليل هو حقيقة مدعاء إلى أن تنهض الهمم وتعمل على هذا الطرح ولكن أنا هنا أستدرك وقد أكون متشائما قليلا لأن في الحقيقة حسن لأني شيئي وترأت وتربيت بين الشيئة وببيئة شيئية أجد أن هناك من الأمراض الاجتماعية التي تمنع وتحول دون قيام هذه الدولة أو حتى إن كانت الطموحة تكبر من ذلك لأن الأمراض للأسف لا نجد من يعرجها إلا القليل جدا مثل سماحة الشيخ الذي يعمل على تحرير الإنسان الشيئي مثلا المخاضراته وبس تروح الثقة بالنفس لكن نجد أطرافا أخرى وللأسف هذه الأطراف ليست بقليلة تدعو العكس تماما كما طرح الشيخ تدعو إلى إلى هذه الشعارات الحقيقة التأسية مثل سنة وشيعة وهذا الوطن من بيعاء بعكس تماما الأطراف الأخرى وهذه الأطراف هي الحقيقة لا نستطيع أن نعين كل الأطراف سواء كانت من تدعي الإسلام أو غير الإسلام هي دائما تكون متحدة حتى بمستوات حتى وإن كانت متدنية لكن في النتيجة تصل إلى ما تريده ككتلة كمجموعة لكن نحن للأسف ما موجود لدينا هم يعملون لجماعات أو أقليات معينة وشخصيات نحن ننظر دائما وأقولها بكل مرارة وفي المجتمع الشيعي بأن نخلق زعامات وهذه هي مشكلتنا الأمم والمجتمعات تتطلع لأن تخلق قيادات هذه القيادات تقود مرحلة معينة وعندما تصل إلى مرحلة لا تستطيع كبر السن أو كالوفاة أو ينتهي دور هذه القيادات إلا من التاريخ نحن نريد أن نخلق زعامات وهذه الزعامات لا تجلب علينا إلا التكتل وتزيد من التفرقة وهذا مرض اجتماعي أو لا أعرف كيف يسميه كبير جدا ولا أيضا أخفل أن هناك أيضا عدم فهم للتشيع بذاته ما هو التشيع؟ هناك قصور في المجتمع والقصور لا أخفل ليس في المجتمع في الموصلين إلى المجتمع بأن يوصلوا ما هو التشيع على صورة حقيقية نرى كثير من التناقضات التي تطرح ترى هنا أحدهم يقول حديثا والآخرين فيه وترى هنا فتوى والأخرى تناقضها تماما هذا أيضا أنا أعتبره من الأمراض الاجتماعي وهم ثم أريدون أذكر أهل البحرين أقول لمن يطرح شعار نحن أمة واحدة والدين واحد أوجدتم هؤلاء الذين اليوم يقفون بالضد منكم يوما من الأيام شاركونكم اللطم على الإمام الحسين في حسينية واحدة أوجدتهم هؤلاء يأتون بالأطعمة والأشربة بمناسبات عاشراء وغيرها وماليد الأئمة الأطهار وقالوا لكم نحن أمة واحدة ونحن معكم لماذا أنتم تطرحون هذا الطرح بينما الآخر ينبذكم بل ويكرهكم ويعمل بالضد منكم وهو مستمر في ذلك يعني على الأقل أخجلوا من أنفسكم قبل أن تخجلوا من هذه الأمة التي تقاطبونها بهذه الشعارات الواهية التي سوف لا تصلكم إلا بمزيد من الدماء والقتل متحياتي لكم وفق الله وسلام عليكم السلام عليكم أحسنت ونشكرك على مداخلتك ونعتبرها مداخلة وليس سؤال وأنت دائما تثرينا في مداخلاتك بخالد من السوين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم حياك الله منه معاي حسن الزعابي من سلطنة تمام تفضل أخوي حسن بس أخوي أنا سمعتهم يتكلم أول شي السلام عليكم وعلى الشيخ المجاهد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي أول شي أنتما تكلمت في الناحية السياسية وموراعة والأخ الكريم لتصل قبل شوية تكلم في الناحية الاجتماعية هذا شيء جيد بس لو أنتم تتققوا في أمر ثاني وهو الناحية النفسية للفرد الشيعي ومتواقد في الخليق العربي أولاً الأكثرية بكرية نعم دامنا الأكثرية بكرية يعني أن الشيعي يحس من قطع الاتصال من الأخ حسن الزعابي ياليت يتصل ويطرح مداخلته مرة أخرى ونستقبلها إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من معي؟ ممكن أشارك الغاتي؟ نعم تفضل من معي؟ أبو زيد بن العراق تفضل أبو زيد بالبداية حب أسلم عليك أخي عبد الله وسلم على شيخنا المجاهد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس حبيت عتبي على شيخنا العزيز ليش استفن العراق من دولة البحرين الكبرى من المشروع اللي يحب تبناه حالياً ماكو حبيت استفن العراق يعني مع أن العراق بحوالي 8 محافظات شيعية تماماً شكراً جزيلاً حياك الله أبو زيد راح نوجه سوالك مشكور اللهم صلي على محمد وعلى بيته الطيبين والطهرين وأجل فرجهم ولا نعداءهم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام أحياك الله من معي؟ أحمود من الكويت أحمود من الكويت تفضل عندي سؤال شيخ تفضل تفضل أحنا بنسأل بالنسبة حق قضية المطلان والشيخ يمدحهم يعني استغربنا هذا منهج الشيخ اللي هو علمنا عليه العادة يعني وعلمنا العادة أنها يعني واجهه ويبينها بالوي وتالي يمدحهم وحمران واضر ومعرف إيش يعني غريب على المنهج هذا على منهج الشيخ إن شاء الله وردهم صار تكفير حق الشيخ نعم وعفهم وصحيت قاعدة أكتب اللهم صلي على محمد وعلى البيت شيخنا مو بس ترانا حتى وصلتني رسالة إننا متهمينك إنك قاعد تحاول يعني شنو تقازل الغبائل أو تحاول تكسب ودهم عجيب على كلمتك رح أوجه لك ياهب بعد هذا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الله هلا أخوي حسين كيف حالك الله يخليك تفضل أسلم عليك وسلم على الشيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخنا أحياكم الله أهلا وسهلا شوف شيخنا هالنواصم اشتوويانا شوف شوف شيخنا شوف هالتاليتنا شيخنا شوف لازم نعمل محاضرات ونحكي لما نرتاح من دين هذا النواصم الله ينعلم إن شاء الله نلزغينهم إلى جميعهم إن شاء الله إن شاء الله ورد أقول للشيخ نحن نريد واحد بهذه الدنيا يحكم علينا بمنزل الله بمنزل الله شوف الله شين ينزل علينا الغرعان يعني أحكام الغرعان ينزلها وأحكام الغرعان يسأوها عملية يعني علينا نحن وإيش يخص اللي هنا ويسوينا مثلا إفلان وفلتاني يحكمنا حسا يطريد يصير هاي بحرين الصغرى ولا بحرين الكبرى ولا كل مغرب والمشرق الدنيا يعني كل الدنيا حتى كل يعني القارات خمس القارات تخذها من القارات الأغران نوسيا إلى قارة عاصية ولا أوروبا ولا أمريكا ذيان نريد واحد اللي يحكمنا بمنزل الله ورسوله والمؤمنون نريد هذول يحكمون علينا نحن هدعش إمام قتله من عندنا دقوا واحد إمام إلنا وإمام المهدي نريد إمام المهدي يحتمنا نريد واحد من الله نصبع علينا نحن نقول له الحكومة علينا يعني أحكام نصبها بدينا وأنه بذلك الشخص أحكام اللي نصبناها بدينا هو اللي حكمنا علينا مثلا نقول له مثلا حكوم اللي أساب أروبا حملهم مثلا الأحكام اللي مثلا بالهنود الصين هاي أحكام اللي الإنسان هو يخلقها للنفس هاي ما تفيدنا نريد واحد اللي يقم علينا بمانزل الله أحسنت مشكور أخوي حسين الله يحفظكم حياك الله مشكور اللهم صلي على محمد وعلى لبيته الطيبين الطهرين وعجل فرجهم والعنادار السلام عليكم حياك الله من هو معي حسن زعابي السموح من قطعا للتصار نعم أخوي حسن نكمل سؤالك تفضلت أن الحالة النفسية الفرد الشيعي في الخليج أو الأكثرية بكرية الحالة الفردية للنفس الشيعي أنت الآن تكلمت على أساس موضوع السياسة هو شيء طيب وبعض من الناحية الاجتماعية يعني ما فرده أنا بس كشخص يعني فعضر بس أتكلم في الناحية النفسية للفرد الشيعي أنا لا أطلق على العموم الشيعي لكن كفرد فقط الفرد الشيعي الله يسلمك على نغريك مسالة اللي يمتوفر من خمس طبقات للفرد للحاجات الفرد اللي عشان يوصل الهدف اللي هو يريد الاكتفاد ذاتي فعشان تتكلم في ذا الموضوع الفرد الشيعي يعاني من النفس الاجتماعي اللي دامنا الفرد الشيعي المتواقف في الخليق العربي فالفرد الشيعي هنا يعاني من كما أقول أختلال في الحالة الاجتماعية أي نب فذكثة صح بهذا المنظور هو سوف يبيع نعم ما يعني يا أخوي هي أسمعك كمل مداخلتك تفضل بس الارسالة تقطع شوي نعم 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 كنت وصلت إلى من هذا المنظور من هذا المنظور الشخص الشيعي الحين يبيع مبادر ينسى مذهبه ليش عشان يكمل بس فقط أهدافه يعني أهدافه الحاجات اللي يتوصل الهدف نعم يعني أول شي قالت في نظرية مسالة أول شي بيض المتطلبات من ملابس بيت آه ما يعني الأمور الاعتيادية بعدين تنتقل للمسالة السافتينيس أو الحماية وبعدين ننتقل لل بلونغنس اللي هو نعم 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 صوتك واضح تفضل أخويحة حسن كمل يحتاج للبلونغنس اللي هو يكون البلونغنس اللي يكون إنه اجتماعي يكون غير منبوذ اجتماعيا فهذا عدم النبذة الاجتماعية هو سبب أضمحل التشيئ في الخليق العربي التشيئ صار انبطاها عند المتشيئين بسبب النبذة الاجتماعية النبذة الاجتماعية ينبذون ذكرين الشيئة العرب أو الشيئة في العالم أجمع دامنهم منبوذين وبسبب التغذية العلامية عليهم أننا نحن من الفرد من يهود سببئيين ما ذلك يعني من ابناء عائشة وغيرهم يقللوا علينا ذلك الأمور فيكون مشكلة عظيمة علينا نحن فالفرد الشيئي يعاني من هذه النبوذ يعني نقص اجتماعي ينسبب لك حالة نفسية ورقدة نفسية فيحاول أنه بأي طريقة يوجه نفسها عشان يتقطع يتقطع الاجتماعيين فهذه هنا تكون مشكلة كبيرة أولا يجب علينا معالجة هذا الأمر أنه موضوع نفهم الشيء أن الطائفية اللي أنت تستطيع تطقي طائفيا يعني معنى أنك أنت تصرها في نفسك أنك أنت منبوذ اجتماعيا ما فيه أشكالية هذا موضوع عادي إذا هم ما ينبدوك اجتماعيا أنت تحذر مع المجتمعي لأنه حاول أنك تتخلي كل فراج تقبلوك ما في إنسان أصلا كل فراج تقبلوه حتى البكر يبكري بنفسه ما في كل البكرين تقبلوك هذا أمر عادي وإعتيالي فمن الصعوبة أنك أنت تتخلي نفسك كفر من كل فراج المجتمع يتقبلوك فهذا الحاجة ما لازمة تقدر تصصر حاجة ثانية يعني يعني يكون لازمة تندل حاجة ثانوية تتقبل فيها فنظرية البحرين الكبرى هذه من النظريات التي تدعم التشياء يعني مثلا قال الشيغير طر الحبيب من الساعة أن السيد شرف الدين الموت هو لما ما أراد استقلاع لبنان كان يسبب مشكلة حالنا نحن الشياء لانتشار التشياء فهذه لو صارت البحرين الكبرى أنت تخيل كيف انتشار التشياء راح يكون متقبل التشياء عليك هذا الموضوع فليش الخوف فليش النقضة الطائفية بعدين هم يتكنوا على صوت تاني يقول لنا يا حسين نزلوا هذا الشعار طائفي يا حسين شعار طائفي مستحيل يكون الحسين سنعم الله على الحسين يكون شعار طائفي احنا اخوان اسمنا الشيعة هذا الوضع ما نبيع تنزلوا اسم الحسين سنعم الله عليه عشان اخوان اسمنا الشيعة وهذا الوضع ما نبيع هذا كله مقتضى ويش مقتضى من النبض النبض النفسي يحسون ما فيه الشيعة. لو الشيعة بس ينتجوا هذا النبضي النفسي ويتقبلوا ويتعدوه. معنى أفركم. من يتعدوه الموضوع. وينتقل الموضوع ثاني. إنهم يتقبلوا هذا الشي ويتقدموا التحقيق الهدف. تحقيق الهدف صارات على محمد. نحن ننتظر من أنا صغير. من أنا صغير كإنسان كنت بكري. ما كتعرف شي اسمه شيعة. ما كتعرف شي اسمه الحسين. ما كتعرف هذا الشي. يعني كنا محلو. مركز وصلنا مضحك نغمات تشياء عليه عزب الله. مضحك. لكن بعدين شوية 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 منين صف الحالي عشر. بعدين نتعلم عن التشياء بعدين تقرأ بعدين تغيره. بعدين نكتشف الشياء والشياء. يعني نحن نحن نانطبار أنا اللي نخم بتشياء هو انطبار إيمان صاحب العصر والزمان سرع الله عليه. سلام الله يا رسول. أنطبار إيمان صاحب العصر والزمان. وأخر اشتركوا في القناة 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 نعم 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 في الخليج العربي وعليكم أن تتلكوا بيهودية تدورة إسرائيل والتنازل عن القدس غير أنكم ستواجهون صعوبات مع البكريين واليهابيين لأنهم سبقوكم بالانتماء في أحضان إسرائيل والغرب وسيغلقوا مشروعكم في محر الأحلام هذه مدخلة تانيا نطلب من سيد سماحة الشيخة ياسر الحبيب جزاء الله عنا خيرا أن يعطينا محاضرة إن شاء الله في قضية الخمس والجمارك والزاكات والطاربة وما وجهتنا ذروفين القضية هذه وذي سؤال آخر يتعلق بقدس أمهم عائشة عبد الشيخة أنا ما عرفت أنه في البداية لقدس إن شاء الله بس شلسك بالخير يا طيب شلسك بالخير وكما يعلم سمحت السيد الكلام الأول مع المعاينة للسنة كالميل في المقحلة والنصاب المعتبر في الشهادة أربعة رجال أو ثلاثة ومرأتان أو رجلان وأربعة نسوة أنهم رأوه يدخل ويخرج مشاهدة الإلاج وكذل لا يكفي المعاينة حتى يضموا إليها قولهم من غير عقد ولا شبهة إلى آخر ما يعتبر ولا بد من اتفاقهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد فلن اختلفوا في أحدهم حدوا بالقدس أخونا 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 أنت أخونا أخونا أنت أقول لك شيئا أنت دخلت بموضوع يختلف عن موضوع فأنا سمحت إذن يحصل خبر الفحيشة إلى السيد إلى سمحت شيخ ياسر الحبيب ولم يعلمه الإمام المعصوم سيدنا عليه عليه السلام في زمانه ولماذا لم يقم عليها لحد أو على الأقل أن يطلقها لأن هو كان كان تنفيذه العثمة إن شاء الله مشكور أخي حياك الله أعزائي المشاهدين نطلع الفاصل حتى في خلال يعدلون نرجع إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الرحب فيكم أعزائي المشاهدي غنات فدك مرة أخرى في البث المباشر ونواصل تلقي الأسئلة من الأخوان المشاهدين نجمحهم مرة واحدة إن شاء الله ويجاوبهم سماحة الشيخ ناخذ الاتصال السلام عليكم السلام الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله من معي أبو زهراء من السويد أبو زهراء من السويد تفضل سأتحدث مع سماحة الشيخ نعم تفضل هو موجود يعني بقدر تحاور أنا وياه على راحتي بس الأفضل أنك تعطينا الأسئلة ونحولهم لأننا نجمع الأسئلة مرة واحدة ونوجههم لأسماحة الشيخ تضل تتابع البرنامج ونجاوبك إن شاء الله لا صراحة أنا حدث الحاور مباشر مع سماحة الشيخ بأمكان بس نعطي فرصة حق الإخوان المشاهدين أن يتصلون صار لنا فترة ما نعطي اتصالات كثيرة ما نعطي اتصالات حق الإخوان فممكن على السريع تعطيني سؤالك لو سمحت تفضل بو زهران نعم شكرا هيا سمحت الشيخ هو عنده انتقاد لكل النار ما في أحد أعاجبه أبد نعم ما خلى أي عالم أو أو أي مرجع أو أي شيء والآن هو عم بيوجه يعني مثل مصائح للشعب البحراني وسووا هيك وعملوا هيك وهو بالتالي ما عنده أي طرح سياسي هو مش مسؤول عن أي طرح سياسي فبحاله وينتقد لازم يعطي البديل مو فقط بس انتقاد وانتقاد أنا انتبع الشيخ من سنة ما يخلى عالم واحد من علماء الشيعة لا هذي ترى الشراح هذه الحقيقة المفروض يعني ما تقولها لأن كلامك مو دقيق يعني تقول ما خلى ولا عالم واحد يعني كلمتك مو صحيحة أخرهم السيد هادي المدرسي انت الحين انت تقول ما خلى ولا عالم واحد هل الكلمة هذي تحملها أمام الله أمام المشاهدين ملايين واحد تقول ما خلى ولا عالم واحد هل انت أمام الله تحمل هذه الكلمة أنا هلا بعدد لك خمس على ما لا أبي أقول لك لا خلى ولا عالم واحد هذه الكلمة تتحملها أمام الله يحاسبك عليها الله يوم الغيامة تتحملها أنا بتحمل بتحمل كلمة كلمتك الحين أرجع لك مرة ثانية قلت ما خلى ولا عالم واحد تتحملها أمام الله ولا لا العلماء المعروفين بالساحة الحين صارت العلماء حبيبي يكمل سؤالك وخلص أنا أخلي المشاهدين يجاوبون عليك تفضل بالذات أنت كمان أنا حاب أنصحك نصيحة الإنسان الشيعي ما بيقوم بهذا الإسلوب يحكي مع الناس بهذا أنا الحين قاعد أقول لك شيء أنا ما سويت شيء أنت الآن زعلت لأني أنا بس وضحت لككلمة خطأ قلتها زعلت وتقول لي أنت الإنسان الشيعي ما يقول شيء أنت أقول أنا مخطيب هذه الكلمة وخلص وأنا أغفر لك يا ونكمل حتى الله يغفر لك لأنك أنت أمام الناس قاعد تقول ما خلى ولا عالم واحد وهذا التسجيل موجود آخر من العلماء الموجودين بالساحة أقرهم السيد هادي المدرج آخر محاضرة لسماحة الشيخ موجودة إذا أنت تقول أنا متابعة من سنة قال إذا تبون موجودين العلماء العدول في النجف وعدد لك أربعة من العلماء النجف السيد السيستاني والسيد الفياض الشيخ الفياض والشيخ بشير النجفي والسيد الحكيم ومن القوم عدد لك سيد صادق الشيرازي والوحيد الخرساني والسيد القومي والسيد الروحاني الشيخ القومي والسيد الروحاني آخر محاضرة تقول أنا متابعة أنت قتلي ما خلى ولا عالم واحد قولا تمحت الشيخ زين حبيبي حبيبي زين أنا خلاص هو مو مرجع أصلا لا الحين أنا بكلمتك الأولية قول أنا مخطئ فيها وكمل أصلتك مرة أخرى جيد؟ نعم توضع هو أهل مكة أهل مكة أدرى بشعابهم حبيبي نعم والبحرين في علماء أجلاء وعلماء أكبر وهم أدرى بوضعيتهم أدرى بشو بيسهو يعني شو طروحهم مو يعني يجي يفرض عليهم كمان أشياء نعم لأنه يعني الشيء المحير أنه ما عنده بدل يعني هذا يعني الفراغ ما ممكن الفراغ بهذا هو يقول أنه أنا لا أدخل بالأمور السياسية أنا أطرح مولانا إذا أنت عندك نظرية المفروض أنت بداية نطبقها على روحك على نفسك بعدها نفرضها على الناس نحن هذا الفكر نحن مش ضد سمحت الشيخ وبرز حقائق بالنسبة ل الرموز يعني السنة من بكريجيا وكذا وكذا بس لكن لا تنفر الناس منك بهذا الاسلوب نحن هذا يعني هذا آآآآآآآآآآآ نحن نقول أنه تغط الحق وتستعمل طاقية وكذا وكذا لكن ما تنفر بهذا الاسلوب وأنا أتمنى على سمحت الشيخ يترك يعني مثلا هو عم بيطالب أهل العراقي يعملوا أقليم لألهم أهل البحرين يعملوا أقليم لألهم أهل لبنان وأنا من جبل عامل يعملوا أقليم لألهم كمان اليهود بكرة في فلسطين يكون مبرر لألهم أنه في كل يعني كل مجموعة عملت أقليم لألهم كمان نحن بنى كيان عمصرة يهودي لألنا هيدا بيعطي مبرر لليهود يعني كلامه سبحانه أنا كنت عم بسمع الدولامي قبل فترة نفس كلام الدولامي بس هو هداكي شيعة وهيدا السنة هداكي بقول بنا أقليم للسنة وسمحش بقول لنا أقليم للشيعة نحن بنى الدول العربية ضل متل ما هي بوحدتها حتى لا نعطي مبرر للكيان اليهودي اللي طالبوا بكرة بهم المتحد يقولوا لأ نحن بنى دولة متل ما بقية الأطراف عم بالطالب فنحن بنى من سمحت الشهب وكل احترام محبي مع أنه بختلف معه مئة وثمينين درجة بالطرح لكن يطرح أشياء منطقية معقولة ممكن تنتفذ على الأرض هذا ما طلبه من سمحت الشهب بكل هدوء بكل محبة وكل احترام ومسألت المراجع إذا هو مراجع خليه يحكينا يعني يعني بيطاول فلان سمحت سيد القائد سمحت سيد حسن نص الله إيران إيران هي ما عليك سمحت الشيخ إيران هي الحل يعني هي الشوكة هلأ حارية يعني بشوف أنا قناة صفاء وبشوف الوحبية شو بيحكوا كذا إيران هي الشوكة بحلق الوحبية الآن ما احترامي لك ما عدا بقول سمحت الشيخ ياسر الحبيب الناس بتقول جمهورية الإسلامية وهلأ كل الحرب على الجمهورية الإسلامية أنا ما عندي شيء ولا بيخد معاش من إيران أنا بحب سمحت سيد القائد بحب كل إنسان شيعي مخلص وما عندي شيء ضدك وبحبك هيدي الضحكة ما بارك يعني كأنه ضحكة استهزاء أو كذا ما أدري يعني إذا هيدا هو الأول الأسلوب الشيعي الصح يا أخي زهراء نحن نحن عطيناك حاج وتقول حين تكلمت عطيتني عاشر نقاض الحين على الضحكه انت فسرت الوقين حديث أميرا المؤمن على سبعين محمل عليه الصحيح أرى أسلوبه أنا مع الناس يعني ما أدري يعني هو متمسك برأيه كأنه هو رأيه الصح دعني أني أرى أفعاله كل واحد متمسك برأيه كل واحد متمسك برأيه كل واحد متمسك برأيه مشكور أخي ومأجورين إن شاء الله حياكم الله اللهم صلي على محمد وعلي محمد السلام عليكم اولا س shrink السلام عليكم السلام عليكم مسير أعيكم السلامة رحمة الله أعياك الله أخوي محمد غريس Worth السلام علي السلام علي الشيخ الكريم live السلام عليكم صلى الله رحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على مسألة التاريخ والجغرافية مسألة خص مسألة حضاب الإكرام والمعاونة من القوى الكبرى إذا تحول إذا توحد المطلب وانصهر الجهد في بوتقة المطلب الواحد لا شك أن النصط سيكون حليق جميع الجهود الخيرة التي تتطلع إلى الشرية الدينية لكل شعب والبحرين الكبرى شعبها مظلوم وسبيل نهوضه الرجوع إلى منطلقاته الصحيحة والشيخ حفظه الله نصح لهذا الشعب ونحن بدورنا متعاطفين مع هذه القضية وإذا توحد المطلب الكبير فالأمل إن شاء الله يكون فوق المتصور وفوق المتوقع هذا في البحرين إن شاء الله في البحرين الكبرى ثم إن الشيخ تكلم عن المسكوكات في الدولة العينية القديمة وأنه كان مطبوع عليها الشعاب الثالية فأبشر السامعين بأن هذا الشعار لا هو صفوي ولا هو من الدولة العينية هو أكبر ومتغلغي في التاريخ وجدت مسكوكات عندنا في المغرب العربي في فيزائر بإسم الحاكم بأمر الله ضربة بالمهدية سنة 1994 هجرية هذا الزنار هذا الزهبي وفاطمي قدره على ما أعتقد كله وعشرين ملميز في واحد وشهدون تقريبا بربعة جرامات لخطقه في الهامش الخارجي مكتوب محمد الرسول الله أرسله بالهدى ودين الحقي ليظهره عن دين كله ولو كرهوا مشركون والهامش الأرسط لا إله إلا الله وحده لا شرك له وفي المركز محمد الرسول الله علي ولي الله في المركز محمد الرسول الله علي ولي الله وفي دينار فاطمي آخر بإسم أبي منصور نظار العزيز لله بخط كوفي أيضا في الهامش الداخلي لا إله إلا الله محمد رسول الله علي خير صفوة الله الله علي خير صفوة الله هذا ثاني ضرب سنة أعتقد نفس سنة 394 هجرية هذا الحقائق ذكرها أحد الباحثين الجزائريين وهو الصالح بالقربة في المسكوكات المغربية في صفحة 374 وربعة وسبعين الكتاب طبيعة بالجزائي 86 في الأخير أحسن تخوي محمد في الأخير تقبلوا هذا المقطاع الشيرية حول موضوع الشير والشرية تفضل أفضل الشعر ما قاله شيعي وأجوده ما كان للحسين نعي صفوة الله أفضل الشعر ما قاله شيعي وأجوده ما كان للحسين نعي الحرية تعلّمت منه معنى الإيبائي كما تعلّم الناس منه دينهم الشرعي يا أيتها يا أيتها الحرية أبو الأحرار نعاك ولم يجد لك إلا كل رافضي ألمعي إذا ما الشعر استغم له الطغاة صير العالم ناصب في مثل الشافعي ودهنوا بالمال كل أديب دني باع دينه كالأشماوي والأصمعي ودوخنا القوم بالجاحظ والبخاري كل صاحب هوى دينه بدعي وقالوا أشعر الناس كل كذاب فخطل بكل عباسي وأموي دعي فقلنا أشعر الناس من شطر فقلنا أشعر الناس من فطر فيه آل النبي طررا كذئبل والخلعي إذا كان الأدب فيه أكثر من جنس فهو عند العربي شيعي بلا أي وإذا وإذا كانت الحرية في الروم قامت على أنقاض دم الحسين قول وعي تسأل التاريخ عن رضاع الأممي من بعضها البعض تاريخ نفعي أشعر بحكم وضعي وستبزل حكم السماء بحكم وضعي والقضية البحرانية الكبرى إن شاء الله منتصرة بحول الله ولو بعد مئة سنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم والسلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا أخي وبركاته طيب الله أنفاسك نأخذ بعد كم سؤال قبل لا يبدأ سماعة الشيخ بالإجابة صار عندنا تقريبا يعني عشر أو نعج سؤال سؤال بس مداخلة بوزهراء يبيلها ساعة الإجابة خلنا أخذ الاتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم من ومعي من محمد من وين من بريطانيا تفضل اسمعنا من الهاتف لو سمحت انقطع الاتصال من محمد من بريطانيا ولا أرضي يسمعنا من الهاتف السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ام سامي من فلندن تفضل اختيم سامي السلام عليكم على حضرة الشيخ ياسر الحبيب وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم يعني يقول لك كمثل أو كما قال الشعر ذا تك مذن ما تمن ناقص بتلك شهادة لي بأني كامل فشيخ ياسر الحبيب يعني يمشي إن شاء الله بقوة بعزم يعني متهز هاي الأشياء أو الاختلافات أو الاختلافات الرأي فوالله ما عندي أنا عندي هواي شغلات بس للأسف يعني ما ما قدر أقولها دائما بس أكوه هي المشكلة مو بس بالذكرية يعني حاربون بالعقيدة الشيعية وإنما المشكلة إنه إحنا بينا إحنا الشيعا نفسنا الجهل اللي نعيش من زمن يعني بعض الأشياء وبات أتحدث مع أحد العصول أخوات أقولها يعني عن ثورة الحسين وشي فجان بقلي تؤيد علي بين الحسن نفس الشدمية الحسين يعني عدنا بصراحة جهل بالتراث الشيعي فالمشكلة يعني منتشعب بصراحة والله يعني أساسر الحبيبي يعني عليها فإحنا أدنا أمن وحيب إن شاء الله ضد كور المهدي عجل الله فرج يعني بالإنترنت ومن خلال الكتوب بأنه إن شاء الله وقوة الله أنه الظهور قريب فسؤالي لحضرة الشيخ بهنه هل أنه من خلال بحثة بتراث الشيع وتراث أخلي البيت أنه الخروج وإن شاء الله الظهور قريب هذا سؤالي وأما بالمواضيع الأخرى بالنسبة اللي يتصلون ويعترضون فما كده على رد عليهم والسلام عليكم متعدي من أهل الدعاء إن شاء الله والأختي أم سامي من فنلندا سجلها أسمحت لا تنساها من صالح دعاكم في صلاة الليل السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أياك الله أخوي ثائر أياك الله أياك الله وطيب الله أنفاسك معاكم الله على التعب الذي تتعبونه أكثر من سبع ساعات بإث مباشر بداية حول الموضوع الذي طرحه سماحة الشيخ سماحة الشيخ هناك حديث للبيت عليهم السلام مثل قول الإمام الباقر عليه السلام بنا بدأ البلاء ثم بكم وبنا يبدأ الرخاح ثم بكم وقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام لا تزال شيعتنا بحزن حتى يظهر ولدي المهدي من خلال هذه الحديث ألا يمكن أن نقول أنه لا يمكن أن يشعر يعني الشيعة بنوع من الأمان والارتياح إلا بظهور صاحب العصر والزمان أما المثال الثقنية أنه لا توافقنا الرأي بأنه سبب معاناة الشيعة بصورة عامة يعني هناك بعض الدول يحكمها بعض الشيعة باسم التشييع يعني في العراق وفي غيرها ولكن لم يحصل أي تغيير ليس من الناحية المادية وناحية الخدمات وغيرها بغض النظر عن كل هذه ولكن من ناحية العقائدية يعني ما زال أهل البيت عليهم السلام مظلومين ويحاول البعض أن يؤسس قيادات زائفة وما يسمى بالمرجعية السياسية وهناك طبعا محاضرة أو حتى موجود في موقع سماحة آية الله الشيخ محمد إسعاق القيادة مظلة عندما يتكلم عن هؤلاء الذين يحاولون أن يزرعون مرجعيات سياسية تساوم على حساب أقائد أهل البيت عليهم السلام ويقول عنها بالحرف الواحد سماحة الشيخ أنها سياسة الدجل سياسة النفاق لا سياسة إلا سياسة آل محمد التنازل عن الأقائد ومحاولة إظهار بعض الشخصيات على حساب أهل البيت عليهم السلام فمثلا عندما نقرأ أن هناك في قوله تعالى أو في قول الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على وجوههم مسودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثول المتكبرين قال من زعم إنه إمام ليس بإمام وإن كان علويا فاطميا هؤلاء الذين يحاولون أن يصورون أن حكمهم أو ما يقومون به مرتبط بالله سبحانه وتعالى هؤلاء هم سبب الآن كل ما يجرى على شيعة أهل البيت عليهم السلام لمحاولة إيصاد تشيء غير التشيء الحقيقة الذي مرتبط بأهل البيت عليهم السلام فمثلا نلاحظ هناك بعض هذه الشخصيات التي تحاول أن تظهر فإن المساومين هم الأفضل وهم الأحسن عند الله فمثلا هناك شيخ اسمه شيخ عباس الزيدي عندما يحاول أن يذكر رمز من رموزه أو من ما يسمى بمرجيه كيف نجده يتكلم يقول لقد يقول عندما قسم الزرقاوي الفئات المتناحرة والمتواجدة في الساحة العراقية إلى أن اعتبرهم أعداء وآخرين ليسوا كذلك لم يذكر في من ذكر الخط الياقوب لأنه كذا 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 وبدأ يمجح الخط الياقوب لأن هذا الخط لم يدخل بالتحدي أو لم يكن له موقف عقائدي قوي تجاه الخصوم أو أنه يساوم على حساب العقيدة العقيدة هؤلاء يحاولون أن يفهمون السدد من الشيئة بأن هذا الخط هو الخط الذي يجب أن يتبع وممنون منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بس أندي مواخذة على الأختار أنه يحسب أن هذا هو يعتبر خط يعني واليعقوب للايس هو عفطة عنز ويقول عنه خط يعني أنا مستغرب من هالكلمة من الأختار السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم عن بني أمي قاطبة اللهم عن آل فعود اللهم عن آل خليفة اللهم عن كل من أراد أن يظلم محمد وآل محمد السلام على الشيخ المجاهد ورحمة الله وبركاته الحياكم الله السلام على الأخب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخي محمد فضل أنا بس إذا حد هذا الأخ الضحر هو شخال قورة ويقول الشيخ ياصاد الحبيب جيد أدعي واحد قاعد ينصح قاعد يحكي انت شعليك اصلاً سمحت الشيخ ياسر هو شن يعني حاسب نفسه ابو زحراء متابع قناة فدك اكثر من باقي الشيحة لا مقرأ يصادفه هسوه إذا سأل سأل من الاسئلة ما الليالي المحمدية يجاوب أما يجاوب شون يقول هاي متابعها هاي واحدة ثنين هو من يقول الشيخ ياسر جاب المراجع كلهم بالسرة اولاً سمحت الشيخ ياسر الحبيب ما جاب المراجعية العليا والإمام السلطاني على الله يحظه مات مع تسد يوم بين الشيخ ياسر الحبيب حتى على المراجعية أردت الله عظم السيد السلطاني على الله يحظه ولا حتى على السيد سعيد الحكيم ولا على الفياض ولا حتى على السيد الشهيد الأول ولا على السيد الشهيد الثاني السيد محمد الحمد الصادق الصدر نفس الشيخ ياسر الحبيب أدى بعض المواقف وبعض الملاحظات على التيار الصدري وعلى ذعيم التيار سيد القائد مقترف صدر ومن حجاهن حجاهن بكل أدب واحترام ما أسائل شخصيا ولا أسائل التيار وما نقول لهم التيار هو منزل ونازل من السنة كملائك لا لازم يفضر بعض الأخطاء ما معصومين نحن من هذا الخطأ هو يقول كلها لا مو كلها زل هو من قاعد يحتي قاعد يحتي حق ما قاعد يحتي يعني هسا نفسه صاحب المراجعات حشام من هاي الكلمة عندك هو ما أخطأ ما حجينا عليه هو نفسه لا حجينا على الأخطاء الموجودة طرحناها طرح الشيخ يصير حديث عن مدنات تستفاد تعرف شي تسوي ما تسوي هو أفضل هالسلات يدافع عن سمحة الشيخ نازم يظن فاطر الصد تهياد خدام المادي مو يبعد يقول سمحة الشيخ هيكو هيكو هيكي أكو مني يرد مو عبالة هو قاعد بالسويد لا أمن على نفسه لا ما قاعد الثالثة عندنا ندعم من الله وإحتيال البيت يعني يحفظ غيات خدام المهدي وينصر الشيعة بالبحرين وينخلص من آل خليفة وآل سعود بجاه محمد وآل محمد الشيخيان أخي عبد الله طبعا سمع الشيخ راح يرد على الأخ بو زهراء مشكلة إحنا أي واحد صار يتعرض حتى لو ينتغد انتغاد الشيخ ياسر حبيب يردون كأنه مدافعين ومحامين مع أن الشيخ دائما يقول لا تنظرون إلى الشخص نفسه انظروا إلى الطرح ماله فلا يصبح هو نفسه سماحة الشيخ ما يحب تقديس الشخصة نفس ما يفعلوا الناس حتى أن هذا أبو زهراء ما رد على سماحة الشيخ إلا عنده الأشخاص اللي قالوا مقدسين يقدس الرجال إحنا نحارب هذا الشيء ما نبيكم ترجعون تقدسون سماحة الشيخ ياسر الحبيب أنتوا شوفوا الطرح طرح شيخ ياسر الحبيب إذا عجبكم عجبكم إذا ما عجبكم ناقشوا ولكن يصير عندكم تقديس الشخص الشيخ ياسر هو نفسه هذا الطرح هو يحاربه مشكلة الإخوان نفسهم عندهم هذا الطرح وبو زهراء وغيره السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بالإمكاني نشارك لماذا نعم تفضل تفضل نعم اسمعني من هاتف لو سمعت نعم السلام عليكم الشيخنا عليكم السلام ورحمة الله الله أفقكم إن شاء الله قل خير الله يبارك بيك إن شاء الله دعي سنتعكم من هاتف نعم تفضل نعم أخا بدأ الله شلونك اسمك لو سمعت بس اسمي دكتور عباس الخزرتي من درطانيا اياك الله أخي عباس بس اندي كلمة ويا الشيخ الله يوفقكم احنا فرحانين جدا من هذا المطرانيج ومن المعلومات الحلوة بس اني اردنا وبشغلة بسيطة جدا وان شاء الله الشيخ يسعني صدره ويسمع الموضوع احنا الشيعة عادنا شوية تقصير ويا الامام المهدي فيحتاج لنا محاضرات لتهديب النفس خاصة خاصة شنون هيئ نفسنا لظهور الامام شنون استقبل الامام طرح لبعض المشاكل اللي راح يصير قبل الظهور فتر عصر الظهور العصر هذا الموجود يعني يفضل انه تنوح محاضرات خاصة لتهديب النفس الشيائية وتهيئة النفس الشيائية محاضرة لتهيئة النفس الشيائية وتعليمها شنون تستقبل امامها وشنون تعامل التعامل الشيائي بين 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 نعم فما ادري الشيخ في معني ما رأي في هذا الموضوع نعم عندك مداخلة ثانية راح نحول سؤالك ان شاء الله في نهاية البرنامج كذاكم الله خيري جزائي يعني حقيقة أنا يحزب نفسي كثير من الأمور الشيائية من التتكلم على الإمام المهدي خاصة في المحاضرات الدينية في محرام أثناء المجالس الحسينية والله العظيم ما يعطون الإمام المهدي قيد شعرة قيد شعرة بعض الأهيان مجرد أثناء نقولهم يقول القارئ رحمة الله والدي ذكر الإمام المهدي قاموا بس مجرد يتقدمون خطوات فهذا الموضوع حقيقة يحزب النفس وهو الإمام المهدي جالس جالس بالمحاضرة يستمع بالمحاضرة يعني هو المفروض ينتبه حتى القارئ اللي يلقي هالكلمة أو يتلم عن الإمام الحسين أو يتلم في أي مصيبة في أي فرح هو الإمام المهدي بعيد عنا مو أحد جالسين أحد المستمعين ليش يتم التقصير في هذا الموضوع حبيب دكتور إن شاء الله رح نحول السؤال ومشكور على مداخلتك شكرا الله ورحمة الله سلام ورحمة الله سماحت شيخ طبعا المكالمات وما تتوقف خل نجاو على سلة لأن الوقت أخر نبدأ من أول سؤال سؤال الأخ فائز الجبوري من سويسرة لماذا لا يكون الطرح اللي طرحت سماحت الشيخ والبحرين الكبرى يكون كما دعاه الطاغية عبد الله بن سعود عندما قال الهلال الشيعي الذي يمتد من تركيا إلى عمان عبد الله بن الحسين عفوا ملك الأردن عبد الله عبد الله عفوا من تركيا إلى عمان ومن مصر إلى أفغانستان لماذا لا يكون هذا الهلال الشيعي هكذا وانضم لأبو زيد من العراق هم سأل قال لماذا استثنيت العراق من هذه البحرين وكذا واحد يعني نفس الطلب بسم الله الرحمن الرحيم يعني أولا أنا لا شك الطموح الأكبر عندي وعند أمثالي هو تكوين وحدة إسلامية شيعية عالمية تضم كل الأقطار الشيعية وكل الفئات الشيعية في كيان واحد ولكن الكلام أنه لا بد أن نمضي مرحليا لا يمكن في مثل هذه الضموحات الكبرى حرق المراحل بمجرد ما تطرح فكر فيه نوع من حرق المراحل فإنه كل الخطة يعني تتدهور إنجاز التعبير ويمكن أن تفشل وتعود إلى ما تحت الصفر يعني بعبارة أخرى لو كنا نطرح مشروع يوسع من الدائرة إلى حد أنه نريد أن نؤسس كيانا شيعيا يمثل الهلال الشيعي ونضم العراق وإيران وأذربيجان وأجزاء من الهند وباكستان وصولا إلى لبنان ثم جنوبا إلى اليمن وما إلى ذلك بمجرد ما تتخطى الواقع الموجود حاليا فإنه هذا سيجعل كل دول العالم تقف ضدك فلا تحقق شيء وحتى المحافل الدولية لا يمكن لها أن تستوعب مثل هذا الأمر شناك مشكلة بالصوت لا أنا أتكلم عادي طبيعي شوفوا هذا هذا اللهم تصلي على مدان خلي أشوف واضح لا لا ممكن بس ترفع الصوت الواليوم إن شاء الله يكون كلامي واضح يعني قزش ولا أتمكن الآن من أن أشرح لماذا يكون من الناحية السياسية خطأ أن يطرح مشروع من هذا القبيل أنه تعالوا لنظم العراق أيضا مثلا مجرد ما تطرح شيء من هذا القبيل فإنك ستخسر الوضع الآن لا يتحمل مثل هذا الشيء والمحافل الدولية لا تفهم مثل هذا الطرح بل تعتبره طرحا أشبه بالطرح التوسعي الاجتياحي ويبدون يفكرون بأنه أنت صاحب فكر نازي صاحب فكر يذيب كل خصوصيات موجودة لدى الشعوب العالم الآن مماشي على هذه الثقافة مماشي على هذا الفكر العالم الآن مماشي على ثقافة على فكر أنه أكو شعوب مظلوم مسحوقة تنادي بحريتها واستقلالها هذا الشيء كل الشيء العالم يفهمه بشكل جيد وعبارة أخرى حتى يكون كرامي مفهوما دعونا نضرب مثالا نقول لو أنه كوسوفو كوسوفو الآن التي حصلت على دولة مستقلة لو كانوا يطرحون أنه يعني أساس طرحهم مكان الاستقلال عن الصرب وإنما الانضمام إلى البوسنة والهرسك باعتبار إحنا دولة إسلامية واحدة ونريد أن ننضم إلى أخوتنا المسلمين في الضفة الأخرى فما كانوا سيحصلون على أي شيء والكل كان سيكون ضدهم ولن يحصلوا لا على دعم بريطانيا ولا على دعم أمريكا ولا على دعم الاتحاد الأوروبي لأنه هو الدعم الأمريكي والبريطاني والاتحاد الأوروبي هو الذي يعطاهم دولة مستقلة في قبال الدعم الروسي للصرب وإلى الآن روسيا لا معترف بدولة كوسوف ولا العلم فعلينا أن نفهم لذلك أقول علينا أن يكون عندنا بعد نظر وحذاقة سياسية وذكاء سياسي بحيث نعرف من أين تؤكل الكتب هذا لا يمنع بطبيعة الحال الاتحاد مع العراق ومع غير العراق من الدول الشعب العكس ذلك كل المناف الواقع ولكن علينا أن نفهم كيف نمضي مرحليا نعم حينما تقوم البحرين الكبرى وتستقر أفضاعها ثم تنشئ بعد ذلك اتحادا مع العراق اتحادا وليكن كنفدراليا أي نوع من أنواع الاتحادات فهذا شيء يكون مفهوم عالميا ومقبول ولكن منذ البداية الآن تريد أن تقول أنا مع العراق وأنا مع الهلال الشيع وأنا مع كذا فورا تنعكس الآية والكل يصير ضدك لأنه هذا الآن المعادلات الدولية لا تقبله وتصورك على أنك فكر توسعي نازي أو بلشفي أو أيا يكن الذي يمثل خطرا على العالم أما حينما تنطلق بلسان المظلومية وأن شعب مظلوم مسحوق ذو خصوصية مشتركة شعب خليجي شعب خليجي وكله ذو انتماء واحد وثقافة واحدة ودين واحد ويعني الخصوصيات كل خصوصيات الدولة المشتركة أو الواحدة تجمعه فهذا الشيء يفهم جيدا هذا الشيء جدا يفهم نعم سمحت الشيخ اللق حسن الزعابي من عمان كان عنده كلام بين كلامكم بس أنه حتى يفهم الأخوة أنني لست ضد الوحدة الشيعية الشاملة وأنه بالعكس هذا هو كل مناي أنه لما إذا تتذكرون تظاهرنا أمام سفارة آل سعود قبل يمكن أربع أو خمس سنوات لا أتذكر جيدا قلتها صراحة أنه سنقيم البحرين الكبرى وسنتحد مع العراق ومع إيران ومع لبنان ومع كل الدول ذكرت هذا الشيء وموجود الخطاب موجود إلى الآن أمام سفارة آل سعود فهذا لا شك طموح ولكن القصد الآن أنه رتب أوراقك رتب أوراقك وقل أنا هذا طموح الآن في المرحلة الأولى نعم أكو هناك احتمال واحد لمثل يعني أن تكون نواة دولة البحرين الكبرى مشتركة مع العراق ولكن هذا يقتضي أنه أولا نرتب أوضاع العراق أولا بحيث يكون العراق هو صاحب المبادرة والريادة مو الشعب الشيعي في الخليج وهذا أمر الآن لا أستطيع أن أتحدث فيه لأنه فيه كلام طويل وعريض وربما أيضا يكشف بعض الأوراق أو الأسرار التي ليس من الملائم أن يطلع عليها العدو بس المهم مفتاح الحل هو هذا أنه الشعب العراقي الشيعي بالذات عليه أن يفكر إذا كان يريد أن يحقق مثل هذا الطموح أنه يرتب وضع الداخلي وينطلق بعد ذلك لترتيب أوضاع المنطقة وذلك بأن يطرح نفسه قائدا للمنطقة يعني العراق يتحول إلى دولة عظمى في المنطقة هو صاحب المبادرة وهو الحامي الدولة الحامية للشعب الشيعي في المنطقة أو للأمة الشيعية في المنطقة هذا يحتاج أنه نحفر في الصخر لتغيير القناعات الموجودة الآن في العراق لدى الساس العراقيين الطيحين الحظ بطبيعة الحظ أصلا لازم كل شيء يتبدل حتى يوم من الأيام العراقي يفهم بأنه هو ليس مسؤولا عن نفسه وعن وطنه فقط وإنما مسؤولا حتى عن الشيعي اللي يكون في الهند هذا يحتاج إلى تغيير ثقافي جذري يغير المفاهيم عندنا شوفوا أضرب مثال الآن تركيا تعتبر نفسها حامية للتركمان مثلا عرفتوا شلو روسيا تعتبر نفسها حامية لمن هم في جمهورية من يتذكر شنو اسمها الجمهورية على لساني اللي الجيش الروسي دخل لا لا في الفترة الأخيرة دخل في جزء واقتطع جورجيا جورجيا أحسنتم جورجيا تعتبر نفسها حامية عن ذلك الشعب الذي في جورجيا وهكذا مع الأسف مثل هذه الثقافة مو موجودة في العراق هذه الثقافة غير موجودة عند الشيعة في العراق تصور الشيعة العراقيين أو طموحاتهم مبلغ طموحاتهم محلي وديت صاغر الآن أكثر فأكثر فديصير صدق محلي يعني أبو النجف هو بالنجف طموحة ما يتعدى النجف كربلة طموحة كربلة أبو الناصرية طموحة فقط الناصرية بغداد نفس الشيء مو فكر يطرح نفسك مهيمن على المنطقة ويفاوض مع الدول الكبرى على مثل هذا الأمور كان هذا الأمر ممكن تحقيق بعض السقوط مباشرة بالأسلوب الذي ذكرته أنا أنه القيادات الشيعية في العراق تجعل العراق جزءا من معادلة إقليمية مو معادلة محلية صرفة معادلة إقليمية يعني تريد محاصصة أعطني محاصصة في المقابل هناك بس مع الأسف ما صار شيء من هذا القبيل ورجعنا عقود إلى الوراء سماحت الشيخ ننتقل لسؤال الآخر نعم تفضل الأخ حسن الزعابي من عمان توسع في الجانب النفسي للفرد الشيعي في المنطقة يقول بما أن المحيط بالفرد الشيعي هو من الأكثرية البكرية يؤدي بالفرد الشيعي إلى الإحساس بأنه منبوذ ويؤدي إلى انعزاله على المجتمع مما يؤدي إلى نبذه للتشيع أو حاول يرضي المجتمع لكي يتأقلم أو ينصهر في بيئته ويقول لازم نعالج هذا الأمر بطرح كذلك يقول هذه نظرية البحرين الكبرى تدعم استغلال الفرد الشيعي في هذه المنطقة ويكون له شخصية مستغلة ممكن نتعلق على هذا الأمر طرح ثاقب جدا جزاه الله خيرا نعم وأنا أحييه وأحيي هذا الطرح وأحيي فيه كذلك تشيعه لأهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام وحرقة قلبه على مشاعر إمامنا صاحب الأمر صلوات الله عليها الذي ينتظر نهضة شيعته لينهضه بدوره هذا الطرح أن أؤيده وهو طرح سليم مئة بالمئة وأسأل الله تعالى أن يكثر من أمثال هذا الأخ الذين نرى فيهم بوادر الصحوة الإسلامية الشيعية الرافضية الحقيقية في هذه المنطقة الفعل هو هذا الصحيح أخ أحمود من الكويت كان عنده سؤال وأنا حتى الخاص وصلني نفس المضمون بخطابك اللي وجهته لهذا المدعو محمد المليفي اللي تطاول على مقام الإمام ما وجهت الخطاب له لا وجهت الخطاب لشيعة الكويت نعم كان هو من ضمن لا ما وجهت أنا ما أخاطب هالأشكال أنا علقت على الحادث الذي من ضمن الخطاب عفوا نعم علقت على الحادث ووجهت الخطاب لشيعة الكويت في الخليج بأنه كيف يمكن أن تتحاشى وحدوث مثل ذلك هذا الذي ذكره نعم فذكرته في ضمن الخطاب قضية المطران قبيلة المطيري في الكويت اللي تطاول عليهم واحد نكرة في اللي نجح حتى في البرلمان واحد المعممين كان من ضمن الحضور في هذا التطاول فلذلك في اثناء كلامك مدحت قبيلة المطران فيقولون هذا ليس هو نهجك وهنهجك هو المواجهة وآخر كلامك قبل لا ينقطع التلفون قال أهما ردهم عليك دائما بتكفيرك هذه القبيلة يعني أولا أرجو أن لا يفهم كلامي على أنه نوع من التملق للمطران أو لغير المطران أنا لا أتملق أحدا بحمد الله تعالى أنا تحدثت عن واقع نعم هذه قبيلة عريقة ذات تاريخ وذات بطولات ومعروف عنها أنها قبيلة حمران النواظر ولهم استبسال في المعارك أنا كشفت واقع أن تحدثت عن واقع وبينت موقفي أني ضد الإساءة لهذه القبيلة وغيرها من القبائل لأن هذا ليس من المنهج الإسلامي الشيعي في شيء وقلت نحن ليس لدينا مشكلة مع المطران أو غير المطران كيف يكون لدينا مشكلة مع قبيلة مثل قبيلة المطران وفيهم من تشيع وفيهم شيعة أشاوس أبطال يفخر المرء بهم وضربت مثال وقلت بأن أحد مرشحي الانتخابات كان من الأخوة المطران المتشيعين أنا كان كلامي فقط اعتراضا على والكلام بالكلام يعني بالشيء يذكر اعتراضا على شخصية هذا المعمم الذي يجعل حاجزا نفسيا بين بعض مثلا كقبيلة من هذه القبائل وبين قبولها للتشيع وذلك حينما يصطف مع شخص يهين هذه القبيلة كقبيلة يعني يستحقر هذا العرق يستحقر هذا الأصل ومع ذلك نجده في الصف الأمامي وأنا تأكت من هذا الموضوع بعدما جاء أن يتصار من الكويت تأكت ورأيت بالفعل هذا الرجل بعمامته ما أحترم عمامته ولا المبادئ الإسلامية الشيعية التي لا تسمح بإهانة قبيلة من خصوصا إذا كانت قبيلة من هذا النوع فكان جالس في الصف الأول وهذا المرشح الذي غدا نائبا الآن هو قام بتوجيه إهانة سوقية لهذه القبيلة قال عنهم ستين ألف كلب وقال ندوس عليكم كان يرد على واحد منهم من مرشحينهم الذي أيضا هو فاز بالانتخابات وقال ندوس عليك وعلى قبيلتك هنا كان يفترض من موقف الرجل الذي يدعي أنه يمثل التشيع وأنه عالم ديني أنه يقوم احتجاجا ما أسمح لك تهين المطران شلون تهين المطران على أي أساس لو كان يقف مثل هذا الموقف لكان لا شك هذه القبيلة وأفرادها كانوا يكبرون هذا الموقف ويحترمون هذا الموقف لأنه موقف مبدئي وكان ذلك سيقربهم أكثر بطبيعة الحال لقبول التشيع أما المشكلة التي حصلت ماذا أن هذا الرجل قاعد في مكانه وعلى العكس من ذلك عند لقاءات وتصريحات يمتدح فيها الذي أهان هذه القبيلة وبالتالي كما مثلت أنا بهذا المثال أنه أنت ها هنا جرحت هذه القبيلة والمشكلة أنه يحسبون هذا الجرح على من؟ الشيعة على الشيعة يقولون الشيعة يصطفون مع من يهيننا فهذا الإنسان الامطيري الذي وصل إلى منتصف الطريق مثلا هو يتجه نحو التشيع وصل إلى منتصف الطريق أنت تقطع عليه الطريق لأنه لا يمكن أن يمرر مثل هذه الإهانة لقبيلته وبالتالي هذا يطغى على ما يمكن أن يكون هو الأساس في قبول الدين وفي الالتزام الديني وموالاة الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام والبراءة من أعدائهم عليهم هذا يشوش جدا يشوش ليش؟ لأنه أنت تضرب على وتر حساس وهو الوتر القبلي ما حد يقبل على أصله قلت ما حد يقبل على أصله خاصة إذا كان قبيلة مثل هذه يعني ذات تاريخ وذات أمجاد خاضت حروب مع آل سعود مع آل الصباح خاضت حروب كثيرة حتى لا تتنازل عن كرامتها وقلت هذه طبيعة قبائل العرب كل قبائل العرب نفخر بها ما عندنا مشكلة قلت أساس التشيع هو عربي قبلي التشيع أساسه كان قبليا عربيا هي القبائل العربية التي تشيعت لأهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام هي التي كانت ذات موقف وهي التي فرضت التشيع لأن الأمم الأخرى كالعجم مثلا الفرس ما عرفوا التشيع إلا في عهود متأخرة إيرانيين ما عرفوا التشيع إلا قبل خمسمائة سنة يعني قبل خمس قرون فقط ما عرفوا التشيع قبل ذلك كانوا بكرين وكانوا نواصب أصلا معظمهم يعني الحالة الطاغية كانت على بلاد فارس قبل خمس قرون كانت حالة ناصبية أما الشيعة العرب هم الذين والقبائل ولا يستحي المرء من أن يمتدح على فرض أن الذي صدر مني كان مديحا قلت هذا كشف واقع كان حديث عن واقع موجود هذه قبيلة نعم قبيلة ذات تاريخ عريق فقلت بأنه على فرض أنه يكون مديحا فهذا أيضا ليس بعيدا عن منهجية الأمر أطهار عليه الصلاة والسلام أمامنا أمير المؤمنين عليه السلام أيضا امتدح قبيلة ربيعة مثلا هناك بيت شعر له في متح هذه القبيلة لأنها كانت سامعة مطيعة له نضمون البيت شعر هكذا لهفي على ربيعة ربيعة السامعة المطيعة نضمون هذا البيت الشريف لأمير المؤمنين عليه السلام من قال مدحي لهذه القبيلة قبيلة المطران كما مدحت أنا قبيلة عبد القيس قبل قليل أن تكلمت عن عبد القيس وذكرت العبديين وأنه ماذا صنعوا في موالاتهم لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وأما أنه الأخ يتصور هذا الأخ الذي تصر من الكويت أنه أنا ليس هذا منهج يا أخي حقيقة المشكلة عندك أنت لم تتابعنا جيداً ولم تعرفنا جيداً على موقع القطرة وشكرني فيها لموقفي من قضية البدون المظلومين في الكويت وهو كان رجل شمري وأتحدث ما أتذكر الآن حقيقة عن مضمون الرسالة تجدونها في بند الرسالة في موقع القطرة وأنا حييته وحييت قبيلته الكريمة كل القبائل نحن ليست عندنا مشكلة عرقية مع أحد وهؤلاء يسيئون إلى التشيع حينما يصطفون مع من يهين الأعراق ويهين الأصول ويهين قبائل العرب هذا غير صحيح ولم يكن دافعي في مثل هذا الكلام إلا أنه كلام جرى الكلام وذكرت ما هو الحق في هذا الشأن أما أنه قبيلة المطران كفروني وأساءوا إلي وردوا علي بهذه الطريقة أولاً أنا لا أتصور أنه هذا موقف الجميع يعني ليست عادتهم أنا أعرف المطران وقلت عايشت معهم وأحدهم تشيع على يدي في الكويت وأعرف أخلاقهم جيداً فلذلك ما أتصور أنه هذا موقف الجميع يعني ما أتصور يعني لا يردون الإحسان بالإساءة ما يسوون هذا الشيء أسأ على فرض أنه فلنقل أكثريتهم خلني نقول 99% منهم أنه أهانوني حتى على هذا الموقف وردوا الإحسان بالإساءة فرضاً فمو مشكلة أنه يعني ما تملقت أحداً ويكفيني الواحد بالمئة منهم المتشيعين على الأقل هناك شريحة الآن من قبيلة المطران متشيعين بحمد الله ونفخر بهم ويتصلون بنا ويستفتون رجالاً ونساء وتعرفون أنتوا الأخوة في المكتب يتصلون ويستفتون ويبثون آهاتهم إلى ما هنالك فمو مشكلة عندنا يعني إذا كانت هذه القبيلة قد شوش عليها من قبل يعني النواصب والمعادين لأهل البيت عليهم السلام والموالين لأعدائهم فأبعدتهم على الأسف عن موالات آل محمد عليه الصلاة والسلام والبراءة من أعدائهم فهذه عاجلاً أم آجلاً مرحلة مؤقتة أنا على شبه يقين أن هذه القبيلة وسائر القبائل الكريمة الأصيلة العربية عاجلاً أم آجلاً ستتحزب وتتعصب لآل محمد الطاهرين عليه الصلاة والسلام لأنهم يعرفون أن فخر العرب هو بآل محمد عليه الصلاة والسلام فقط يعني ما كان للعرب أن يفخروا بشيء لو لا محمد وآله صلواته الله عليه وإلا لكانوا حتى الآن يعيشون عهد عبادة الأوثان والأصنا فهذه القبائل بدأت تعرف الحق وأعرف كثير من القبائل لأنه أنا في الميدان وأعرف يعني كثير من القبائل هذه تتشيع بحمد الله تعالى بطون وأفخاذ منها تتشيع ضيوت شريفة وعريقة منها تتشيع بحمد الله وأساساً للعلم معظم الشيعة العراقيين الذين ينتمون للعشائر ترى كلهم متشيعون ومعظم تشيعهم كان على يد المرحوم السيد مهدي بحر العلوم هو كان يقوم بجولات وصولات على رؤساء العشائر في جنوب العراق ويتحدث معهم إلى أن أقنعهم بالتشيع وكانت العادة كما هي العادة اليوم أنه إذا زعيم القبيلة شيخ العشيرة يتشيع فإنه عشيرته كذلك تتشيع إحنا ما صرنا أكثرية ترى في العراق إلا بسبب جهود أمثال هذا الرجل رضوان الله تعالى عليه أمثال هؤلاء العلماء المضحين فما وضع لنفسه حاجزاً يعني شوف هذا كان من الحماقة لو كان السيد مهدي بحر العلوم مثلاً يسمح بأن يطأ أحد برجله مجلسه وهو قد أهان قبيلة من قبائل العرب ما كان يسمح مستحيل أن يسمح وأنا أدرهم علمان كلهم ما يسمحون يعني علمان الأصيلين يعني الشرفاء مراجعنا العدول ما يسمحون ما يتشرفون بشخص الذي يأتي ويهين قبيلة بأكملها على أساس أن تتهين هذه القبيلة أجاهلية بعد إسلام شنو يعني هذه القبيلة شنو ذنبها هذه القبيلة حتى أن تتهينها على فرض أن أكثرت القبيلة صاروا مجرمين فرضا هم ما يحق لك هذه الأقلية الصالحة منهم ترفع رأس هذه القبيلة فكيف إذا كانت هذه القبيلة بحد ذاتها مو أكثرية مجرمين وأنا قلت لكم سابقا أكثر من مرة وأكد أكثرية البكريين قابلين للهداية وهذه قبيلة ليست بكرية خالصة فيها البكري وفيها الشيعي أي المتشيع ومتشيعهم حديث نعم في السنوات الأخيرة ازدادت موجة التشيع عند هذه القبيلة كسائر القبائل أما تشيع الذي عرفه المطران من قديم ترى يعني من قديم بدأوا يعرفون التشيع وهكذا سائر القبائل والحمد لله هذا الفاصل الذي تضعونه بعنوان المد الشيعي في إحدى الفواصل في قناة فدك الذي تضعونه واحد من مشايخ البكرين يعترف ويصرخ هائجا كالثور يقول أدرك السنة يا عباد الله السنة تشيعوا واسألوا من تشيع من قبائل العرب كيف انتشر التشيع في ماذا؟ في قبائل العرب إحدى تلك القبائل الكريمة هي قبيلة المطران وأنا واثق أنه لو مع الأسف يشهد أنه لا يأتون ويقطعون الطريق بحماقاتهم السياسية وإلا حقيقة لو خلي الأمر بيني وبين المطران وغير المطران أتصور أني أستطيع إقناع أكثريته لأن الحق أبين ومسألة واضحة وأنا أعرف كيف أن هؤلاء لما واحد يستثير غيرتهم على بنت رسول الله صلى الله عليه وآله يغارون حقيقة جيب هذا المطيري الأصيل 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 وفهم ما جرى على الزهراء البتول عليه الصلاة والسلام بالمصادر وبالأدلة وخليه يعيش الحدث وقل له بالله عليك وأنت وأصلك أنت واقف الآن أمام دار الزهراء عليه الصلاة والسلام زين وتسمع نداءها يا للمسلمين ومحمدها صلى الله عليه وآله زين وأنه تشتكي من حملة أبي بكر وعمر عليها شوف 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 يتدب في عروقه حالة الغضب ويقول له شنو ما يصير أدافع عن بنت الرسول صلى الله عليه وآله غيرة بنت النبي صلى الله عليه وآله شنو أبو بكر شنو عمر إذا ولا الرجال إحنا نتفاهم مع الرجال أما بنت النبي تقول تنادي واحد ينصرها وأنا أعرف بأصلي وغيرتي وأعرافي القبلية ما أنتصر لبنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنا مو مطيري وهم عندهم تعابير يقول أنا مو أخو مثلا فلانا أو مو أخو فلانا أو مو ولد فلان مو الشكل عادة قبائل يفخرون بمثل هذه بمثل هذه الكلمات فلا ينثار المطير ينثار بهذا الكلام وأنا أحسب عند الله عز وجل هذا أنه بالفعل المطيري لو يسمع أو يعايش الحدث ويعاينه ما يترك سيدة نساء العالمين صلى الله عليه في مثل هذا الموقف كما لم يتركها كما لم يتركها أولئك الذين بذلوا نصرتهم بالفعل وجاءوا وكانوا مستعدين ولكن ما بلغوا العدة ما بلغوا العدة عدة الرجال ما بلغوا العدة المطلوبة وهي الأربعون رجل فأرجع أن يفهم الموقف في سياقه وعلى يتيحان لا يهمنا أن كان قد شتمنا أحد يعني هذا أمر نتعايش معه وقال الإمام الصادق عليه السلام لشيعته الذين جاءوه شاكين من كثرة شتم الناس لهم وما أشبه قالوا وكيف قال عليه السلام وكيف تسلمون مما لم يسلم منه أنبياء الله صلوات الله عليه الأخ محمد الزيدي من العراق يقول نريد أن نؤسس هيئة برائية نريد توجيهات من سماحة الشيخ لنضع أهداف ومرتكزات هذه الهيئة وكذلك حتى الأسم يريد أن تقترحونه يعني أما الهيئة والمرتكزات فيمكن له أن يبحث عن وثيقة المبادئ والمنطلقات التي أصدرناها منذ كنا في الكويت لما أسسنا هيئة خدام المهدي عليه الصلاة والسلام وهذه الوثيقة أظن أنها مكونة من 12 بند على ما ببالي وأولها تقوى الله عز وجل إلى أقصى درجات الاستطاعة ثم الولاء المطلق لأهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام والمنادات بالبراءة من أعدائهم ثم معالجة مواطن الاعتلال في المجتمع الشيعي وصولا لحالة السلام العقائدية ثم السعي لامتلاك الشيعة مواقع الريادة في العالم إلى غيرها إلى غيرها من بنود وردت في وثيقة المبادئ والمنطلقات التي تمثل عنوان وهوية هذا التيار وهذا الاتجاه فهذه المبادئ إن شاء الله والمنطلقات التي كلها تدور حقيقة حول محور أساس وهو سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم يعني هذا هو الأساس في الموضوع أنه نكون سلم لكل من سالم آل محمد عليه الصلاة والسلام وحربا على كل من حاربهم بدءا من أبي باكر إلى آخر طاغوت وظالم ومجرم ظلم حق محمد وآله عليه الصلاة والسلام فإن شاء الله هذا عملهم يكون مباركة أما إذا أرادوا اقتراحا مني في تسمية هيئتهم المباركة فالحقيقة أنا منذ فترة أتمنى أن تتأسس لا هيئة فقط وإنما يتأسس تيار خصوصا في العراق بعنوان تيار اليد العليا إحدى القاب مولانا صاحب الأمر صلوات الله عليه وعلى جلال الله تعالى فرجه الشريف هو اليد العليا لا أتذكر إن كنت قلت ذلك في أحد المحاضرات السابقة مثلا كانوا يكتب هكذا أن هذه رسالة وردت للشيخ المفيد من اليد العليا على صاحبها السلام صلوات الله عليه اليد العليا كناية عن الإمام صاحب الأمر صلوات الله عليه وهذه اليد العليا هي ذاتها التي سترونها إن شاء الله تعالى حال ظهوره تمسح على رؤوس الناس فيكمل بها عقولهم تكمل بها عقولهم هذه اليد الشريفة فنحن نريد تيارا في العراق بعنوان اليد العليا يكون مرتبطا بالهيئة الأم هيئة خدام المهدي عليه السلام ويرفع الرأي العلم هذا العلم الأزرق الذي عليه الكتاب المقدسة خدام المهدي عليه السلام وأقول مقدسة لأن الزيارة الشريفة فيها الصلاة على الخدام زيارة صاحب الأمر صلوات الله عليه التي تقرؤونها حتى في مفاتيح الجنان فيها هذا المقطع في مخاطبة صاحب الأمر عليه السلام أشهد أن الله اصطفاك صغيرا وأكمل لك علومه كبيرا وأنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت اللهم صلي عليه وعلى خدامه نحن بحاجة إلى أن ندعو الله عز وجل بعد كل صلاة بهذا الدعاء اللهم اجعلنا من خدام المهدي عليه السلام حقا لأن هذا الشرف مو كل أحد يناله حقيقة فهذا التيار يرفع نفس هذه الرأية نفس هذا العلم الذي تحت هذه الكلمة المقدسة خدام المهدي عليه السلام سيف ذي الفقار سيف العدالة سيف عدالة علي الكرار صلوات الله عليه رمزا للقوة والشجاعة والتزاما بما قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الخير كله في السيف وتحت ظل السيف ولا يقيم عوجاج الناس إلا السيف نقصد بالسيف هاهنا للعنف وإنما نقصد به الحزم الحدة في مواجهة الباطل الحدة مطلوبة في مواجهة الباطل ورد عندنا في الأحاديث الشريفة لا يكون المؤمن إلا حادا مضمون الحديث المؤمن أحد شيء ما من مؤمن إلا وفيه حدة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لازم تكون حاد في مواجهة الباطل مثل ما كان أمير المؤمنية عليه السلام مثل ما كان قبله رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه لا يمكن هدم الباطل إلا بمثل هذه الحدة فهذا السيف يمثل هذا العلم هو ذو رسالات ودلالات يعني كل شيء من ذو دلالة كسار العلام الأخرى ليس قضية اعتباطية هذا العلم الشريف فإذن هذا الشعار هكذا اسم خدام المهدي عليه السلام ثم السيف المقدس الذي يمثل رمزا لعدالة علي عليه السلام وحدته في مواجهة الحق وثم يبقى اللون الأزرق يمكن أنت إلى الآن ولا واحد ما تذكر واحد منكم وأنتم اللي تعملون معنا أحد منكم سألني أنه لما اللون الأزرق ما هو السر في اللون الأزرق ما على الأسف هذا هم تقصير منكم للعلم كان يفترض وأنتم الآن سنوات تحت هذه الراية تعملون وترفعونها على الأقل أن تسألوني أنه شيخنا شنو يعني اللون الأزرق رمز لماذا أيها الإخوة اللون الأزرق هو رمز للسماء لأن السماء ماذا زرقاء فهذه رسالة أنه هذا الاتجاه لا يعترف بأي سقف إلا سقف السماء بعبارة أخرى لا نسقف أنفسنا بقوانين ومعادلات الأرض إحنا ما نمشي بشكل معكوس يعني ما نخضع للقوانين والمعادلات الأرضية إذا غيرنا يعتبر هذا المنهج منهج خاطئ وباطل لأنه ما أدري يمس الوحدة الوطنية وكذا واحد لازم يقول له هل هو عند أهل السماء هكذا أم لا إحنا قوانيننا سقفنا هو السماء قوانيننا هي قوانين السماء عرفتوا شلو فإحنا فوق القوانين الأرضية والمعادلات الأرضية والمفاهيم الأرضية إحنا غير مفاهيم ومعادلات السماء ما نمشي ما نمشي على غير هذا غيرنا يمشي بشكل معكوس لأنهم خلي سقفه والأرض فهو كأنه يمشي ماذا مكبا على وجهه أو بالمعكوس يمشي هكذا يخلي رجلي للسماء ورأسه إلى الأرض فلذلك يعيش ذليل وخانع إلى الأبد إحنا نرفع رأسنا ونمشي على الأرض نطأ على الأرض وقوانين الأرض وقوانيننا هي قوانين السماء فقط هذه الرمزية وهذه الدلالة في علم خدام المهدي عليه الصلاة والسلام فالأخوة في العراق يرفعون هذا العلم هذه الرأي ويسمون تيارهم باسم تيار اليد العليا على صاحبها السلام صلواته الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف وينضمون بعد الأخوة وين من وين اتصل الآن؟ ذيقار من ذيقار وينضمون مع الأخوة اللي في بغداد والأخوة اللي في النجف والأخوة اللي في كربلاء والأخوة اللي في البصرة مع المشايخ الكرام هناك الذين انضموا إلينا وكذلك هذا الأخوة اللي في مدينة الصدر اللي الأخيرا بلغتوني أنهم أسسوا هيئة هناك مع الشكل ويبدأون بعد من الآن يعدون العدة لبناء إنسان شيعي رافضي حقيقي نظيف نظيف الفكر سليم العقيدة نقي الثوب يعني نقي الثوب من أوساخ من أوساخ الأفكار الهجينة التي تسربت إلينا في داخل التشيع وهي ليست من التشيع في شيء ويبدأون يصاعدون هذا الجيل وشوية شوية هؤلاء يصبحون إن شاء الله تعالى التيار رقم واحد في العراق ومن ثم يقودون العالم الشيعي كله بإذن الله تعالى نرجع إلى الأخ جاسم الشمري من النروج كان عنده كذا مداخله ولكن عنده استفسار في حالة وصول مستوى صغوط العائلة الحاكمة في البحرين وتتوقع ماذا تتوقع عندما يعلن آل سعود الانضمام إلى البحرين أو يحكمون البحرين ماذا تكون ردات الفعل يعني هذا سيكون أمرا لابد أن نشكر عليه آل سعود لأنه سيكون حماقة سياسية إلى أقصى درجة وحقيقة سيختصر علينا كثيرا من المسافات هذا الأمر سيفرح به البكريون في البحرين لا شك لأنه الآن البكريين في البحرين حتى في الكويت بدأوا يطرحون مشروع الانضمام لحكومة آل سعود ولو على نحو الكنفدرالية وبدأ يصير بالفعل دعوات من هذا القبيل وبدأت تتبناها بعض الجهات نعم قالها عضو برنمان أي عضو برنمان حتى هذا الضاحي خلفان بطل بطل الكشف عن المؤامرة الصهيونية في اغتيال المبحوح لما رد علي تتذكرون في هذا المؤتمر وبدأ يحفز هو قائد شرطة الإمارات دبي قائد شرطة دبي فبدأ يحفز الحكومات الخليجية على أن تواجه الخطر الشيعي الذي ينادي بالبحرين الكبرى فبدأ يطرح هذا الشيء أنه لا بد والخليج تتوحد وإلا لن تدوم وبالفعل هو صادق في هذه الكلمة يعني شوفوا إذا لم تجتمع هذه كقراءة سياسية إذا لم تجتمع دول الخليج الآن في كيان سياسي موحد فإقرأ عليها الفاتحة يعني لن تدوم هذه الكيانات السياسية المباثرة القائمة في الخليج بس المشكلة الأساسية الآن اللي في المنطقة أنه ليش مدى يجتمعون بسبب أنه أكو قطبين رئيسيين اللي هم آل سعود وآل ثاني في قطر بينهم مشاكل ومؤامرات على بعضهم بعضا كل واحد هم حاول أن ينقلب على الآخر يشجع أيضا ناس ينقلبون عليه يعني مشاكل كثيرة فما يرتاحون يعني خصمان لا يجتمعان صعب جدا يجتمعان نعم ممكن أن يجتمعا إذا بالفعل يعني صارت وصلت الأمور للعظم يعني مثل ما نقول أنه صار قضية التهديد الشيعي يعني والبحرين الكبرى الذي يزيح روشهم يعني صارت جديا جدا يمكن ذلك الوقت يتناسون كل ثاراتهم وما بينهم ويتوحدون ضد إحباط المشروع الشيعي في الخليج ولكن هذا يحتاج إلى وقت طويل ويمكن إلى ذلك الوقت أصلا هذه الأنظمة تتبخر بس الكلام هنا أنه إذا آل سعود يقوم بمثل هذه الخطوة فهذا رح يفتح أمامنا أبواب عظيمة جدا في مخاطبة المجتمع الدولي ومراكز القرار الدولي وهي لن تسمح بمثل هذه الخطوة إلا أن يعاد تنظيم المنطقة وبالنتيجة رح يصير هناك استفتاء والشيع يحصرون على البحرين الكبرى ويتطرد كل قوات آل سعود من جزيرة البحرين ولكن ما يصنعون هذا الشيء هم أكثر ذكاء من ارتكاب مثل هذه الخطوة المجنون ليس هم الذكياء ومخططين هم الغربيين وهم الذكياء ومخططين هم خبراءهم وهم اللي راح يقومون طبعا هم يستعينون ببعض الخبراء الغربيين وعندهم بالنتيجة ارتباط مع دوائر الاستخبارات ولكن بالنتيجة هذا لا يمنع أنهم يقعون في بعض الحماقات ممكن نعم نقول إن شاء الله إن شاء الله يقعون في حماقة من هذا القبيل الحين ندخل على تسع أو عشر انتغادات لأبو زهراء من السويد بالبداية قال عند انتغاد لكل الناس ماكوا أحد عاجبه ما خلى ولا عالم ولا مرجع ولا أي شيء هذا أول انتغاد هل فعلا ما عندك ولا أحد عاجبك شيخنا أظن أنتم كفيتمون الماء ونفرد على هذه النقطة يعني يوجه هذه مبالغة كون أنه أنا أوجه نقد أو حتى هجوم لاذع على بعض من أعتبره خائنا وبعض الأفراد من الأمة الشيعية المسكينة يعتبر هؤلاء أعلاما للدين في عصرنا هذا شيء أنا لا أخجل منه ولا أستحي منه بالعكس أنا أعتبر نفسي مقصرا في ذلك أمام الله تعالى وقلتها أكثر من مرة أني أستغفر الله عز وجل أني عادة لا أبادر وإنما تكون معظم مواقف اتجاه هؤلاء الخوانة كردة فعل في الواقع أنا مو شاني أنه البعض يقدس هؤلاء ويحترمهم أكثر من اللازم عموما الأخ علي أن يفهم أنه لا بالعكس نحن مع المراجع العدول الذين تجتمع فيهم الشرائط ونحن نجلهم ونحترمهم وإن كنا قد نختلف معهم اجتهاديا في بعض المسائل هذه مسألة أخرى ولكن لا نسقطهم ولا نطعن في دينهم أو تقواهم أو ربما نختلف في رؤى معينة بس أنه نعتبرهم منحرفين مثلا عقائديا لا المنحرفين العقائدين شخصناهم معدودين على الأصابع مو أنه ما ترك عالما إلا وطعنا فيه لا هذا مصحيح وبالنتيجة على الأخ يفهم وسائل الأخوة كما قلناها للبكريين سابقا أيام الضجة المفتعلة من أنصار عائشة إذا تتذكرون وحتى في التصريحات الصحفية أن ذاك جريدة إلاف وغيرها قلنا أنه الإسلام أكبر من عائشة يعني أنتم الآن مع كل هذا الهياج دفاعا عن عائشة وكأنه إذا سقطت عائشة يسقط الإسلام قلنا لا لا تعتبروا الأمر هكذا الإسلام أكبر من عائشة إذا سقطت عائشة ما يسقط الإسلام الإسلام باق ببقاء محمد صلى الله عليه وآله هو الذي يحفظ الإسلام اسمه وذكره هو الذي يحفظ الإسلام ومنهجه الذي يتمثل بمنهج إلى إما من عترته الطاهرين صلى الله عليه فكذلك نوجه نفس الرسالة أو مثيلا لها لأبناء أمتنا هذه الأمة الشيعية المستغفلة المخدوعة كذلك أنه إذا سقط واحد اثنين ثلاثة من من تعتبرونهم مراجع وهم ليسوا بعدول ولا نلحق في أن نجرحهم لأنه عندنا علم الجرح والتعديل يعني لابد من أن نعمل مثل هذا العلم المنسي علم الرجال عندنا هذا الشيء مفروض أن يستمر عليه وإلا يضيع الدين فهؤلاء إذا سقطوا من قال لكم أنه يسقط التشيع بذلك التشيع أكبر من هؤلاء التشيع باقا ببقاء صاحب الأمر صلوات الله عليه هو الذي يرعى هذا التشيع وهو القائد الحقيقي وهو ولي أمر المسلمين الحقيقي وليس غيره ففليكن أنه واحد اثنين ثلاثة يسقطون التشيع ما يسقط التشيع أكبر من هؤلاء أنت عليك أن تبحث في مبرراتنا في موقفنا الذي نعارض في هؤلاء أنا لست على استعداد أن أحترم شخصا على سبيل المثال وإن كان يسمى عميد المنبر الحسيني وخلي عميد المنبر الحسين لكن أنا ما مستعد أحترم شخص مثل هذا يجي يقول للناس ليس هناك مانع أن تقولوا أشهد أن عمر ولي الله في الأذان والإقامة أنا ما عندي استعداد أحترم شخص كهذا بل اعتبره بتريا خائنا عنده خطاب قال بالبحرين يمكن قال ما كم أنا واحد يقول أشهد أن أبا بكر ولي الله أشهد أن عمر ولي الله ولي الله في الأذان والإقامة ما عندي استعداد أنا أحترم شخص مثل هذا ما عندي استعداد أحترم شخص يسمى الشهيد الأول طبعا مو محمد بن مك العاملي رضوان الله تعالى عليه وهو يقول أن حكم أبي بكر وعمر قام على الإسلام والعدل يعني طلع أبو بكر وعمر في ظلمهما للزهراء عليه الصلاة والسلام عادلان ترى أن حكمهما كان يقوم على الإسلام والعدل اكترك صححوا آراءكم يا شيعة تغيروا حمد باقر الصدر هالشكل يعلمكم يقول لكم كان حكم أبي بكر وعمر قائما على الإسلام والعدل وقد حمل علي السيفة في الدفاع عنه أنا ما عندي سعادة أحترم شخص مثل هذا لأنه أنا يدور الأمر بين أمرين بين أن أحترم الزهراء عليه الصلاة والسلام ومشاعرها وآهاتها وآلامها وصراخها وهي تنادي وتأن وتقول يا أبتاه يا رسول الله ماذا صنع بنا بعدك ابن الخطاب وابن أبي قحافة نزين بين أن أحترم هذا الموقف وهذه المشاعر وبين أحترم مشاعر ناس جماعة متصورين أنه أكو شخص معين هذا صار مرجع تقليد وهو مختل العقيدة بحيث أنه يترحم حتى على أبي بكر وعمر ويعتبر حكمهما قائما على الإسلام والعدل ما أسويه ما مستعد حتى أرضي جماعة من البشر أجي أخسر مبادئي وديني وأخسر علاقة الخاصة مع مولاتي الصديقة الكبرى صلوات الله عليه ما مستعد وأمثال هؤلاء أنا ما يشرفني أن هؤلاء أصلا ينتمون إلى التشيع وكم أتمنى أن هؤلاء مع الأسف يعني مع الأسف أنهم محسبون علينا يا ليتهم يكملون المشوار مشوار التوأمة والاندماج مع أو الذوبان في الطوائف الأخرى وخصوصا الطائفة البكرية فيبدلون حتى زيهم ويبدلون منطقهم حتى لا يحسبوا علينا يا ليتهم يسمعون الكلام ويعلنونها نحن الطائفة البترية كما أنبأتنا الرواية الشريفة عن إمتنا عليهم السلام لكن المشكلة هي هذه أنهم متداخلون ومتماهون معنا ولذلك الإنسان الشيعي البسيط مثل هذا الأخ هو شاب نبين من نبرة صوته شاب مسكين الآن تربى على هذا تربى على أنه هؤلاء أعلام الدين في زماننا فما يفرق لا بين هذا مثلا ما يفرق بينه وبين مثلا واحد مثل السيد المرجع دام ظله لأنه يشوف هذا عالم وهذا عالم وهذا مرجع وهذا مرجع وهذا كذا عرفتوا شلون فما يدري أنه لا يا أخي هذا طائفة وهذا طائفة ترى وإن كان في الظاهر العلني هؤلاء يعتبرون طائفة واحدة كلا أكو طائفة بترية موجودة في أوساطنا هذه الطائفة خاضعة لثقافة الغير ومتبنيات الغير وليست طائفة رافضية بامتياز وأنا تتذكرون لما صار أكو حديث قبل فترة قبل سنة يمكن أو أكثر صار كلام في يمكن جلسات الحوار أو ما بعد جلسات الحوار ما أتذكر جيدا أنه على أساس مشروع المسجد الذي نبنيه إن شاء الله تعالى في لندن فصار كلام أنه الدولة تقول أنه أنت عندكم مساجد أو مراكز موشكل لأنه نحن نريد أن نحصل على دعم من الدولة يعني دعم لبناء هذا المسجد كجزء يعني يتحملون مثلا جزءا من قيمة الأرض من قيمة البناء باعتبار هم يدعمون يعني كل المراكز الإسلامية الموجودة هنا يقدمون لهم مبلغ معين كدعم يعني باعتبار أنه أي من الحقوق العبادية لأحدى الطواف إلا إحنا إحنا ما نحصل شيء إلى الآن ما حصلنا ولا فلس من هذه الدولة فالكلام هنا أنه كنت أتصور هذا الشيء قبل ما يبدأون بمخاطبة الدولة يعني بالكاونسل البلدية أنه يقال لهم أنه أنت عندكم أماكن تصلون بها فقلت أنه لا لازم أنه توصل رسالة أنه إحنا ويارى نذر سيكت إحنا طائفة مختلفة لأنه وين كان هؤلاء يدعون التشييع لكن إحنا نعتبر أنفسنا شيء مختلف لأنه هؤلاء عندهم عقيدة منحرفة طبعاً مو الكل البعض أنا أقصد مو كل المراكز البعض 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 بس البعض هذا هو الذي ظاهر لدى الدولة يعني هو الذي أمبين نفسه أنه هو يعني يمثل الشيعة في بريطانيا يعني عرفته شلون فعندنا مشكلة عويصة فاقترحت هذا الاختراح قلت أنه قولوا لهم نحن الرافضة إحنا فرقة الرافضة طائفة الرافضة حتى يميزون نفسه لأنه الغربي أو الإدارات البلديات الغربية إلى الآن ما تميز بين مسلم ومسلم ترى فكيف بين شيعي وشيعي يعني ما تميز بين أنه هذا مسلم شيعي وهذا مسلم بكري الكل واحد حتى بالفورم أنت شوف لما تروح جيبي تسوي ريجستر بالجيبي أو كذا لما تعبي شنو يخليك خانة كاتب بيها مسلم هل أنت مسلم تخلي تيك على هذا المسلم ما الشكل أما بالنسبة للنصراني يقول لك لا كريستيان شرطة كريستيان كاثليك فئات معينة عرفته شلون يعني أكو فئات فهم يقادرين يميزون بين الطوائف النصرانية ولكن بالنسبة للمسلمين لا فأنا كنت دائما هم أتعمد أخلي مسلم شرطة أكتب شيعي بنفسي أكتب حتى شنو أميز لأنه مشكلة إذا يتنحسب على الغير مشكلة عويصة ما يلاقون فرق بينك وبينه فلذلك يدخلون معتقداته عندك يعني كمثال مثلا مثل ما جاءنا أحد الأخوة اللي فارضين على بنته أنه في حصة يعني بالمدرسة أنه حصة السباحة لازم تروح تسبح في مسبح مختلط فيقول لهم هذا ضد ديني يقولوا لهم لا شوف هاي فتاوى إحنا مطلعين فتاوى بكرين ما بكرين هذولة قالين إيه جوز يعرفتش لأن البكرين كما قلت دين مطاط يتكيف ويتأقلم مع الواقع دائما يعني ما عنده مشكلة يفتي حتى بإنه حجاب شيلة تنطاوي أفتبي أنه حجاب مو لازم على النساء المسلمات في فرنسا خلص تهى الموضوع يعني سهل إحنا لعندنا صرامة فهذا لازم يوصل لهم مفهوم أنه لا يا أخي إحنا طائفة أخرى وإحنا غير وإحنا مرجعيتنا تختلف يعني مرجعيتنا الدينية تختلف الفقهية تختلف إحنا نتبع أمة أهل البيت عليه السلام إحنا نتبع مراجع كذا فأجي أخذ من عندي ورقة كتبنا ورقة من المكتب الرسمية أنه نعم أنا الفلان الفلاني أشهد بأنه هذا الموقف وأنه هذا الشيء ما يصير لا يمكن أنه هذه البنت تسبح في مسبح مختلط لأنه هو أكو حصة دراسية يعلموهم السباحة وهذا لا يمكن وبالفعل أخذ الورقة واعتمدوها وأعفوا البنت من هذه وقال أنا أول واحد جربتها لأنه بقية الشيعة أكو شيعيات في الكلاس نفسه في نفس الفصل آباءهم سلموا للأمر الواقع ليش أنهم ما فرزوا أنفسهم قل تعلموا من إمامكم عليه السلام يقول فإذا تميز القوم فتميزوا افرز نفسك خلص فعلى نفس هذا الوزان نفس هذا المبدأ ميز نفسك عن التيارات الشيعية المنحارفة ميز نفسك اتخذ لنفسك عنوان قل أنا رافضي أنا لاتجاه الشيعي الرافضي الأصيل هم أساساً يفرون من كلمة الرافضة هم إذا واحد قالهم رافضي رافضي يعتبروها سبا أصلاً الحمد لله خلي نفتك خلي نفتك منهم بعدين شوية شوية الناس رح تفهم الفرق والدواء الرسمية تفهم الفرق والدول تفهم الفرق والأحزاب والمنظمات هذا التيار بعني ذلك الحين يتموضع وياخذ يعني حجمه الطبيعي وبعدين تشوفون ذولة شلون كلهم سيكنسون وسيذهبون إلى مزابل التاريخ شيخنا ناخذ الثلاث مداخلات اعتبر نقطة واحدة لأنها تقريباً تكلم عن الوضع في البحرين والطرح اللي طرحته يقول يوجه نصائح وهو ليس لديه أي طرح سياسي إذا انتقد شيئاً فلازم يعطي البديل أهل مكة أدرى بشعابها لماذا يفرض عليهم أشياء وليس لديه بديل طبقها على روحك وبعدين بينها للناس يعني الأخ علي أن يدقق في كلامنا أنا أطرح بديل أصلاً أنا أقول مشروع البحرين الكبرى هذا بديل سياسي وإذا أحدد آلياته وخطواته إيش دون تقول ما طرحت بديل أنا أطرحه بديلاً واضح هناك مسار معين ذولا ماشين بي وهو أنه نطاق الثورة ونطاق التحرك السياسي مسقف بسقف الملكية الدستورية وداخل حدود البحرين أنا أقول لا وسعوا الأمر اجعلوه موسعاً بحيث يشمل منطقة الخليج كله والمنادات باستفتاء من الأمم المتحدة مباشرةً والمنادات بحق الشعب الشيغي كله في الخليج وإعادة تجميع وتوحيده من جديد بعدما قطعت أوصاله من قبل الاستعمار بعد معاهدة سايكس بيكو أنا هذا الذي أقول فهذا مشروع بديل إيش لون تقول مو مشروع بديل يعني شيء غريب هذا أنه إلى الآن الظاهر ليش أقول كم مرة أنا هذا الشيء ألاحظة أنه إلى الآن المجتمع لا يفهمنا جيداً ما قدر يفهمنا جيداً يعني نحتاج إلى كثير من الوقت والجهد حتى يفهم شنو دا نقول بالضبط هذا مشروع بديل أما أنه طبق على نفسك يعني شنو يعني تريدني أنا أخوذ بمخاط سياسي ما أسوي ما أريد أن أخذ مخاط سياسي ما أريد أنا أقدم أفكار مخترحات إما أن يؤخذ بها وإما أن لا يؤخذ بها أنا لست مجبوراً أنه أدخل في مشروع سياسي وأترك مشروع العقائد لأن المشروع السياسي إذا دخلت فيه فسيستهلك الكثير من الوقت بعد ما عندي وقت حتى أشيع أحد وأنا صراحة ما أقدم على مسألة أن أشيع الناس شيئاً آخر يعني أعتبر هذه هي وظيفتي الأساسية والمحورية والعمل السياسي فيه كثير من القهر والتعب والمشاكل ويعني المخاطر كذلك بصراحة يعني الدول الأعرابية اتفوت لي أنا عائشة أبو بكر أدوس عليهم مو مشكلة يقولون هذا واحد مو مشكلة مجنون وخلي خلي يروح مو مسألة بس بس أهدد أشكل خطر حقيقي على هذه العروش على هذه الأنظمة لا تتغير الحسابات يدزون فرقة يغتالون يفكون نفسهم قبل ما هذا ينمو يعني عرفتوا شلو فما لي خطك ليش واحد يضيع عمره ويتلف نفسه ويمضي شهيد من أجل مشروع سياسي وإن كان مشروعاً حقاً أنا بالنسبة إليه ما أسويه أنا إذا أموت أموت على مذبح عائشة أنا أموت على مذبح عائشة هذا يشرفني يعني أنتقل إلى الله عز وجل لأني أسقط عائشة أنتقل شهيداً يسوى بس على آل سعود آل خليفة يعني ما أشوف يسوى صراحة ما أشوف يسوى كثير فعلى يتحال يعني الإخوة فليمضوا الإخوة فليمضوا فليتوكلوا على الله وقلت أنه نحن يدنا ممدودة يعني إذا ظهر قائد سياسي شيعي مثل الأوادم ويكون بطل وشجاع وسليم العقيدة ورافضي حقيقي أصيل ويريد أنه يعني نتعاون معه يدنا مفتوحة وممدودة وإن شاء الله نستقبله ونتعاطى معه ونوجهه بما نستطيع ونقترح عليه بما نستطيع ولكن أنا أريد أن أجعل جهودي وجهود طاقمي بالدرجة الأولى جهود عقائدية لا أدخل في الميدان السياسي وإنما قد يكون لي مواقف وآراء ومقترحات سياسية لأنه لا يمكن فصل السياسة عن الدين إحنا مناس علمانيين لا يمكن فصل لازم يكون عندنا مواقف معينة التي فيها صلاح للأمة أما أنه أهل مكة أدرى بشعابها فيا أخي أنا من أهل مكة إيش بيك فأدري بشعابها شنو أنا من البحرين الكبرى فأفهم شنو وثم على فرض مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل أسنان المشط يعني ما يصير كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يعني هذه أوامر تعم الجميع هذه أوامر شرعية تعم الجميع أنه إذا أنت عندك طرح معين تتصور أنك بهذا ترفع الظلم عن إخوانك المؤمنين في البحرين حتى وإن لم تكن بحرانيا فمن واجبك يعني في الجملة من واجبك الشرعي أنه أنت تقدم هذا الطرح تقدم وإلا كيف تكون النصرة يعني الشيء غريب هذا أنه إذا أردنا أن نعمل بهذه الوظيفة الأمر المعروف والنيع على المنكر وتقديم النصيحة للمؤمنين حق المسلم على المسلم النصيحة حق المؤمن على المؤمن النصيحة نواجه بأنه لا أنتوا تركون الحال أنتوا من أهل البحرين وأهل مكة أدرى بشعابها شنو هذا الكلام شنو هذا الكلام لا هذه وراءها ما وراءها هذه الدعوة وراءها أنه أكو تيارات ما أقصد الأخ الكريم الذي اتصل لا وإنما أقصد التيارات المناوئة لنا التي تدعي أنها تمثل التشيع في داخل البحرين شوف دائما يواجهون هذا التيار وهذا الشك وليش يدخل في البحرين ويا أيها المؤمنين لا تستجيبوا إلى هذه الأقوال هو نفس هذا حسين القلوف مصدر تصريح قبل فترة وسبحان الله اليوم أو البارحة يمكن اللي اتصل عليه أحد الإخوة من الكويت وقال لي بأنه إحنا تكلمنا وياه مع سكرتاريته فقلنا له شنو مناسبة هذا التصريح يعني ليش هكذا هاجم الشيخ بهال بهالسفالة إنجاز التعبير زين قال فاسق وفاجر وما أدري شنو بعد وفاشل وسارق العمامة الشيعية والرداء الشيعي وكذا يعني فجأة هالشكل طلع ما كان أكو قضية بالكويت أثارها أبناء عائشة اللي أنت مثلا تصطف معهم في هاي الوقت حتى يكون لك موقف مثلا شنو الشيء الجديد اللي حرق دودتك هنزين شنو الشيء الجديد شنو تصور قال له قال ليش يقول البحرين الكبرى ينادي بالبحرين الكبرى يعني هذا معمم شيعي مفروض بدلا من أن يؤيد هو أصلا بحراني هو هو هذا كويتي صحيح بس أصلا بحراني القلاف يعني بحراني كانوا يصنعون السفن سابقا السفن الغوص على اللؤلؤ وكذا فشوف سبحان الله يا أخي إذا على فرض أنت ما تأيد الطرح وأسكت أنت شي ضرك يعني يعني ليش إلى هذه الدرجة تصير ملكي أكثر من الملك سبحان الله يعني يريد أن يثبت ولاءة ويريد أن يثبت السمع والطاعة لسموه الأمير المفدى فشنو لازم يقوم يوقف وبهاللغة يعني يتجاسر علينا الله يأخذ بحقنا من هؤلاء إن شاء الله يوم القيامة لأنه شوف هؤلاء يريدون بأي طريقة عزلنا عن المجتمع الشيعي بمثل هذه اللغة بالافتراء بالأكاذيب بكذا يا أيها القوم إحنا ما عندنا أنا ما عندي طموح سياسي يعني أنا لا أمثل خطرا على هؤلاء على فرض هم تتحقق البحرين الكبرى يمكن يطلع حسين القلاف يخلونا هو رئيس حكومة شمدريني يعني الشعب اللي ينتخب هذا هو نفس الشعب اللي يوصل أمثال هؤلاء إلى سدة الحكم يعني ما رح يكون عندنا مشروع أنه إحنا نحصل أخذوا البحرين الكبرى لكم الجمل بما حمل نتركه لكم إحنا بس نتكلم عن طرح فيه استنقاذ للواضع نستنقذ أوضاعكم بحيث تعيشون في حالة حرية وكرامة وعزة بعدين تريدون أن تتناطحوا وتتحاربوا ما أدري يصير انتخابات وكل جهة تتكلم على الجهة الأخرى كما هو المعتاد روحوا روحوا بعدين إحنا نترك لكم كل شيء إحنا ما عندنا شيء وياكم يعني ما عندنا قضية تهدد مصالحكم لأنه بصراحة إحنا نرى كل هاي المناطحات عبارة عن عمل صبيان صبيان هذا عمل صبيان إحنا مجغولين بهدفنا العقائدي سلم لمن سالمكم حرب لمن حاربكم إحنا مجغولين بعائشة وصخام عائشة أبو بكر عمر إحنا هذولا مجغولين به عرفتوا شلون تصحيح مسار الأمة العقائدي إعادة الأمة إلى جذورها إلى أصولها هذا الذي إحنا مجغولين به إحنا ميداننا إحنا فرسان الميدان العقائدي إحنا مو يمهل أشياء أما من ناحية أنه نشوف الميدان السياسي نشوف مجموعة من الحمقة من الجهلة من الدنيويين من باعة المبادئ وباعة الضمائر كذلك هم الذين يقودون الشيعة كقطعان الغنم فنتحسر نتألم نتأذى داخليا فنتضر نثبت موقف وأنا قلت سابقا أنه ما أتوقعهم كثير استجابة لأنه الواقع هو هذا بس على الأقل أداء للتكليف إلا أن تحدث معجزة ما ذكرت لكم في البثن وباشر الأخير اللي كان حول قضية هذا المليفي والكويت ما قلت بأنه وأنا أدري أنه القضية راح تنام وأن الشيعة الكويت مشكلتهم ما يكملون الطريق قلت هذا الكلام أم لا نعم قلت مشكلة شيعة الكويت ما يكملون الطريق أنا أعرفهم وأنا كويتي وأدري وبالفعل هذا صار شوفوا سبحان الله يعني أدري أقرأ المستقبل أفهم جيدا شوفوا كان مقرر عندهم أنهم يكون يوم الجمعة يعني هاليوم كان على أساس اعتصام آخر وكان على أساس يستمرون كل جمعة قال وراح نظاهر وراح نصعد ولن نسكت إلى أن تسحب جنسية المليفي صحيح؟ أنا شون قلت أديش المرة؟ قلت لن تسحب الجنسية وأدري أنه هذه الأشياء ما راح تصير وشيعة الكويت راح بالنتيجة راح تنام القضية لأن شيعة الكويت مشكلتهم ما يكملون الطريق وبالفعل هذا صار صدر بيان قبل يومين أو كذا قالوا نظرا للصالح العام فإحنا راح نكنسل الاعتصام أو هاي المظاهرة يوم الجمعة وما سووا خير شوف نفس اللحظة ويمكن حتى أصنع لعنادي أيضا لأنه أنا قلت هذا الكلام فهم ثاني يوم تقريبا أو ثالث يوم صدر هذا الشيء منه يعني إما كان يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وهسا راح تنام القضية وهذا ما بشركم راح يطلع من السجن عاجلا أو آجلا يمكن يطول كم شهر بعدين يطلع وأخيرا يكتفى بسجنه أو سجن بسيط وغرامة وينتهي الموضوع شيعة الكويت ما يكملون الطريق عرفته شلون فنفس الشيء أقول بالنسبة للشعب الشيعي العام في الخليج اللي ممكن أن نعول عليهم مثل الأخ الزعابي اللي اتصل بس هؤلاء وين هؤلاء قلة يعني عادة هذول أصولهم متشيعين يكونون متشيعين إيه يسوون شغل مطران الشيعي يسوون شغل يشهد الله حقيقة أسا شوف كم مرة حتى يقولون بالذات المطران المطران المتشيعين يسوون شغل شمر عمزة ما أدري منو هالقبائل الموجودة يسوون شغل ليش لأنه سبحان الله يكون خارج منفجر خارج من الظلام إلى النور من الظلمات إلى النور موهشكين فيكون في قمة اندفاع وقمة حماسة يريد بأي طريقة يرجع حق آل محمد عليه السلام وحق شيعتهم فيجي مننا شغل هذولة إذا كثرناه ممكن أن ننجح البقية لا لأنه مع الأسف شياطين تتحكم بهم شياطين على رؤوسها عمامة عرفت شلون تتحكم بهم بالشيعة الموجودين حاليا وتجرفهم إلى معارك وهمية إلى مشاكل إلى أمور حماقات واستغفالات وتجهيل ويستمر الوضع على ما هو عليه إحنا علينا المهم نقول كلمتنا أمام الله تعالى ونثبتها للتاريخ ولمجتمع ونشوف إذا الله عز وجل يهدي هذه الأمة حتى تنطلق نحو هذا الميدان عند نغطتين سمعت الشيخ تشابهون لا تنفر الناس منك بهالاسلوب ناس وايد يحبون يسمعونك ولكن يتبرون من الاسلوب وليس هذا اسلوب أمتنا أي اسلوب بالضبط يقصد هل هو يعني اسلوب أنه مثلا ندعو للانفصال لا اسلوب الطرح يكون ساعات في اسلوب قاسي اسلوب قاسي على لعن الظالمين ولعن أعداء أهل البيت عليه السلام هذا اسلوب الأمة الطاهرين عليه فقط أن يرجع إلى سلسلة محاضراتنا بعنوان تحرير الإنسان الشيعي ويرى الأمثلة التي ضربناها من الروايات المعتبرة ويرى كيف أن الأمة عندهم أسلوب الصدمة بالحق هو أمير المؤمن عليه السلام يقول صدمته بالحق وأسلوب لعن الرموز والنيل من الرموز الباطل الأسلوب إذا كنت تسميه حاد أو قاسي هذا بالعكس هذا شيء أسلوب شرعي مئة بالمئة سليم مئة بالمئة سليم هذا بالنسبة لرموز الباطل أما بالنسبة إلى عموم الشعوب يعني لا نحن الشعوب نتعامل معها بعطف وشفقة نحن مع الرمز الباطل الذي يتشخص الباطل به نكون قساتا سميها ما شئت سمي هذه الحالة ما شئت ننال منه بكل قوة ونجرحه ونسقطه ونثلبه ونلعنه وحتى نسبه التزام بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أنه بالإكثار من السب إكثار سب هؤلاء في الرواية الصحيحة المعتبرة عندنا في الكافي الشريف أما عموم الشعوب المخدوع بهؤلاء فلا نتعاطى معها بكل احترام وبكل تقدير ونشفق عليها ونحاول هدايتها ما أمكننا تقول هذا الأسلوب مثلا يمثل فتنة وما أشبه فبالعكس هذه فتنة محمودة هو الإمام عليه السلام يقول تمنوا الفتنة الفتنة جيدة إذا كان لسان حاد على أعداء أهل البيت عليهم السلام فهذا أيضا شيء جيد لأن الإمام عليه السلام يقول من أعاننا بلسانه على عدونا لقاه الله حجته يوم القيامة نعم وأمثال هذه الروايات الشريفة التي تحدد الخط لا تتصور لا يضحكون عليك يعني يقولوا لك هذا مو أسلوب إمتنا وكذا من قال هذا الكلام من عنده استعداد فليأتي بالدلائل مو كلام إنشائي هوائي هكذا كلام واحد يقوله بالهوة لا أنت جيب واحد الذي يدعي من هؤلاء سواء البتريين أو غير البتريين الذين يعني يشكلون علينا دائما ويشوهون سمعتنا عند الناس جيب أقول له تعال تفضل تعال على هذا التليفون يوم الجمعة أكلم هذا الشيخ وإثبت له بالدلائل أنه هذا مو أسلوب إمتنا عليهم الصلاة والسلام وشوف يقدر يكمل الطريق ويانا أو لا شنو يجي يقول يستدل أولا بقوله تعال ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم وبعدين يجيب قول أمير المؤمن عليه السلام أني أكره لكم أن تكونوا سبابين مهشكل وبعدين يجيب قولهم عليهم والسلام شيعتنا كونوا زينا علينا ولا تكونوا شينا لنا ولا تكونوا شينا علينا وبعدين يجيب لك أخيرا يقول لك التقية ديني ودين آبائي غير هالأشياء عنده ما عند غير هالأشياء التي أجبنا عنا مرارا وتكرارا بالدليل والبران وبيننا جه لهم أصلا حتى في فهم الآيات فإحنا هم نجاوب عليهم وخلي نشوف خلي يصير نقاش علمي ماكم أنا كم مرة حججناهم في هذا السبيل والتسجيلات موجودة حججنا هؤلاء الذين انخدع الناس بهم وتصور أنهم علماء وفطاحل وأنهم يفهمون وصارت مناظرات في بعض البيوت هنا في لندن والحمد لله الناس تقدر يتميز وتفرق وأما قناة فتك ومنذ ذلك الحين إلى هذه اللحظة ولا واحد منهم يتجرى أصلا على المناقشة في هذا الأمر ولذلك فقط يطعنون فينا من وراء الظهور يروحون يصعدون منابر ومجالس هنا في بريطانيا وأوروبا وما أدري وين وفي العراق أو أي مكان اللي يطعنون بنا مع كم وافر وسيل من الأكاذيب والافتراءات والبهتان والشتائم تبدأ من كونه عميلا وتنتهي أو لا تنتهي حتى إلى أنه سارق العمامة وأنه هذا ترى مدارس ومعالم ولا تنخدعون به وهذا أصماسوني أصلا ما عنده شوف لأنه ضعيف الحجة ما عنده غير أسلوب الافتراءات والأكاذيب والبهتان أما أسلوب أنه ينازل علميا يحاجج علميا ما عنده يعرف مستوانا شنو ويعرف إحنا من أي أرضية ننطلق يا أخي الثقيل والقوي الثقيل ثقيل والقوي قوي اللي يتمكن يدرس بحث خارج مو مثل هذول اللي طالعين هنا وهناك الناس تعرف المستويات والحوزات تعرف المستويات سمحت يقول يعطي مبرر لليهود بطرحيها هذا هو طرح قليم أو بحرين الكبرى ونفس هذا الطرح طرحه الدليمي الإقليم السني كما قال وأنت تطرح الإقليم الشيعي أولا في شأن اليهود هذا قياس مع الفارق ليش لأن اليهود ليسهم أصحاب الأرض الأصليين اليهود استوطنوا هذه الأرض وثم طالبوا بوطن قومي يجمعهم وتجمعوا من كل شوب ومن كل أوب تجمعوا شيئا فشيئا فسووا دولة في فلسطين إحنا أنا ياخد أتكلم عن شعب شيعي هو صاحب الأرض من قرون إنت شون تتكلم من صدر الإسلام البحار أي شعب البحرين بضفتي يعني الجزيرة اللي هي أول والساحل الشرقي زين منطقة الشرقية اللي هذي كلها البحرين الكبرى هؤلاء منذ صدر الإسلام كانوا شيعة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وفد وفدهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بايعوه على أن ولي العهد هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ولذلك لما تولى أبو بكر لعنه الله الحكم رفضوه ورفضوا دفع الزكاة له هذا أصحاب الأرض هؤلاء أصحاب الأرض هذا الشعب المسحوق من 1400 سنة وكانت أول مجزر ارتكبت ضده من قبل الطاغية الأول أبي بكر في حروب ما يسمى الردة وحروب ما يسمى برافضي الزكاة لأنهم رفضوا دفع الزكاة له يعني إعلانا منهم بأنه هذه حكومة غير شرعية ليش ندفع لها الزكاة نحن ندفع وقالوا لو قام بالأمر أحد من أهل بيت رسول الله صلى الله وآله لدفعنا أنا صاحب الأرض أنا صاحب صاحب أنا صاحب الحق تشبهني بجماعة من اليهود جاءوا من دول شرق أوروبا وغيرها وتكونوا في شمال فلسطين وبعدين طالبوا أيام الانتداب البريطاني بحقهم في تقرير المصير يعني هناك قياس مع الفارق أما بالنسبة لهذا الإقليم الذي يطرح الدليمي وغير الدليمي نعم فليأخذوا إقليمهم شنو المشكلة شنو إحنا ضد أنه يسوون إقليم إقليم خلي سوون إقليم في الرمادي شنو يعني شنسوي لهم يعني فليحكموا أنفسهم بأنفسهم ما عندنا مانع ولكن المهم أنه النظام الدولة يكون نظام شيعي يعني هذا هو الأساس أما النظام مو شيعي أنت تريد أن تسوي حالة مشابهة لحالة الكرد يعني العراق ما لنا كلنا وأنا هم فوقها أخذ على شيء مستقل بذاتي لا هذا هذه مو عدالة لا تعال أنت تسوي النظام خلي نظام شيعي وأخذ أنت مقاطعة معينة أنت احكمها وارتبط مع الدولة يعني تكون دولة فدرالية ودولة أسميها ما شيت ما عندنا مانع هذا ما كمانع منه قال إحنا ضد هذا الشيء إحنا مع حقوق الشعوب شعوب لها حقها ولكن على أساس العدالة والمساواة وعلى أساس أن تكون الكلمة للإسلام يعني الإسلام يفرض نفسه التشيع يفرض نفسه الإسلام يعني التشيع فلا صوته يعلو على صوت آل محمد عليه وسلم لازم يكون الأمر هكذا إحنا في مستوى اللي نستطيع فيه أنه نحن نضع المعادلات ليس الغير يتحكم بنا ولا الغير يتحكم بمقدرات هذه الأمة وبمآل هذه الأمة كفى 14 قرن 1400 سنة طائفة مبتدعة كانت هي التي تقود هذه الأمة وتحكم هذه الأمة وتزجها في المهالك والكوارث والنكبات وآخر هذه النكبات نكبة فلسطين مو الشكل الآن آن أوان أن يأخذ الشيعة زمام المبادرة والريادة ويكونوا هم القادة لهذه الأمة فيوصلونها إلى المجد والعلياف هذا حقنا الطبيعي حقنا الطبيعي أن نكون نحن المهيمنين على هذه الأمة من يفهم هذا الطرح من الشيعة وأسفاه إن شاء الله يوما من الأيام يفهمونه عند بعد مداخلة إيران هي الحل وإيران هي الشوكة بعين الأعداء ما حدا بيقول سماحة الشيخ ياسر الحبيب ولكن بيقول الجمهورية سبحان الله إذا كان يقصد العدو البكري في إعلامه في وسائله وسائل إعلامه فما أتصور أن أحدا أبكاهم بالقدر الذي نحن أبكيناهم فيه ما أتذكر أنه يوم الأيام بكوا من إيران عمركم شفت واحد من مشايخ البكرية في وسائل إعلامهم أو في فضائياتهم بكى من أجل إيران إيران صار لها صاروخ نووي أو مثلا أطلقوا قمر صناعي مثلا بكى مثلا أو صار لهم ما أدري حددوا بإغلاق مضيق هرمز فراح بكى مثلا لا اللي أنا عرف أنه ما بكوا إلا لما أنا أبكيتهم إجوا بيشة وعائشة أم المؤمنين وبيشة والدموع كانت تنحدر ويا أمه يا أمه طلعوا على تساشات وتلفزيو وما الشكل هذا الزغبي كان يبكي وما أدري شنو كذا يعني إذا كان أحد مبكي الوخابية فهو أنا ولا فخر فشنو تقول شنو تقول وثم يا أخي في كل الأحوال هذا قياس مع الفارق يعني تقييس إمكانيات دولة بإمكانيات هو قال بتلفونه قال أنه شنو أنت شنو حققت يلا حقق يا أخي أعطيني دولة بعدين شوف أعطيني دولة وحرس ثوري وجهاز مخابرات بعنوان الطلاعات وشنو بعد وجيش فيلق القدس وما أدري شنو بسيج وكذا طيني هذا وشوف بعدين شنو أسوي شوف بعدين شنو أسوي أول واحد أفرض عليه الإقامة الجبرية على إقامة ناي أول واحد حتى يتعلم عدل زين بعدين شوف شنو نقدر نسوي إحنا في إنهاظ الدولة وكذا يعني لا تتكلم بهذه اللغة هذه لغة إسفاف لا تقيس إمكانياتنا بإمكانيات دولة إحنا جماعة مستضعفة بالكاد تشوفونا هاي الكاميرا ده الدور مرة هنا مرة هنا لأنهم ما قدرين يخلوا الكاميرا أخرى يا أخي إحنا ممشيين القناة القناة بطلعة الروح طلعة الروح وين إمكانيات دولة بجيوش دولة ذات ثقل هي الدولة الأقوى الآن في المنطقة شنو تتكلم ولكن ليس معنى ذلك أنه واحد يغتر فيقول لأنه هذه صارت دولة قوية فإذن هي التي رفعت رأسنا لا مو صحيح القوة لا تكون إلا القوة العقائدية بالدرجة الأولى دولة خلي يكون دولة قوية اللي قبلها دولة القرامطة كانت أقوى من هذه الدولة ولكن خلاص نسلم بها وكانت همتة الداعي التشيع ولكنها كانت دولة منحرفة الدولة الفاطمية الفاطمية أقوى من الدولة الإيرانية الحالية بأضعاف أضعاف كل شمال إفريقيا كان للدولة الفاطمية كل شمال إفريقيا صار للدولة الفاطمية زين واستمرت قرون نسلم بها نقول هذه دولة شرعية يعني نسلم بها ما نسلم بها لأنه دولة منحرفة إسماعيلية وليست شيعية حتى الدولة الصفوية نحن لا نقر بشرعيتها الدولة الصفوية لذا بحين نشطفويين صفويين إحنا ما نقر بشرعيتها أنا شخصيا لا أقر بشرعية الدولة الصفوية أيضا أعتبرها دولة منحرفة كذلك وهكذا الدولة القاجارية التي جاءت بعدها والدولة البهلوية التي جاءت بعدها وثم الدولة الخمينية التي جاءت بعدها كلهم منحرفون كلهم منحرفون كلهم منحرفون أنا إذا واحد ما يلتزم بالشريعة الإسلامية وبمنهاج لإم الطاهرين عليهم السلام بحذافيره ما أحترمه لتجيب لي حسن نصر الله أنا ما أحترم شخص يجيب رقاصات ساقطات في عيد المقاومة والتحرير أو مغنيات ويغنين على المسرح عيد المقاومة والتحرير هذا فسق تفهم يعني شنو لا تقول لي حسن نصر الله وتسوي لي حسن نصر الله الآن إمام معصوم لا حسن نصر الله عنده قناة المنار قناة المنار في عيد المقاومة والتحرير اتجيب مغنية لبنانية اتغني في متح سيد المقاومة هذا اللطيف الحلو ومع مجموعة من المغنين والأوركسترا ومتبرجة أيضا وتغني عيد المقاومة والتحرير هذا فسق هذا أمر لا يرضي صاحب الأمر عليه السلام هذا أمر حرام بإجماع العلماء ولا يطاع الله من حيث ويعصى ما مستعدان أحترم واحد مثل هذا إن شاء الله يكون فاتح القدس شنو يعني صلاح الدين هم كان فاتح القدس أجي أحترمه حسن نصر الله هو صلاح دين عصرنا مثل ما البكريين إلى الآن عندهم مشكلة في احترام صلاح الدين تجي تقول صلاح الدين كان منحرف باطش ظالم سافك للدماء زين كان فاسق فاسق كان هو وجواري وخمرته وكذا فصلاح الدين ما يستحق الاحترام يقول لك يا أخي اتق الله الرجل الذي فتح القدس الرجل الذي أعاد لنا العزة والكرامة من الصليبيين الرجل الذي كذا الرجل الذي كذا صلاح الدين الذي هو الشيء الوحيد الذي نفخر به أمام الصليبيين وأمام الأوروبيين وأمام الغربيين صلاح الدين القائد صلاح الدين ما يقبل عقد إلى الآن ما قادر البكري يفهم ضرورة استيعاب أنه لتقييم رجل ما لابد أن تنظر إلى كل الجوانب ما تنظر إلى نقطة واحدة مضيئة انظر إلى باقي النقاط فإذا وجدت نقاط سوداء أيضا خذها بالاعتبار ليس صير أنه لا تنخدع تغتر وتقول لأنه فتح القدس خلص هذا صار رجل مقدس ومحترم نحن ما نفكر هكذا ولكن سبحان الله نفس العقدة الموجودة عند البكريين تجاه صلاح الدين نفس العقدة الموجودة عند الشيعة تجاه حسن نصر الله نفس العقدة ولذلك أقول صلاح دين عصرنا لأنه حسن نصر الله إن كان حرر فحرر الجنوب ويا قدس إننا قادمون ما الشكل هسن شاء الله يحرر القدس ماكو مانع ولكن ليس معنى ذلك إنه أنا أنظر إلى هذه الإيجابية فقط وأهمل السلبيات الأخرى أهمل النقاط السوداء لا أخذ النقاط السوداء في الاعتبار أنا ما أحترم شخص الذي في أيام العزاء على سيد الشهداء ولا إما الطاهرين عليهم الصلاة والسلام يجيب فرقة أوركسترة واسم الفرقة شنو شعر لا لا ذكره واسمها كشافة الإمام المهدي فرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي عليه السلام تصدق الإمام المهدي طلع عنده كشافة وفرقة موسيقية استغفروا ويحهم حقيقة أسأل الله تعالى إن لم يتوبوا إن شاء الله اللهم أحرقوا بنا وأيام شهادة الإمام الحسن المشتبى عليه الصلاة والسلام وشهادة السيدة رقية عليها السلام وجايين ذوله وكل واحد هم زالطل اللحية وواكفين مجموعة على المسرح عيد ميلاد السيد المسيح ولابسين أبيض وكل واحد معه الآلة الموسيقية مالته ودي غني ودي ينشي يعني موسيقى موسيقى فرقة موسيقية واحتفال ابتهاجا بميلاد السيدة المسيح عليه السلام متى؟ أيام عذابات آل محمد عليه الصلاة والسلام أيام محرم وصفر شيء غير مسبوق في التاريخ الشيعي كله والله عيب فضلا عن أن يكون جريمة في حق الشرع عيب النصراني في العراق احترم محرم وصفر فعطلوا للسنة الثالثة أو للسنة الرابعة يمكن على التواري احتفالاتهم بأعياد الميلاد عندهم قالوا نعطل احتراما لمشاعر إخواننا الشيعة وحزنا على الإمام الحسين عليه السلام البكريين بعضهم بالكويت اللي أبناء قبائل محترمة وأبناء بيوتات عريقة كذلك في أيام محرم وصفر يحترمون ما يقيمون أعراص أنا أعرف بعضهم نقالين لا احنا في محرم وصفر ما نقيم أعراص احتراما لذكرى الإمام الحسين عليه السلام واحتراما لمشاعر الشيعة وانت تجي تقيم عرص حتى احتفال وابتهاج وفرح حتى ترضي عنك النصارى في لبنان تقول هذا السيد المسيح خلي أصلا أولا من قال لك هذا السيد المسيح عليه السلام هذا يوم ميلادهنا احنا ما نقرأ أصلا بالتقويم النصراني احنا لننتقويمنا الإسلام وثانيا من قال لك أن السيد المسيح عليه السلام يرضى السيد المسيح في هذه الأيام يبكي دمًا حزنا على سيد الشهداء عليه السلام وعلى أهل بيتي وعلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وعلى السيدة الرقية والتي أقمتم احتفالكم المشؤوم هذا في غمرة هذه المناسبات بداية شهر صفر زي السيدة المسيح في هاي اللحظة اللي أنت كنت تعزف ويعني تريد تفرح قلب المسيح عليه السلام المسيح عليه السلام لو قدر لك أن تراه الآن لكنت تراه باكيا وأكثر بكاء لأنكم أول من أهنتم أهنتم المسيح عليه السلام أنه باسمه أنتم جعتم وباسم الإمام صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام وويلا وويلا شوف الحقارة شوف السفالة شوف الإذلال للغير أنت اللي تسمي نفسك حزب الله وأنت مهيمن على لبنان وصاحب أكبر ترسانة عسكرية في لبنان أكثر من الجيش اللبناني أنت الذي أرهبت الصهاينة أنت ليش أنا أريد أفتهم إلى الآن ما قادر ترى أحل العقلية الشيعية حقيقة أكو عقدة نفسية الشيعية سبحان الله تجدها طاغية ثائرة على الكفار على اليهود حتى على الدول الكبرى يعني ما عنده مشكلة يثور حتى على أمريكا كلا كلا أمريكا مقتدى الصدر يقول أنزين ويزج بحرب مع أمريكا وما عنده أي مشكلة ولا يعمل بالتقية ولا أبو التقية أنزين ما عنده مشكلة أبدا يعني خلص متمرد ويسترخص دمه وأمواله وكل شيء يجون الصهاينة يسحقون جنوب لبنان كله والضاحل الجنوبية كله في حرب تموز هاي اللي كانت أنزين في ساعات قلائل في أيام قلائل ولا واحد هم ينطقي يقول أيها الناس دعونا نعمل بالتقية خلي نتقي إسرائيل هو أساسا التقية أساسا نزلت في كتاب الله تقية من المشركين قضية عمار عليه الرضوان عمار بن ياسر اتقى ممن ما اتقى من البكريين خلوا ذا كله اتقى من المشركين يعني بالدرجة الأولى التقية من المشرك من الكافر هاي زين ولا واحد يتكلم عنده مشكلة ماكو مشكلة أبدا ويخوض معارك سياسية مع حكومات وأنظمة وأحزاب وتيارات واللي أكو واللي ماكو إذا كانت القضية سياسية ولا واحد ينطق ببنت شفة أنه دعونا نعود إلى التقية ولنوفر هذه الدماء بس حينما تأتي النوب إلى الصراع مع فرقة البكريين كل الميزان يختل هذا نفس الثائر الشيعي القوي البطل حزب الله اللي أركع الصهاينة أتلاقيه هو ينبطح للبكريين ينبطح شيء غريب يا أخي بالفعل شيء غريب شنو تفسير هذا ليس له تفسير عندي إلا اللهم أن يقال أنه هذه عقدة متأصلة من 1400 سنة لأنه 1400 سنة إحنا كنا نتعرض إلى اضطهادات من قبل الطائفة البكرية يعني زعماء وحكومات الطائفة البكرية فلذلك تكونت عندنا عقدة فنرجف من البكري بس من اليهود لا من النصراني لا من مثلا الكافر لا من أمريكا لا من بريطانيا لا هذا يحتاج إلى معالجة أيها الأخوة لابد أنه نعيد ترتيب حساباتنا أنا إذا أستطيع أن أناطح أمريكا وأنا مع ذلك ترى يعني ما أقول لا أنا إذا أستطيع أن أناطح أمريكا وأناطح ما يسمى بإسرائيل أخوة شنو المانع أن أناطح آل سعود مثلا أنا إذا أريد أنه أخوذ حرب دموية مع الصهاينة لتحرير جنوب لبنان فرضا شنو المانع أخوذ حرب دموية مع آل السعود من أجل تحرير البقيع مكة والمدينة بالعكس هذا يسوى أكثر يعني بس مجرد ما تطرح هذه القضية يقول لك شنو تريد طائفية أنت تسوي تريد سوفتنا طائفية لا يفهم هذا المنطق عند الإنسان الشيعي العادي إلا يحتاج إلى سنوات من الشغل إلى أن الإنسان الشيعي يستوعب حقيقة ما الذي نقول الله يهديهم ويهدينا هل أنت مرجع إذا هو مرجع خليه يحكي لنا بعد أنا ما أرد على هذا السؤال شنو هذا السؤال؟ خلاص أوكي تمو مرجع سموات الشيخ إذا أعلنت مرجعيتك بلا أسلام بقلدك ولا أعلن مرجعيتي ولا أسمح لي أحد يقلدني إن شخص في ثلاث أسئلة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه صحة الله نجمحهم في مجموعة وحدة أم سامي هل تقول من اطلاعاتك وقراءاتك هل هو الخروج غريب؟ والأخثار الدراجي يقول هل أن المؤمن أو الشيعي لا يشعر بالارتياح إلا بظهور الإمام استنادا على رواية للإمام الباقر وكذلك الدكتور عباس الخزرجي يقول هناك تقصير بالمحاضرات لمحاضرات فيه تهذيب النفس واستعدادها والاستعداد للفتن المصاحبة لظهور صاحبة للعصر ونريد محاضرات خاصة بهذا المجال والخطباء لا يعطوا أهمية لهذا الموضوع يعني أما بالنسبة إلى أن الظهور المقدس قريب فنسأل الله تعالى أن يكون الأمر هكذا ولكني لا أقع في الخطأ الذي وقع فيه غيري الذي ظن من خلال بعض القراءات لبعض الروايات الشريفة أنه الظهور المقدس قريب وثم بعد ذلك جزم بهذا ولما تبين بطلانه تزعزعت ثقة والناس بهذا العالم بل حتى بالدين هذا مع الأسف خطأ وقع فيه كثيرون سواء في العهود الماضية أتكلم قبل قرون كثيرة ووقع فيه حتى أفراد في واقعنا أو في عصرنا هذا وهذا أنا ضده وأعتبره جزءا من التوقيت في الواقع التوقيت المنهي عنه في الروايات الشريفة إنما الذي أستطيع أن أقوله في هذا المقام أمران الأمر الأول أن المؤمن عليه دائما أن يرجو يقول أرجو أنه قريب ويتعامل مع نفسه ومحيطه على أنه قريب لأن أمر المهدي عليه السلام يأتي بغتة يصلح الله أمره في ليلة فجأة يصير فواحد لازم يكون مستعد على طول الخط الأمر الثاني الذي أقوله في هذا المقام وهذا هو مربط الفرس هذا هو المهم ولعلي ذكرته غير مرة فيما أمضى الشيء الذي أستطيع أن أقوله هكذا أن القرب والبعد بأيدينا يعني تريدون أن تجعلوا ظهور الإمام صلوات الله عليه وروحي في داخ قريبا فهذا بيدكم أيها الشياء هذا ما هو المستفاد من الروايات الشريفة أننا إذا أصلحنا أنفسنا ومهدنا للظهور والتمهيد للظهور يحتاج إلى جلسات عديدة حتى يفهم معنى التمهيد لأن معنى التمهيد عند الناس إلى الآن ملتبس الناس كانت تتصور مثلا ثورة خميني تمهيد ليس الأمر هو مجرد ثورة والقيام بعمل سياسي لا ليس الأمر هكذا التمهيد له شرائطه وله موجباته وله نستطيع أن نقول ملامحه المفقودة في أذهان الناس مع الأسف الشديد لا التمهيد في وجهة أخرى بل في وجهات أخرى فأمر التمهيد بيدنا أصلحوا أنفسكم تقوائيا إنسان يكون تقيا يكون شجاعا ثائرا ويعرف كيف يمهد كذلك وهذا يحتاج إلى كلام طويل وعريض لا مجال لذكره كما أسلفنا فحين ذلك يعجل بالظهور القضية ليست قضية تواكلية أو انتظارية لا القضية هي قضية أنه ماذا أنت تصنع على الأرض على هذا الذي تصنعه على الأرض من واقع هو الذي يحدد ما إذا كانت الظهور المقدس قريبا أم بعيدا في إحدى القصص التي تذكر عن لقاء أحدهم بالإمام صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل كان كثيرا ما يلح عفوا هناك رجل كان يلح كثيرا على أن الإمام عليه السلام يظهر ويبكي ويبتهل ويقسم على الإمام بظلع أمه الزهراء عليها السلام يعني قسم عزيز على الإمام عليه السلام جدا يعني صعب فالإمام التقى بأحد العلماء على ما ببالي وقال له اذهب إلى هذا فلان وقل له لا يؤذيني إن أمر الظهور ليس بيدي أنت إذا تقسم علي بحق أمي الزهراء وضلعها عليها السلام بسأل الأمر مو بيدي يا أخي الأمر بيد الله عز وجل ثم معتمد عليكم أنتوا لازم تماهدون مو القضية بي جمعوا صيروا أوادم صيروا ثلاثمائة وثلاثة عشر شخص آدمي مؤمن تقي شجاع باسل بطل سليم العقيدة رافضي صحيح الإمام عليه السلام يظهر هاي اللي تقول للروايات ثلاثمائة ثلاثة عشر ما عدنا إلى الآن مو سواد وجه هذا مو شيء الذي حقيقة يسود وجوهنا الآن هاي الأمة الشيعية العملاقة الآن بالملايين الملايين نص مليار ما بهم ثلاثمائة وثلاثة عشر ويقولون بعدين يا صاحب الأمر عليه السلام اظهر وأحد أسباب التأخير الظهور أننا أمة الشعارات احنا تحولنا إلى ظاهرة شعاراتية فقط كما بينا أكثر من مرة هيهات منا الذلة مو الشكل وإحنا عايشين كل في ذلة صراحة ونقلت لكم ذات مرة أني لاحظت على أحدى المواقع الكويتية في الإنترنت تعليق مؤلم لكنه حقيقة واقعي كانت القضية قضية أنه خطيب في الكويت خطيب بكري قام وقال أنه زيارة الحسين عليه السلام أكثر إثما من الزنا زين خطيب بكري شنو اسمه هذا سالم نواف السالم هذا الخبيث قال هذا الكلام فالشيعة ما تحملوا وراحوا وين تظاهروا أمام مسجده لا أمام بيته لا دربونتهم لا منطقتهم لا راحوا منطقة شيعية أمام مسجد شيعي الظاهر هذا بحد ذاته يعني يوصل رسالة يعني أنه وجد الشيعة شجعان فالشاهد هنا أسه يزعلون شيعات الكويت بس خلي يزعلون أنا لازم أقول الحقيقة فأسه سووا المظاهرة وخطاب نارية وهتافات هيهات من الذلة وهيهات من الذلة وما أدري شنو كذا وخلص الموضوع ونام كل واحد راح نام الشاهد هنا أنه رأيت في إحدى المواقع البكرية في الإنترنت مواقع كويتية بكرية يعني كان كاتب هكذا واحد يسوي تعليق يعني على الخبر كاتب أنا كلما رأيت الشيعي يقول هيهات من الذلة أضحك لأن الذلة شنو يعني هو غرقان بيها فكلما أسمع يقول هيهات من الذلة أضحك هو غرقان بالذلة بالفعل كلمة مؤلمة وجارحة لكنها حقيقية إحنا بالفعل هالشكل إحنا بالفعل أذل لا فسا قد واحد يقول لي شلون ولا وإحنا ما نقبل يا أخي صارح نفسك بنفسك صارح نفسك بنفسك إنت شلون تقول عن نفسك عزيز وأنت مقدساتك مهدومة بالبقية مسوات بالتراب أنت ما طول هذه المقدسات لا تعاد فأنت ذليل خلي نحكي الواقع والصلاحة شوي لا نضحك على أنفسنا إنت شلون تقول أنا مو ذليل وأنا إلى الآن بالعراق أنت أكثرية والمفروض الحكم إلك وإلى الآن أكو تمثال قاتل إمامك موجود والمنطقة باسمه منطقة المنصور شنو إذا لم تكن هذه الذلة فأي شيء إن الذلة فهمني وشنو معنى الذلة خلو هذا دي ذلك بوطنك ببلدك وهذا كله موجود وشيعة إلى الآن أمانثار ويبوحة أصوات هنا من وراح صعد خلني نشوف تيار يد العليا هذا بالعراق لما ينشأ يروح يسوي هذا الشيء أم لا يغير أسماء المناطق غصب على اللي يرضى ولي ما يرضى له لا وأسماء المدارس والجامعات والمناهج التعليمية وغيرها خلني نشوف خلي يبين خلو هذه الذلة أيها الأخوة إذا لم تكن هذه الذلة فأي شيء إن الذلة أي شيء إن الذلة فليش نضحك على أنفسنا هيهات مننا الذلة نزين وبعدين وعايشين في ذلة وغرقانين بالذلة بس قوم شعارات قوم شعارات سلم لمن سالمكم حرب لمن حاربكم تقول له تعال حارب عائشة يقول لا ما سوي طائفية خلوها مونتدة تقول حرب لمن حاربكم عائشة حاربتهم صلوات الله عليهم خلو حاربها يعني سقطها اكشف مثالبها بين فضايحها خلي الناس تعرفها على حقيقتها تعرف وجهها الأسود تعرف جرائمها حتى تبرأ إلى الله عز وجل من هذا نوع من أنواع المحاربة يقول لا ما سوي عرض الرسول فإذن أكو عندنا مشكلة احنا شعارات بأبي أنتم وأمي بأبي أنتم وأمي أحجي له ما أحجي لا لا أحجي خلي أمي فهم بس خلي فهم كإشارة أنه بأبي أنتم وأمي شوف مستعد بالفعل يضحب أبو أمه من أجل أهل البيت عليهم السلام وبنفسه أم لا شوفوا هذا يعني أنتم قارنوا لما تصير قضية دنيوية وقضية أخروية وشوفوا بالفعل أنه ثورته على ذاك الشيء الثاني مثل هذا الأول أم لا أحسنت سمحت الشيخ وطيب الله أنفاسك عندك سؤال أبو أحجي أمير شنو الدكتور نعم هذا صح ذكرني الأخ أمير كان في ثلثة سنة عن إمام المهدي أو الأخير طلب كان الأخثار الدراجي كان يقول هل أن المؤمن الشيعي ما يرتاح إلا بظهور الإمام هذا الأمر الأول أنه نعم ما يرتاح راحة مطلقة لكن راحة نسبية ممكن نعم راحة مطلقة قبل ظهور الإمام عليه السلام لا بس راحة نسبية ممكن وإحنا مأمورين بأنه نحقق ولا والراحة النسبية نعم الدكتور عباس الخزرجي في نهاية آخر مكالمة كان يطلب منكم محاضرات خاصة تهيئة المؤمن الشيعي للفتن التي ترافق ظهور الإمام لأن هناك تقصير من الخطباء والشيوخ في هذا المجال هذا الأمر شيء منه بدأنا به وسجل وإن شاء الله نستكمله وهي سلسلة محاضرات بناء شخصية المستقبل نعم هو بالفعل هذا متصل بهذا الشيء يعني هذا هو الهدف من وراء هذه السلسلة من المحاضرات أنه كيف يمكن أن نبني شخصياتنا بحيث تكون الشخصيات المؤهلة للمستقبل الموعود المشرق وهو مستقبل التوطئ للظهور ثم الظهور المقدسة ينتظر الدكتور إن شاء الله في نهاية البرنامج سمحت الشيخ فيه أخ عزيز علينا حيل ويعتبر فرد من الهيئة يدعو فيه عنده موضوع جدا حاجة ويطلب من الأخوان كلهم الدعاء موضوع طلب يبي يتقدم في الزواج يبي دعاء منك ومن الأخوان إن شاء الله أدعو له هذه إن شاء الله راح أعطيك اسمه بعد البرنامج إن شاء الله هذا ما لدينا اليوم وما بغي لي إلا أن أستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته